أرى عنه بشوف فيديو هاته. أهلا. ربا يسلمك. إن شاء الله راح تنطلقي معنا. راح تجربي هالمنتجات الحلوة. راح تدخلي بها السيستم العالمي بإذن الله تعالى. هذا السيستم خلانا ننتقل من عالم لعالم آخر. شجرة سبحان الله. امتدت أقصانها لجميع انحاء العالم. سيستم عالمي. حسب كل إنسان جهده. حسب محبته لهذا العمل. حسب انطلاقته. إذا حبيته فعلا تستفيدوا. بالأول امتلكوا محبة لهذا العمل. محبة لهذا المنتج. اليوم إذا ما توفر المنتج بين ايدينا. بدي يضل في صغرة تائهة. في صغرة ضائعة. لا مستحيل. مستحيل إنه شخص يعرف قيمة المنتج إلا لحتى يجربوه. وإن شاء الله التجربة هي بتكون خير برهان. لحتى نحنا نحكي للناس. للعالم. على هالمنتجات. على هالسيستم. فإن شاء الله في كتير أمور بتتصور معكم مع الأيام. يعني اليوم نحنا لما عم نسجل لأي شخص عضوية. عم نعطيه الايورد بنقاله فوت على السيستم. هذا السيستم بالبداية بيختلف تماما عن الأيام اللي جاية. بعد فترة لما يصير عنده فريق. لما يصير يطلع رتب. رح يصير فيه تطور حتى بهذا السيستم. فيه إشياء جديدة رح تبلش تظهر عندكم. يعني مثلا الرتبة رح تظهر. رح تشوفوا الفريق لوين رح يمتد. رح تشوفوا الفريق هو نفسه ببلش يمتد يعني سبحان الله في كتير إشياء تتعرفوا عليها بهذا السيستم العالمي. فاليوم نحن جمعتنا ديكس إن بفنجان الأهوة. والفطر الأحمر خلت رحلتنا يكون إلها طعم ولون ونكهة. ما شاء الله. ما شاء الله على جمعتنا عتألفنا. صباح الخير. شلونك أختي الكريمة صباح الخير شركاء النجاح صباح الخير ديكس إن. الله يسعد واتك يا رب. الله يسلمك. أهلا وسهلا بالجميع. طبعا ما بعرف إذا أكيد إن شاء الله في معنى أعضاء جدد. فعم تشوفوا ما شاء الله الأستاذ النادر عم يشارك الشاشة هالمنتجات هالسيستم العالمي. الشركات ومزارع ومصانع الشركة. وهي حبات الأهوة ما شاء الله ما شاء الله. عالة من الطاقة ومن الإيجابية. نعم. سقف واحد ما شاء الله. يعني اليوم شمس ديكس إن لا تغرب يا جماعة. شمس ديكس إن لا تغرب. في كل مكان متواجدين ما شاء الله. ما شاء الله. مين معنى أعضاء جدد يا جماعة؟ مين في عنا أعضاء جدد داخل معنى جديد؟ تبعتوا كتابة. ما في معنى أعضاء جدد معقول؟ الكلمة إن شاء الله صلكم مدة منيحة. مرحبا. أنا أم علي قلتلك أنا هلأ حكيت وقلتلك أنا جديدة معكم. نعم نعم. عرفت أختي يا أم علي. إنه بدنا كمان إن شاء الله إذا في حدا جديد غيرك صلي اسبوع. نعم أخي. استمر معنا بالتدريبات بإذن الله تعالى رح تستفيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا كمان عضوه جديد هوني. هيتاني اجتماع لسا بحترف. ما شاء الله. طيب. كيف عم تلاقي هالاجتماعات؟ شو الانطباع الأول اللي عم تاخدوا من هالاجتماعات أخي الكريم؟ والله يعني مع المنتجات شن المنتجات آآ فائت المنتجات شي رائع جدا. ما شاء الله. ممتاز. الله يزاك. طبعا إن شاء الله بعد فترة رح تتعلم حتى مو بس عن المنتجات رح تجربها بنفسك أخي بإذن الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله. ما شاء الله عمك. مين كمان في معنى أعضاء جدد هيك يحكونا انطباع الأول لهالاجتماعات؟ نعم ما شاء الله عليكم. أنا جديدة معكم. أول حضور ما شاء الله أول حضور. السلام عليكم. صباح الخير وصباح الخير دي اكس إن. وأهلا وسهلا بكل مين نضم معنا إلى المشروع الناجح الحمد الله. اليوم نحن شركة دي اكس إن عم تعطينا كتير ميزات. الحمد الله بفضل الله اليوم كل بيت في منتجات دي اكس إن لا يدخله الأطباء. وهذا بفضل الله وحمده الحمد الله. ما شاء الله عنك. ممتاز. فعلا هاي الكلمة يلي جذبتني بصراحة كتير كتير. اليوم المنتجات أو البيت اللي بتدخل منتجات دي اكس إن لا يدخله الأطباء. ما شاء الله. يعني نحن اليوم عم نكسب صحتنا عم نكسب أنفسنا قبل ما نكسب نحن المال. المال بدو يجي لا محالة بإذن الله تعالى. المشروع ناجح والنجاح تحصيل حاصل بإذن الله تعالى. بيحتاج شوي تصبر والتزام واستمرارية. ولكن الشيء الحلو بالموضوع أنه نحن بنكسب صحتنا من خلال هالمكملات هالمنتجات. شيء رائع والله. ما شاء الله. طيب يا جماعة. طبعا بما أنه حكينا في معنى أعضاء جدد. طيب مين عنده كمان تجربة حلوة لمنتج. أو مثلا هلأ نحن ما بدنا ناخد الفقرة الصحية. بس مين يعني جرب منتج وحب إنه يحكي إنه هذا المنتج هو number one. ومستحيل إنه بيوم من الأيام يغير هذا المنتج. لو مهما صار لو مهما مثلا نعرض عليه أنواع تاني من المنتجات. مين في عنده يعني اتصال كبير بينه بين هالمنتجات وما ممكن يتخلى عنها. السلام عليكم استاذي دراج. أهلا وسهلا. تفضل. تفضل تفضل أخي محمد تفضل. بصراحة يعني أنا آآ دخلت على هاي شركة نشارل المال يعني. يعني كلنا اغلبنا في فتنة وهاي شركة نشارل المال. بس بعد ما يعني شفنا إنه الفوائد من المنتجات فهلا صار الصحة أهم من المال يعني. يعني أنا صارت يعني باهتم أنا صحتي وولادي ومرتي أكثر من المال. وآآ يعني أنا كان عندي حالة حالة مرضية يعني. يعني في قد ما كنت أخذ إذر وأدوية ما استفدت منه. بس أخذت إنه العرف الأسد والنيكروفيجي يعني كلا شهرين الحمد لله. يعني شافيت صار علي التشافي وصير يعني تحت على المنتجات. ما شاء الله ما شاء الله منتاز. وكمان يعني صار عندنا المنتجات بسلوب حياة. نعم. حياة يعني معجون الأسنان الشامبو الصابون المكملات الغذائية المشروبات كلها من شركة ديكسون. ممتاز. والشتة يعني حالة يعني بالشتة أنا كل يوم إنتم بجيب أدوية وحبوب لأولادي. لأنه على طول عندنا حالة الجريب والمرض. يعني هاي بغلب الزيت يعني. بس الحمد لله هاي أول شتة راح لعندي هيك المرة واحدة أخذت جبت أدوية لأولادي. وإن شاء الله مع دادي. إن شاء الله. ما شاء الله. ممتاز. تبارك الله. نحن هذا هدفنا. السراء الصحي. يعني اليوم نحن بنحكي أنت حضرتك دخلت على العمل للسراء المالي. والهلأ ما شاء الله حصلت على السراء الصحي. ممتاز ما شاء الله. هاي هاي. كلها ملتجات. ملتجات استخدامنا صحي. نعم. ما شاء الله. الله يبارك لك يا الله. أولادي يعني. أولادي لما يتعد راسم يركض على العلبة السبرولينا. يعني يراثر يعني كل واحد يأكل حبتين سبرولينا. هاي صار. نعم. صار أمر طبيعي. نعم صار أمر طبيعي. أولادنا صار يعافي. أسلوب حياتك خلص. يعافي كل شي. ما شاء الله. والكوكوزي إذا يخلص من عدنا يعني يسرعون. يجبنا الكوكوزي. جبنا الكوكوزي. نعم ما شاء الله. ممتاز هذا دليل. وبالصح الجميع يعني استخدام هاي الملتجات حتى لو ملتج واحد لا تقطع حالك. يعني استخدم الملتجات يعني هاي فيها كواد كثيرة والله. ممتاز ما شاء الله عنك أخي. تفضلي أستاذة هناك كمان كنتي بدك تحكي. ليش دخلت لهذا. شو الشي المميز بهذا العمل. يعني استفدتي من المنتج فانطلقت بهذا العمل. والله أنا صراحة يعني التجربتي كانت مميزة كتير. أنا أول ما نعرض عليه العمل صراحة ما يعني قلتي الله والله ما الجدادي لهذا الشغل يعني. بس شفت في كتير اشي يعني منيحة بالشركة. وأنا أبني بيعاني كتير يعني من قلة الأكل. وجسمه كتير ضعيف وما عنده مناعة. يعني يعني تصوري إذا بين طب يعني بغيب عن الواعي. عدم جسمه كتير ضعيف. أنا الحمد لله جبت له السبرولينا. والله يعني يا جماعة عن جد السبرولينا منجم. منجم من الفيتامينات والله. أنا اليوم الحمد لله ابني منعته قويت. الحمد لله أكل. يعني تصوري في أكلات كان ما بياكلها. أنا اليوم بسبب هذا المنتج الرائع. ابني الحمد لله صار يأكل. زادت شهيته على الأكل. الحمد لله قوي جسمه. يعني استفارد الحمد لله كتير. ومن خلال تجربتي بهذا المنتج. والله الحمد لله حبيت فيد الخير. أنا اليوم الحمد لله يعني عم بنشر الخير. الحمد لله صار العالم تاخد تستفاد. وصار العالم الحمد لله تدعي شكراً كتير لإلك. والحمد لله سجلت بهذا العمل. أنا اليوم الحمد لله عم بجيب المنتج عم بيستفاد عليه مادياً وجسدياً. يعني مين بيروح عالصيدلية بيجيب دواء وياخد الدواء يستفاد منه ويرجع له حقه. لا أمارفي. نحنا اليوم دي أكسين عم تعطينا شغلتين. عم تعطينا الصحة وعم تعطينا المال. وهذا أمر جميل الحمد لله. لهيك الحمد لله قررت كل هذا العمل. وكفي. والحمد لله يعني عم نشوف نجاحات كتيرة. إن شاء الله يا رب هيك حقاً طبان إن شاء الله وصل لصفرة. بدل ما وصله ما شاء الله القادة العظمة. وهي كانت مداخلت. شكراً كتير لعلكم. ما شاء الله. هذا الشيء بميزة العمل. ما شاء الله. من المنتجات في عالم دخلة لهذا العمل. في عالم دخلة لهذا العمل كبزنز وكمان صار عندها علاقة كتير كبير بالمنتج. ما شاء الله. يعني مشروع متكامل وعمل متكامل. ما شاء الله. من كل الجوانب. يعني إذا جينا للمنتج نحن بدينا منتج حقيقي. إذا جينا للعمل عالمي. وأرباح متنامية وأرباح دولية. إذا جينا للمصداقية. ما في أصدق من هيك شركات. يعني اليوم على السيستم اللي لما عم تنزل الأرباح. إذا بيكون سنت واحد بده ينزل. ما في كلام. يعني هذا سيستم إلكتروني. مو شخص عم يجي يحسب. ممكن يأخطأ. لا. ما في خطأ. مستحيل يكون في خطأ. فلذلك أنا ما وجدت أفضل من هيك. عمل متكامل من كل الجوانب. بجوز اليوم تدير بشركات حول العالم. مثلا. مثلا نقول شركة أدوات كهربائية. طيب أنا إذا بدي أشتغل مع هيك شركة. أنا شو بدي أعمل بالأدوات الكهربائية. أنا ما بعتزها. بجوز مرة أخذ قطع لبيتي ووعدين. أنا ما بيهمني. شركة سيارات. أنا بجوز أخذ سيارة لبيتي ووعدين. ويمكن ما يكون أصلا إلي قدرة أنا أخذ السيارة. طيب اليوم نحن مع هالشركة. ما شاء الله متجر متكامل للقهوة. مين ما بيشرب قهوة. كل العالم تشرب قهوة. من قديم الزمان القهوة أصلا هي قهوة الصبحية بنأولى. بس طبعا هاي القهوة كانت العالم تتشارك فيها الأحاديث. فقط لا أكثر ولا أقل. لليوم نحن منفجان القهوة عم نتشارك العمل. عم نتشارك سيستم عالمي. مشروع عالمي. ما شاء الله. المكملات الغذائية كل ياتنا. بنستخدم المكملات الغذائية. العناية بالبشرة. يعني العناية بالشعر. كل شيء ما شاء الله. كله محتاجين ونحن. كله ضرورة. وليس كماليات. لا كله ضرورة. نحن هاي المنتجات ببيوتنا ضرورة. والعمل ضرورة. لأنه هاي الأعمال الحرة يا جماعة من الأعمال اللي صارت عالمية. يعني ريادة الأعمال اليوم معظم الناس حول العالم هن غير قادرين مثلا يمتلكوا مشروع خاص فيهن. مطالبين مثلا مطالبين برأس مال. مطالبين بأمور كتير. إذا دخلوا فيها رح يطلعوا قطعا خسرانين. لا اليوم نحن بهذا العمل. ما شاء الله. المخاطرة معدومة. المخاطرة صفر بالمية. ما في مخاطرة. استهلاكك الشخصي. هذا ما اسمه مخاطرة. أنت بكل الأحوال عم تاخد منتجك. تاخدها من غير شركات. تاخدها من السبرات. لا اليوم. بما أنه تشاركنا مع هاي الشركة بالأرباح. أنا بنفع نفسي. باخد منتجي من شركتي. لأنه أنا إلي إلي شراكة فيها. باخد المكمل. باخد القهوة. باخد كل شي بحتاجه. ولسه تمنينا لو فيه لسه أكتر من هيك منتجات. يعني لو تمنينا لو الشركة حتى بتصنع كل شي. بتصنع. يعني بصراحة كنا لأخد هناء طبعا هي بفريقي وهي جارتي ما شاء الله عنها. فكنا عم نحكي مرة أن يا ريت شركة Dxn بتصنع الألبسة. بتخيلوا يا جماعة هو طبعا من باب المزح. ولكن أنه تمنينا كل شي بنحتاجه بتلقيب هاي الشركة. حتى اللبس يعني. ومع العلم طبعا الشركة بتصنع يعني أدوات مثل. في منها الطناجر. يعني هاي بتكون. تكون يعني بطريقة صحية. أو بطريقة مثلا ما إلها تأثيرات على الصحة. الطناجر الضغط. في كتير أمور. مواضيع التفال. هاي اللي بتجي مثل التفال. في خزانات يعني. هاي الخزانات اللي بتعمل فلترة للمي. عرفتو يعني أنا بالضبط ما بعرف أساميها بالضبط. لحتى ما أكون عم أحكي شي غير منطقي. ولكن هاي الشركة بتصنعهم كمان. في فنادق كمان الشركة بماليزيا. ممكن أي حدا يروح ياخد كم شخص على هدول الفنادق. تمام على عضويته. بيستفيد منه المال. تخيلوا يا راعك الله. نحن هون قاعدين بلبنان بمنطقة جدا سياحية. تمنيت لو الشركة عندها هون شي فندق. والله كان رحنا أخذنا كل مرة أخذنانا كم حدا من هالسواحي اللي عم يجوا. كان استفدنا عليه هون. يعني تخيلوا بيزنس ما شاء الله متوسعة جدا هالشركة. أنا ما وجدت. ما وجدت أفضل من هيك عمل. ما وجدت. أنا ربة منزل. نحن من عائلة محافظين جدا والحمد لله. امتلكت المشروع وبكل أريحية. ما في أي شيء لا سمح الله يعني ضد المرأة أو ضد أنه هي متحفزة ببيتها بين أولادها. مع العلم أنا مدرست أولادي بقلب بيتي. مدرست أولادي هنا بيدرسوا أولاين. أنا هلأ طلعتوا لبرة يكملوا الدرس وانا هون قاعدت جوا. يعني كل شيء كل شيء الحمد لله متوفر. علاقات اجتماعية. الأخت أم علي هلأ طبعا أنا تأخرت باللقاء كنت عم أحكي بالله هلأ الأستاذ نادر يمكن بينزلي كان بالكمنجات لازم. فأخذني الوقت وما انتبهت سبحان الله كيف هيك. يعني كأنه هلإنسانة بعركها من الزمان سبحان الله. فعلاقات اجتماعية. أستاذ نادر مبارحة يعني مبارحة كنت بدي شارك لك للايف. فأنا فريقي ما شاء الله كنا بيجي الأستاذ محمد نور بيجي الأستاذ حسين الحاج هاشم بتيجي هالعالم. قلت له يا جماعة والله ضل ناقصنا الأستاذ نادر بس يعني كنا نجتمع بلقاءاته الحلوة. دبت الإلفة والمحبة بيناتنا كأنيتنا أخوة سبحان الله. فيعني رحنا اجتمعنا على غير منصة. فمشاء الله على هذا العمل يلي بيعطينا من جميع النواحي. هالسراء المالي هالسراء الصحي هالعلاقات الإنسانية الحلوة. مثل ممعروف نحن ممكن معظمنا السوريين أو حتى يعني ما بدي حدد على السوريين فقط. يعني فرقتنا الغربة وصرنا كل حدا ببلد وكل حدا ممكن متغرب. ولكن ما شاء الله هاللقاءات هالاجتماعات بناء هالفريق. مشاركة هالعمل أعطتنا هيك هالبيئة الاجتماعية الحلوة يلي نحن صر نشتقلها يعني بصراحة. بهالأيام وبهالزمن اللي وصلنا له. فالحمد لله على نعمة الـ DXM يا جماعة. طبعا أنا حكيت كتير ولازم أعطي مجال للحابين يحكوا للحابين يصبحوا علينا. يعني أنا والله أنا زعلت يعني هلاء لأنه ما اسمعت تصبيحات كتير. ما اسمعت حدا عم يقول صباح الخير ولا في كاميرات كتير مفتوحة. ما بعرف شو القصة يعني لازم من اليوم اللي ما جرب القهوة بس أقلها القهوة يروح من اليوم ياخد علبة قهوة ويجربها. لأنه هاي القهوة إن شاء الله رح تكون الباب المفتاحي اللي رح يوصله للعالمية. أنا طبعا استاذ الدلال يعني أنا بتعرفيني أنا كان عندي تجربة بالقهوة كتير ممتازة. نعم ما شاء الله. نعم يا جماعة وهي الأستاذ نادر عم يشاركننا ما شاء الله العالمية. العالمية هون قدامنا للعالمية. يعني اليوم نحن بيظل الظروف يمكن أحيانا صعب صار نحن نتقيد بعمل معين ببلد معين. يعني مثلا اليوم كأنا الدلالة العليم مقيمة بلبنان ممكن شي يوم سافر على أي بلد تاني ممكن أرجع سوريا أو بسافر على بلد أوروبي يعني على سبيل المثال وهذا الشي حاصل مع كتير من الناس. فأنا إذا أنا عملت مشروع بلبنان وتعبت عليه كم سنة وكذا إلى آخره فأنا مجرد ما سافرت أو اضطرت أني سافر فراح يروح تعبي يروح مشروعي كله. فاليوم ما شاء الله بهذا العمل أنا تليفوني بأيدي يعني عفوا مشروعي بتليفوني بجيبتي بشنتتي أنا بس حط التليفون بالشنتة وبروح بسافر على ألمانيا بسافر على فرنسا بروح على تركيا وين ما بدي ماني خايفي تليفوني معي فإذا سيستم ماشي معي سيستم ماشي معي عالمي ما شاء الله هذا الشي اللي بيميز كمان هالمشروع الحلو. بسم الله ما شاء الله عليك يا أخي الدلال نحن سيكتين عم نسمع حديثك الحلو يعني وعم نستفيد من من حديثك وحديث الأخوة اللي عم بتحكي الله يجزيكم الخير يا رب نحن من اللي من الناس اللي جربت المنتجات واستفادت صحيا وماديا الحمد لله الله يجزيكم الخير يا رب وإن شاء الله هيك نحن منتمنى يعني كل شي ما دخل في هالمشروع يدخل معنا ويكون الخير يعم على الجميع إن شاء الله وتعالى. ما شاء الله عنك إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله بإذن الله تعالى نحن اليوم والله لما عم نحكي عم نحكي كلام من القلب. تفضل أخي يحيا تفضل. ما شاء الله عليك كش دلال الله يوفيك والله يكون معكم إن شاء الله. والله لا يفجلنا. ربي يسعدك أخي يحيا ما شاء الله عنك. طبعا أنا بعرفك خارج المنزل ولا كان أكيد صورت اللي المنتجات والأهوة اللي جربتها ما شاء الله عليك. طبعا الأخ يحيا مقيم بليبيا فتخيلوا يا جماعة الأخ التأم علي بروسيا الأخ يحيا بليبيا يعني واللي بتركيا واللي بلبنان واللي بألمانيا. ما شاء الله ما شاء الله كلياتنا اجتمعنا على هاي المنصة وعلى هذا السيستم ما شاء الله. يسعد صباحك اخت ام المجد صباح الخير دي اكس ان. يسعد صباحك يا اني والله ابداعتي فقرة رائعة رائعة جدا. ابداع اكتر من رائع أختي الكريمة. ربي يوفقك يا رب. دائما هيك يعني ما في كلام ازيده على كلامك يعني اعطيتي يعني ابدعتي ووفيتي. الله يزيكي والله ان شاء الله مزيد من النجاح أختي الكريمة. ربي يفعدك يا ام صحيبة الغالية. نعم يا جماعة. هالثلاث دقائق اللي يضلوا بدي اسمع بدي اسمع تصبيحات بدي اسمع وين كون. بعتزر استاذي مجد لانه اجاني اتصال طررتة طبعا. صباح الخير اختي تفضلي. ما في مشكلة. الصباح الخير تفضلي. صباح الخير تفضلي. الله يسعد وقتك يا رجل. الله صحيح. صين. صوتك غير واضح اختي الكريمة صوتك غير واضح. والله غير واضح ما بعرف اذا بس من عندي بس انو ياريت تعلي صوتك شوي ويكون هيك اوضح يعني. صباح الخير تحكي من فلسطين انا. انا بالنسبة للمنتجات جربت منتجات كثيرة يعني منها. القهوة. اكثرش القهوة. يعني ما كنت بتاتا بذوق قهوة ولا نوع قهوة. بس القهوة صارت ادمان عندي. قهوة واحدة ثلاثة صارت ادمان عندي يعني. اذا ما بشربها وبذك بسي بحس يومي ناقص بدونها. ما شاء الله ما شاء الله التبارك الرحمن. حتى ابني الكاكاو الكاكاو الصار عنده يعني اوث الاول زحقني ما كان يضوقها. اليوم الصبح اني فاجعني بقول ماما شوفي دي الداشة العلبة تبعت يضل فيها كاكاو. ازمني لاي. يعني صغير خمس اثنان وصار يعرف المنتجاته. صغير ازمني لاي قبل ما يخلص. يعني انا ما كنت بفعلة الميت نقطة عندي لازشهر بس اليوم احبت افعيل من جديد. ازمني الكاكاو الصار و ازمني كحوا يعني قبل ما يخلص من عنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يفتح عليكي اختي الله يفتح عليكي. انتي بالمكان الصح ما شاء الله. بتكسبي ولادك كمان بتكسبي صحتهم بإذن الله. الحمد لله و امراكم سعيد. الحمد لله. طبعا بالنسبة لأولادنا والله يعني انا بنتي بنتي ساعتها صغر نوطة يعني ما عمرها اتشي 11 سنة هيك شي. فوالله بتشاركني يعني بجيب المرطب بتستعمل المرطب. بجيب الصابونة بتتغسل بالصابونة. بجيب مثلا خلاص يا اسمه شهد يعني مقشر البابايا جبناه. طيب قلت له لا هذا خط احمر لهون وبس. مقشر البابايا خط احمر انتي ساعتك صغيرة مستحيل الخليك تستخدمي. البودرة يوميا بجيب ولادي بحطوا البودرة قال هيك. انو ما شاء الله الها ريحة يعني فعلا ما شاء الله. فعصير اليمنزي يعني بيتقاتلوا عليه. يعني كل شي كل شي الحمد لله. ولادنا حبوا هالمنتجات وفعلا يعني هذا الشيء لسه بيخليني اشجع اكتر. انو خلاص اليوم انا مع منتج حقيقي منتج صحي وطبيعي ليش لحتى ما. ما استمر بستمر بقوة باذن الله. نعم ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم. انا عم بدخل كتير ولا ما عم بعطي. انا والله ليكي عندي كتير حقي بس بدي يعطي مجال للأعضاء الجدد. انا اليوم سبحان الله يعني والله شركة دي اكس اين عم تعطينا كتير مزايا. والله منها لان احنا اليوم عنا سيستم شغال. احنا اليوم فينا نطلع فينا روحة مثلا على الحدائق. فينا روحة المطاعم مثلا فينا روحة الاقارب بس الالف الحمدلله. اليوم نحنا عنا سيستم شغال. نحنا اليوم عملنا ناجح. نحنا اليوم عملنا مدى الحياة. نحنا عنا ما شاء الله شركة دي اكس اين عطاقة ما بيخلص لألنا. صباح الخير. نعم ما شاء الله. صباح النور يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. انا ناجحة جد معكم. وحاليا ما بعرف عني كتير بس صار عندي حماس اكثر وابتل اني يكون معكم. وبالتوفيق ان شاء الله لهي يكون الجميع. نعم ما شاء الله. عنك حضرتك جديدة معنا؟ ايه معنا انا من سوريا. وين مقيمة حضرتك؟ مقيمة بسوريا من فترة كوبانية عين العرب. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا فيك. وان شاء الله انتي وصلتي للمشروع اللي عم تبحسي عنه من فترة طويلة. انا واثقة بهذا الشي. متل ما نحنا وصلنا ولقينا غايتنا بإذن الله انتي كمان. الله يسلمك بس بتكو تعلموني نالو انا جديدة ما بعرف شي. اكيد اكيد بإذن الله تعالى. رح تتعلمي طبعا دائما الابلين اللي دعاكك هو اكيد رح يظلم تابع معك خطوة بخطوة. وانتي كمان كتطوع خاص منك لازم تحتري هالتدريبات. لازم يعني يكون عندك انت اجتهات خاص فيك. يعني اليوم الشخص لما بده يجتهد منك لسا يكون افضل وافضل. انا من البرحة معكم صار عندي حماس كثير قبل والله. كثير مششجع لهذا الشي طبعا. ما شاء الله بالتوفيق بإذن الله تعالى. طبعا لما يكون عندك كمان اي السؤال او استفسار ممكن ان شاء الله يعني بنجاوبك بتكون الامور كلها واضحة عندك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباحك يا رب. اتفضلي. معكم جينان كيناني من عكار ربنين. انا بالشركة معكم مضمومة عضو. ان شاء الله بالتوفيق للجميع ونكون السفراء بالعالم. إلا وإلكم. ما شاء الله. أهلا وسهلا فيكي. تسلمي يا رب. انا طالبي طلبية. واليوم او بكرة ان شاء الله توصل. ورح اعرضها للناس اللي هون المنطق اللي عندي واصحابي ورفقاتي واهلي. وان شاء الله بإذن اللي يعني بيمشي الحال. وبيدي شوف اللي بدي شوف المنتج عول الشي علي حتى اقدر اعرض للناس. عرفتي كيف. وعاملي قناة عاملي قناة انا هلأ جديد على التليجرام. رح اعرض عليه المنتج كله واحكي عليه يعني مش مش انه بس بديك تعرضي انت. بديك تعرضي وتحكي لشو. عرفتي كيف. نعم. هيدا هيدا اهم يعني من العرض. بديك تحكي شو صار شو عم بيصير. شو كيف كيف يعني يعني كي يعني كي بدي يقلني وفاهمك انه. بديك مفيد. بديك مفيد. بديك مفيد. بديك عمبي عالم كتير عمي يغدو يجربو. وقف منها الاشياء. عرفتي كيف. يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب. الله يوفقنا كلنا. ونصير من السفراء بالعالم يا رب. صباح الخير وصباح الخير دي اكس اين. الله يسعد لقاتك استاذ نادر اهلا وسهلا. اياكم الله ما شاء الله لهم من الصباح الباكر. كان فيه لقاء اسمه لقاء الصباح الباكر. هذا اللقاء التزم فيه شخص اسمه. اسمه مين بيحزر اسمه. هذا انطلق هذا اللقاء تقريبا انا كنت يعني تابعه. تقريبا من اربع سنوات. او خمس سنوات. اه ما شاء الله. كتبونا. معروض ان التفير له اي محمد استاذ نادر صحيح. فسبحان الله حقيقة كانت لفتة قوية يعني للامانة. شوفوا. اه الصباح نبينا عليه الصلاة والسلام وصانا فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير امتي في بكورها. على ما ما اذكر الحديث. النبي قال خير الامة. كل ما بكرت كل ما الله سبحانه وتعالى رزقها. الخير والخير والرزق بتعرفوا انتو الرزق مو بس مال. الرزق صحة رزق راحة بال. الرزق ان شاء الله تعالى. اه يعني كل شيء بتعرفوا عنه انتو الله بيعطيه للا. الانسان هو رزق. تمام. فيعني الله سبحانه وتعالى بيرزق الناس اللي بتبكر. فانا كتير فخور بهذا اللقاء. وما شاء الله الشخص اللي ذكرنا. اه لؤيا محمد من العراق. السفير وصل سفير ما شاء الله. بالتزامه باللقاءات الصباحية بفريقه حقيقة. فلحنا الآن صارنا منطلقين ما شاء الله مع لقاءاتنا الصباحية. كانت مسائية سابقا. صارنا منيح ما شاء الله يمكن اكتر من ست اشهر بظن. اكتر. فالحمد الله حافظنا على هذا اللقاء الصباحي. وبلشنا نحصد ثماره حقيقة. توسع لدى كل الشركاء بالفريق. يعني هذا اللقاء الصباحي خلال الستة اشهر ما شاء الله. فشفنا كثير رتب طلعت. وهنيناهم مع بعضنا واحتفلنا في يوم باء. له 불 اعطيناهم لقب الفارس والفارس اللي وصلوا. فحرصوا جميعا دائما على انه تكونوا حاضرين بهذا اللقاء ومعكم شركائكم ايضا. حتى معكن على فكرة. مرشحين. يعني اليوم من الزكاء انه يكون في. دائما تفكير بحالة التسويق الاجتماعي لأنه هو هيك أساسه يعني اليوم إذا بدنا ندور على أفضل مصطلح لهذا التسويق هو اسمه التسويق الاجتماعي شلون فيه اليوم شيء اسمه التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي نحن تسوينا اسمه التسويق الاجتماعي لأنه يعتمد هو أساسا على العلاقات ويعتمد على الثقات تمام فلاحظوا اليوم اللي عم تكون علاقاته مع الناس قيبة وعم يكون اجتماعي يعني ينجح أسرع. خلاله في البعض مثلاً بيليو أنا مالي اجتماعي كذلك. إنما العلم والعلم وبشو بالتعلق صح؟ وإنما آآ الصبر وبشو بالتصبر. فهو كل شي بدنا نحصل عليه لحنا بدنا آآ يعني ندخله كمهارة. تمام؟ هي مهارة يعني. آآ وهي عادة. يعني ما ما حدا بيجي من بطن امّ اجتماعي صح ولا نا. وما حدا بيجي من بطن امّ آآ تاجر ولا حدا بيجي من بطن أمّو ولا مدرّس ولا حدا بيجي من بطن امه محاضر. هو كله مكتسب. فاليوم بيحكي لكون اللي بيحافظ على هذا اللقاء صباحي. وبيكون عم يستثمروا آآ مع كل مين حوله. تمام? اليوم السيدة اللي اللي عم تسمعني هلأ. انه جيد جدا آآ ولو كانت جارتك مو مسجلة معي. تعالي حضري معنا ما شاء الله جمعة طيبة من الجاليات العربية. تمام? اسمعي وبتستفادي. آآ عم يحكوا بأشياء صحية وعم يحكوا بالبزنس. ومن بيتك في كتا عملي بوتي معنا. آآ حالة مثل هاي اذا تكررت تبني فريق. تمام? هاي اللي حكيت مع جارتها. هاي اللي حكيت مع آآ صديقتها. هاي اللي طالعت قائمة الأسماء وبلشت تعمل دعوة. وانا بحكي لكم اليوم اللي قاء هاق آآ مو بس حالة تدريبية بل حالة استقطابية كمان. يعني ازا اليوم تم استثماره بالشكل الصحيح هو حالة استقطابية حقيقة. تمام? لان احنا عادي اليوم نتناقش بكل الاتجاهات آآ بشركتنا وبصناعتنا وبطريقتنا وبنجاحاتنا. فهذا آآ اللي حيولد عند اي حدا يدخل معكم حيولد عنده آآ فكرة كاملة افضل وكأنك افضل من انك انت سجلت وعطيت وتدريبات مثل. لانه هاي صار في بيئة حاضنة هون. ليس كذلك فحالة اليوم التسويق الاجتماعي بتعمل نجاح كبير. هلا اليوم ازا نشوف الاسماء يلي آآ نجحت آآ بهذا العمل معنا بالشركة. مثل مثلا آآ الاخت هدى من الاردن. ما شاء الله انا بحكي معها من فترة. اربعة نجوم ماسيين صفيان بتوصل سفيرة. تمام? سيدة مدرسة سابقا متقاعدة. وقصتها ملهمة ترى. يعني هي عبارة عن آآ كانت آآ موظفة ومدرسة. آآ فاتقاعدت. لما نتقاعدت حقيقة آآ وجدت نفسها يعني هي متعودة عن نشاط. تعرفوا انتم المدرس والمدرسة بيطلعوا بكير صباحا في عندهم صداقات زميلات في زملاء عمل في طلاب يعني في بيئة في اجواء. فهي وجدت حالة بالبيت. واجهها المشروع بالصدفة. متل ما بيجينا يعني هذا المشروع بيجي للجميع تقريبا بالصدفة. سعين بالمئة بتلاحظوا انه الناس تعرفت علي بالصدفة. انا واحد من الناس اللي تعرفت بالصدفة عن مشروع. فوجدت نفسها امام فرصة كبيرة جدا جدا. تخيلوا هلا هي من الرائدات يعني اللي اللي عاملين ما شاء الله انجازات كبيرة بدي اكس اي. وهي متقاعدة طبعا. اتخيلوا لو انه اجا هذا المشروع قبل التقاعد. طبعا كلمة لو من الشيطان هي. بس انا مشان هلا بدي غاية عندي غاية وصلة. تخيلوا. ففعليا آآ يعني لما احنا بنقول انه في معنى هلا مثلا شباب. بعمر صغير. هاي اجاكم المشروع والفرصة قبل انه توصلوا لمرحلة وسن التقاعد. ليس كذلك. معنى سيدات كمان ايضا ما وصلوا لمراحل التقاعد. لان ادامكم فرصة لسه اكبر من فرصة الاخت هدى. صح? لان لسه الطريق باوله. ولكن بكل احوال معنى هلا امكن يكون متقاعدين جميل. يعني ان تصل متأخرا خيرا من ان لا تصل. يعني مهم الحمد لله اجا المشروع يلي اساسا نجح في آآ الملايين حول العالم. مشروع عمره ثلاثين سنة ما شاء الله. فطبعا نحنا هلا ان شاء الله تعالى بدنا نرجع رحف فيكم جميعا. وبدنا اه ها وكيدة لبنان نعم. اه صحيح وهي كمان وكيدة لبنان. يعني هلا من جديد اصبحت وكيدة في لبنان. طبعا هاي ثقة عضطها هالشركة بناء على آآ يعني آآ آآ سيرتها بالشركة وانجازاتها. آآ الرعاية. تمام? هي فقرة مهمة لحضراتكم. هاي كل يوم حتكون ان شاء الله تعالى. آآ بتعرفوا برنامجنا اشتوم ماشي? احكي لكم اشتوم ماشي? يش عبقلكون حافظوا عليه? لانه فعليا ماشي البرنامج الصباح يجب انه كل يوم صباحا آآ تفتحوا الكاميرات جميعا وتصورونا آآ منتجاتكم وتفطروا دكسيني. تمام? بتمنى تحافظوا عليها الفقرة الصباحية هاي مع شركائكم. هاي هتعمل ان شاء الله تعالى آآ زيادة بالثقة بالمنتج. آآ وايضا هتعمل حالة اجتماعية طيبة مع آآ يعني مع حضراتكم ومع المنتج. ايضا لح يكون آآ بعد التسعة ونص فقرة الرعاية هي خاصة بالجدد. يعني اي شريك معاك جديد احنا ان شاء الله تعالى لح نعمل رعاية آآ شاملة يعني جماعية للجميع. فآآ آآ دخل معنا الكوتش خاليد. بتمنى تاخذ اسئلة الاخوي الجدود تمام اللي عنده سؤال تجاوبوا. تفضل كوتش خاليد. لح اعطي حضرتك كمان. اذا بدك تعمل مشاركة اخبرني. آآ طيب خليني بس اعطي. تفضل. تفضل كوتش خاليد. السلام عليكم ورحمة الله. حقيكم الله جميعا. الصباح الخير. الصباح النور. صباح الخير. حقيكم الله. كيف الهمة. كيف الهمة. كيف الهمة. الاشخاص اللي معنا جدود. ما شاء الله صباح الخير. الحمد الله. الهمة بالقمة. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله عليكم يا رب. طيب موقع الاشخاص اللي معنا جدود. اذا في مجال. اذا بيكتبونا رقم واحد. اذا بيكتبونا رقم واحد بالشاط. بالشاط موجود يعني رسائل موجودة. اه موجود كاف تحت. موجود ثلاث نقاط تحت. اذا بيكتبونا رقم واحد. ممتاز ممتاز ممتاز. في معنا اشخاص جدود كثير. ما شاء الله. انا اول مرة بشارك. استاذ دحاء. استاذ محمود. استاذ خالد. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. اه. بدي اطرح شوية اسئلة. على الاشخاص الجدود. وكبان اذا عندهم اسئلة. اذا حدا عنده سؤال. ايه. قطعنا بشكل. يا هلا اخي الجمعة. ايه. قطعنا بشكل مباشر. تمام. مشان نطرح سؤال ان شاء الله. فبالنسبة الاشخاص الجدود. يلي دخلوا معنا. اه. يعني نحن نعرف بانه دخلنا بهذا المشروع بدون رأس مال. بدون خبرات. بدون مؤهلات. وبدون شروط ابدا. وهذا المشروع بيعطينا ارباح والله العظيم اكثر من اي مشروع موجود على ارض الواقع. نحن كنا باجتماع مبارح لمساء. مع فريقنا. فكنا عم نحكي وصلنا يعني على خطة بانه انت بتوصل بهذه العمال. يعني شرحنا خطة معينة. يعني مثال فقط من الامسلة بانه انت بتوصل لعرباح اكثر م 5000 دولار. يعني هذا fue مثال فقط. فعلتونه هل انت بتكون تفتحوا För attente مشروع على ارض الواقع. رأي ما بتكون تحطو رأسمال مشان تحصلوا 5000 دولار من يكتب لنا بالشاط? مشان تحصل 5000 دولار على ارض الواقع على مشروع معين على ارض الواقع ماذا يريد أن تضع رأس مال؟ من يكتب لنا بالشاط؟ من يعرف؟ أقل شي مئة ألف ممتاز ملايين أستاذ مصحب أقل شي ألف دولار لكي تحصل خمسين ألف دولار يريد أن تضع ألف دولار؟ عندي سؤال عيد السؤال، السؤال هو أنه بالمشاريع الموجودة على الأرض الواقع إذا شخص يعني يريد أن يرباح مثلا خمس ألف دولار شهريا إذا الشخص выз inflammatory على خمس ألف دولار شهريا ما يريد أن يحط رأس المال بالمشاريع الموجودة على الأرض الواقع؟ المشاريع التقليدية ممتاز ما نوضع منولدق م مليون دولار ممتاز 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 يعني الأجوبة متفاوتة ولكن صراحة صراحة بشكل منطقي مليون أربعة مليون عشر أضعاف العدد ممتاز عشر أضعاف العدد الشخص هذا الشاب ما شاء الله جواب الجواب الصحيح أقل الشيء أقل الشيخواني أخواتي لكي أنت مليون دولار ثلاثة ألف دولار ممتاز يجب أن يستثمر أمواد ضخمة ممتاز المنطقي أخواتي بشكل منطقي وبشكل طبيعي أقل الشيء أقل الشيء لكي تحصل خمسة ألف دولار يجب أن تحط خمسين ألف دولار عشر أضعاف هذا الشيء معروف بالمشاريع تمام فإن أنت تحط خمسين ألف دولار لكي تحصل خمسة ألف دولار نحن ندخل بهذا المشروع بدون ما تحط أي شيء أبدا بدون رأس مان نحن دائما نقول بدون رأس مان يعني 100 نقطة تبعك أنت ممكن تسوقها ممكن تسهلكها وفي كثير طرق تمام فتحصل خمسة ألف دولار بدون ما تحط ولا شيء أبدا فهي الرقم العضوية الذي حصلت عليه هذا الرقم العضوية الذي حصلت عليه بشكل مجاني فسعره بشكل منطقي إخواني أخواتي سعره بشكل منطقي إذا وصلت أرباحك لخمسة ألف دولار فسعره خمسين ألف دولار فسؤال سأترح سؤال على الأشخاص الجدد نحن بهذا المشروع هل في حدود هل في حدود للأرباح إذا عندك سؤال تفضلي إذا ما عندك سؤال أتمنى فترميك إيه بس أستاذ حبيت صبع عليكم يصعد صباحكم جميعا الله يكرميك ربي هلو أستاذ رغيضة ممتاز سلام ما في حدود ما في حدود للأرباح بهذا المشروع أرباحه مفتوحة حسب جهود الشخص ممتاز أختي الكريمة ما شاء الله عليك يا رب صباح النور صباح الخير ما في حدود للأرباح أبدا ما في حدود للأرباح أبدا طيب إذا نحن بدنا نصاعر رقم العضوية إذا رقم العضوية تمام بدنا نحط تمنى هذا الرقم العضوية برأيكم أنت ورقم العضوية ما الذي يساوي ما الذي يجب أن يكون سعرها بما أنه نحن ما في حدود للأرباح هذا رقم العضوية كم يجب أن يكون سعر إذا بدنا نحن نشترح من الشركة لا تقرن بسعر 100 دولار لا أكثر أستاذ محمود أستاذ أم محمود عائشة بس أنا بس أنا بس أنا بس أنا أستاذ أستاذ وعدنا على المشروع فعلنا العضوية أخذنا ب100 دولار منتجات يعني 100 لا أستاذ أستاذ عائشة نحن مثلا إذا السفير الملكي أرباحه أكثر من 60 ألف دولار تمام فهو هذا رقم عضوية هذا رقم عضوية بس تسمحولي أحكي تفضل رقم العضوية لا يقدر بيتامن لأنه بونس الأرباح غير سابت متنامي يعني حتى السفير الملكي إذا نعرض عليه باعة رقم عضويته ما رح يبيع لأنه بونسه ما نسابت قابل للتزايد نعم أستاذ أيمن ما شاء الله عليك يا رب أستاذ خالد كان عنده مداخلة تفضل السلام عليكم سلام عليكم أنا بدي أسأل الأخت اللي قالت بمية دولار من بعض أظن هي ما عرفاني شو معنى السؤال تبعاك ولكن هسأل السؤال بتبيع عضويتك هلأ بمية دولار أنا بشتريها لا أنا في الأول ما فهمت أخي السؤال على السؤال لا ما فهماني السؤال على السؤال مبالي أنا أول ما واحد بيدخد مش قد يبلش هيك أنا ما بتتقدر بتمان تمام حبيت عالج على الموضوع أنا بس أنا هيك لن نكتب تغيير جو الله عطيكم العضوية عطيكم العضوية وعطيكم العضوية جميع نعمل مداخلة صغيرة رقم لا يقدر بسمن إخواتي رقم العضوية أنا بعتبره هيبة من الله عز وجل الله وهبنا لحتى نغير من حياتنا حتى نختلط بهك مجتمع صباح النور حتى نختلط بهك مجتمع راقي حتى نختلط مجتمع إيجابي حتى نختلط بهك مجتمع نغير من نظام حياتنا كل خليه كله إيجابي كله فرح كله سرور بإذن الله تعالى كله طمأنينة آآ لاحظوا أخواتي كل ما تقدمنا بديوك كلمة عاملزداد إيجابية كل ما عاملزداد علم كل ما عاملزداد معرفة كل ما عاملزداد آآ تواصل مع ناس ما منعرفها ما منتقع بحياتي أنا 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 أعضاء حول العالم باثنين وعربين دولة عدد فريقي الآن ستة آلاف شخص يعني سبحان الله يعني أنت تطلع هيك تلاقي تلاقي نفسك أنت صار عندك متغيرات خلال سنة سنتين آآ ما كنت متوقع قبل هلأ يعني سبحان الله التجديد الإيجابية الناس الطيبة اللي عم تعرف عليها أنه حقيقة مشروعنا أساس خالد ما بيثبت فيه إلا الإنسان الطيب فيه مئة وخمسين شخص والكل وقف ليش لأنه كان نفس يعني كانت نية للأسف أنه مكسب المادة والشخص الإنسان اللي بي يفوت بهدف مادي ما بيتوفق لازم يكون هدفك لله عز وجل لازم يكون عملك هذا لله وإنت حتوجر عليه في الدنيا والآخرة إنت حتوجر عليه على الحالتين فانوي انوي خلي نيتك لله مشان تكسب الأجرين هاي هي مدخلة صدقائد عز وجل المقافعة صباح الخير مدخلة شوية صغيرة بحار اللي يزيك بخير يا رب تفضلي إختي جينان تفضلي أهلا فيك خي خالد مش الفكرة أنه نطلع مصاري فلوس وينصير من عالم المليون يعني الفكرة هي السئة بدك تعطي السئة للناس توسق فيك حتى تدخل معك حتى تطلع هالشي بعدين بيجي المصاري أهم الشي السئة بدك تعطي السئة للناس خير وإذا موسيت بهاي الشركة بـ DXN ما فيك ما فيك تمشي أبدا يعني أهم الشي السئة عرفت كيف فهمت لي نعم أستاذ جينان نعم يعني أنا عم بشتغل عم بشتغل لهالموضوع أنه العالم توسق فيني عم فوت عم بطلع عم بحكي بالشركة DXN وعم بوسق الناس إذا ما ووسق مستحيل نقدر نوصل مستحيل يعني أنا مشينية طيبة ووسي بس توسق الناس فيك تلقائيا خي تلقائيا بيفوتوا معك أعضاء بيشتروا منك يعني من هالقبل هيدا هيدا كل القصة شكرا لألك شكرا للجميع والله يوفق الكل الله يكرمك يا رب السداء جينان ما شاء الله عليكم يا رب السؤال اللي أنا طرحته في أحد الأشخاص كتب بتعليقاتي بأن الأعضاء الجدد ما فهم سؤالي أو يعني ما توضح هندون سؤالي أول شي إخواني أخواتي رقم العضوية هو الكود يلي أنت بتحصله لما بتكون تسجلت بالشركة يعني أول ما يتسجل الشخص بالشركة بنعطيه رقم عضوية يعني عبارة عن كود هذا الكود مكون من 9 أرقام هذا الكود مكون من 9 أرقام فهذا يلي أنا أحكي عنه هذا عم ناخده من الشركة بشكل مجاني ولكن نحن بالمشاريع الموجودة بما أنه نحن ما في حدود للأرباح إلا نحن بالشركة فمعناتها هذا رقم عضوية لا يقدر بثمان إذا بدنا نبيعه بالسوق إذا بدنا نروح مثلا للبنوك يعني مثلا البنوك الاستثمارية تمام إذا بدك تبيعه نعم الكود مؤلف من 9 أرقام نعم هذا هو الكود المؤلف من 9 أرقام هذا رقم العضوية اللي أنا أحكي عنه إذا أنت بدك تبيعه تمام بما أنه إذا أنت أرباحك غير محدودة لا في حدود للأرباح فهو لا تسعره بثمان إذا حدا قال لك بدي أبيع لك هذا رقم عضوية إذا حدا قال لك بدي تبيعه شاءد ما أعطاك مصاري ستكون أنت خسرا ستكون أنت خسرا إذا أعطاك 60 ألف دولار أنت خسرا أعطاك 100 ألف دولار أنت خسرا أعطاك مليون دولار أنت خسرا تمام لأنه هذا الرقم العضوية لا تتوقف فيه أرباح يعني إذا في الملك مثلا 60 ألف دولار في أشخاص وصلوا 100 ألف دولار تمام ولكن هذا لما تورد لأولادك ممكن يوصل ملايين الدولار لما تورد 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 لأولادك يوصل لملايين صعب أو غامج على الأعضاء الجدد ولكن سؤال مهم جدا نعم ما شاء الله عليكم يا رب طيب بالنسبة للأعضاء الجدد ليس المال فقط السبب كمان مثل ما حكينا بأنه أنت بهذا المشروع تستفيد بالدنيا وبالآخرة تستفيد بالدنيا وبالآخرة لأنه كمان هذول المنتوجات اللي أنت تعطيهم لأي شخص بالتعالج من مرض معين أو من مشكلة معينة أنت لك أجر بهذا الشي كمان شخص بأن يجيب له وظيفة أو يجيب له عمل أو يجيب له مشروع بشكل مجاني مشروع بشكل مجاني ما في لا في حدا يجيب لك مشروع بشكل مجاني غير هذا المشروع كمان أني إليك أجر على هذا الشي زائد لك زائد ولكن لا تحسين سعي الزوجة هي سعي الزوجة من ناحية المادية مثلا ولكن سعي الزوجة و تتطلع على الشارع و تشتغل بالورشات و تشتغل بالمطاعم و تشتغل عند الناس كمان ما يزبطه فلما انت بتجيب له هذا المشروع وهذا المشروع يعني هم تدخل منه مصاري و تربح منه و هي معززة و مكرمة و موجودة ببيته هي محترمة فانت كمان إلك أجر لا يعد ولا يوصف أبدا على هاي السيدة اللي انت دخلت لهذا المشروع ياريت المنتجات اللي بتدعموها كرمان نعرفها و نسوقها ممكن نعرف وين موجودة كل واحد حسب البلد موجود فيه سوفيان يا هلا أخي سوفيان بالنسبة للفقرة الصحية رح نشرح فيها المنتجات إن شاء الله بظن الفقرة الصحية رح تكون بعدي أنا بشكل مباشر يعني تقريبا بعض ربع الساعة تمام لا والله بعض ربع الساعة رح يبلش الأستاذ نادر وبعدها رح تكون الفقرة الصحية الساعة عشر و نص ساعة عشر و نص رح تكون الفقرة الصحية مشال إن شاء الله رب العالمين تتعرفوا على المنتجات أكثر وبالنسبة للمنتجات موجودين بجميع دول العالم لأن مكاتب الشركة موجودين بجميع دول العالم يعني تصوروا سوريا يلي الوضع كتير صعب فيها موجودين كتير مراكز للشركة موجود كتير نقاط بيع تمام يعني بتوصل هاي المنتجات لأي عنوان أنت بيدك إياها تمام أستاذ سوفيان يعني الشركة بتوصل المنتج لأي مكان أنت بيخطر ببالك لعنوان الزبون مثلا إذا الزبون كان مركز الشركة بعيد عليه يتواصلوا مع الشركة من خلال رقم الواتساب يعطيهم الزبون لعنوان للشركة الشركة بتجيب له المنتج لعنده على بيت بتجيب له المنتج لعنده تمام؟ إذا في سؤال كمان من عند الأشخاص الجدد عذرا أستاذ بس عندنا بسوريا في مشكلة بالمشروع وغلاء المنتج مقارنة بمنتجة ثانية لا أستاذ محمد ليس هو المنتج الغالي بسوريا لا سوريا تمام؟ المصاري بسوريا هي ما لا قيمة أما المنتجات سعرها خمسين دولار ستين دولار بجميع دول العالم أي مكان بطرف رحت على كندا خمسين ستين سبعين حتى المئة دولار رحت على أوروبا رحت على المغرب على تونس على الجزائر سعر المنتجات تقريبا موحد يعني أقل من مئة دولار تمام؟ بجميع دول العالم فسوريا المدخول مدخول موظف حسب المشاكين الموجودة بسوريا المدخول نعم لا يصح التشبيه بالغالي برخص فالمدخول بسوريا القليل تمام؟ هو سبحان الله الذي يبين بأن المنتجات غالية أما سعر المنتجات واحد سعر المنتجات سعر واحد أستاذ الكريم وإضافة لحديثة كوتش خالد منتجات نفس السعر عنا بتركيا بس لأنه عم بيصير شحن من هون لسوريا عم يدفعوا عليهم أجور الشحن، الضرائب هذا الشيء اللي عم بيخلي المنتج غالي بالنسبة لسوريا لا فيه منتجات بحلب بتحسنوا تشتروهم بالشام بيشحنوا لكم يا هون لحلب المنتجات متوفرين بالشام فيه رقم أخ اسمه أبو أبو محمود بعطيكم إياه إذا بتكون تواصلوا مع الأستاذ نادر وبعطيكم الرقم والمنتجات متوفرة بالشام وبتنشحن لك كل المحافظات السورية نعم الصداق إيمان ما شعاله عليك يا رب بالنسبة نحن 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 نحاول نلاق لك المشكلة نلاقي لحلب إذا لمو موجود بحلب مو ضروري تأخذ بحلب بتتواصل مع الرقم الموجود الجانبه بيجيب لك على حلب تمام نحاول شوي نكونوا إيجابيين ونحاولوا شوي كل مشكلة موجودة نلاقي حل هاي المشكلة تمام فيه كمان سؤال بما أننا هدفنا هو التصويق كيف ممكن أمدح المنتج وأنا مش مجرب إذا أمكان عينات للأعضاء وخاصة الجدد لكي يكون هناك مصدقية بالطرح ما بتزبط أخي سفيان ليش لأنه بالشركة موجود أكثر من 17 مليون شخص إذا الشركة 17 مليون شخص أول شيء عم تعطيك الشركة مشروع مجانا فنحاول شوي نكون منطقيين عم تعطيك الشركة لما الشركة بتوصلك هذا المنتج لأي مكان بالعالم هذا لحاله إذا أنت بدك سوي هذا الشيء بدك تصنع منتج وبدك توصل لأي مكان بالعالم والله بدك تدفع جمارك وبدك تدفع سجل تجاري ومعرف محاسبين وشغلات كلها وجع راس لا يوصف أبدا مشان تحسن أنت توصل هذا المنتج لجميع دول العالم الشركة بتوصلك يا للمنتج لأي مكان بالعالم بشكل مجاني مشان تحت Medicine نعم بس سواء بدك كمان المنتج بدك كمان الشركة تعطيك المنتج بشكل مجاني بشكل مجاني بعناته ما يعني بتعطيك المشروع بشكل مجاني بتوصل لك بشكل مجاني وبتعطيك المنتج كمان بشكل مجاني لا تزبط أخي أخي سوفيان تفضل إختي الكريمة اه تفضل اختي الكريمة استادة زهرة فتحت المايك بالغلاط بظن ما في اي مشكلة اه في سؤال كمان استاد اكيد السعر واحد بس مثل ما قالت لانيسا حاليا نعم ياريت استاد بس نراتب الموظف بشهر كل ما بيطلع مية دولار لهيك اي نعم استادة زهرة حالة مثل ما انت لك المشكلة بالبلد ليست المشكلة بالشركة ليست المشكلة بالمنتج وحاولوا اخواني اخواتي لا تركزوا على المشاكل ركزوا على الحلول تمام بما انه بسوريا مثلا الوضع ما بيسمح ومع انه والله انا في عندي شخص بسوريا اسمه استادة مهند والله عم ببيع المنتجات بسوريا والله العظيم كل شهر عم ببيع اكثر من مية نقطة والله العظيم كل شهر عم ببيع اكثر من مية نقطة هو موجود بسوريا وعن ببيع المنتجة بأرواح بسوريا تفضلي تصديقا لك بعد إذنك بعد إذن جميع كان عندي عضوة بدمشق كانت تشتري علبة الأهوة وتبيع الظروف بالفنجان تبيع الظروف بالفنجان هاي وحدة وكانت تشتري مثلا الصابونة تقسمها 8 قطع وتبيعها فاللي بده يشتغل بيشتغل سبحان الله سوريا الآن للأسف الظرف الاقتصادي اللي فيها والحظر الاقتصادي عليها مخلي للأسف سعر الصرف شوي عالي فاللي بده يشتغل إخواتي بيدور على الحلول المطمئة والإستاذ خالد هاي نقطة نقطة ثانية بإمكانك أنت تشتغل على يعني الشروحات المنتج وتحاول تجيب منتج واحد بأي شكل وبأي طريقة تتجربه وتشتغل عليه يعني يشتغل على منتج واحد فاللي مسويجة سألوه بمؤتمر انطاليا إنه كيف الواحد بده يشتغل على ميتين وخمسين منتج بميتين وثمانين منتج قال له لا ما في داعي أنتو الشباب إذا بتشربوا قهوة وبتسوء أصحابكم أصدقائكم وأصدقائكم بسوء أصدقاؤهم أنت بتصير مليونير أوسلر الفلبيني الآن أظن تجاوز البونس 700 ألف دولار سألوه كما بمؤتمر انطاليا قال انت شنون اشتغلت على وصلت لهون طبعا كان معدنه مفقير ما معرفت بتعرفوا أصده ولا لا أصده طويلة شوي فقال أنا أعرضت بحياتي كل تلت منتجات القهوة السوداء المعجون الأسنان والصابونة ثلاث منتجات أخواتي يشتغلوا على منتج واحد بمشي الحال يعني اللي بده يشتغل بيشتغل أخواتي اللي بينظر للعمل بإيجابية وبيدور على الحلول بيلاقي لكن إذا بك تحط العقبات قدام كل عمل بدك تأقدم عليه لحظة الوقت في محلك شكرا السيد صالد الله يكرم بسك كمان ملاحظة على هذا الموضوع اللي بده يشتغل يشتغل في أحد البلدان بالصراحة أنا ماني متذكر الاسم بالضبط شو هي اسم الدولة أو البلد متوفرة فقط منتج السيبرولينا بظني عندكم فكرة عن الموضوع منتج السيبرولينا هو الشي الوحيد المتوفر عندهن فاشتغلوا عليه ما شاء الله رتاب عالي بنص أرباح كبير فالإنسان إذا بده يشتغل بيشتغل حتى هلأ نحن مجال التسويق أنا بقل له ركسوا على منتج واحد منتج واحد اشتغلوا عليه كل مرة نعم صحيح اشتغلوا عليه ما شاء الله وكان عنه ودخوصوا مسيين ما شاء الله وكان ما شاء الله فاليوم اللي بدي يشتغل أكيد أكيد بيلاقي الطريق بيقولها كيف كان بيقولها من أراد النجاح أو جد السبل أو هيك شي ففعلا الإنسان بده يشتغل عن أخص صحيح الله يعني عافية الميعان وصباح الخير دي اكس اين مجددان شكرا للكوتش خالد على الفقرة قيمة وشكرا لكل المدربين منذ الصباح ما شاء الله شكرا لكل الحضور طبعا الآن يا جماعة الخير بدي تشكر أيضا كل من نعمل مداخلة من الأخوة والأخوات طبعا الآن بدنا ننتقل لفقرة شو هي الفقرة تبولي بالشات متابعين برنامج فقراتنا ولا معاشين هيك فقرة الصحية فقرة الصحية صح لا هي مو حزيرة على فكرة هي محمد الله يبارك كتبونا بالشات كتبونا بالشات شوف قراتنا هلأ كتبونا بالشات لنشوف مركزين بالبرنامج تبعنا كل يما من نزلوا على فكرة البرنامج شكرا نيوه يا سلام فقرة ASP حلو طبعا مثل ما لاحظتوا هذا البرنامج حطيناه تقريبا من كم يوم تمام كان في عنا برنامج مشابه لأله قبل رمضان وبرمضان كان في برنامج مشابه لكن شو عملنا لحنا لحنا عم نحاول نغطي لكم يوميا كل احتياجاتكم الله يبارك فيكم حياكم الله جميعا شكرا اللي عم يكتوك كلام طيب لاحظوا ليش عم نغطي لكم كل احتياجاتكم لأنه باستمرار باستمرار يعني انت اليوم أخي الجديد معي أو الأخت الجديدة انت الآن ممكن مثلا خلال شهر معنا تعضي كل المعلومات بس لكن انت باستمرار بحاجة هذه المعلومات دكتوري لي كوتشنادر كيف خلص أنا تعلمت تروني نجاوبه مثلا إذا إذا حدا فكر بهالأسلوب إنه كوتشنادر لحنا البرنامج خلص تمام أمورنا بخير شهر خلص كل هاتنا تعلمنا الموجودين طعم ليش نكرر شو الاستفادة بالنسبة لك انت بعد ما تتعلم إنه لحنا نظل نرجع نعيد هاي البرامج شو الاستفادة شو مين بفتح مايك و بخبرني شو الاستفادة هلا أول شيء أول شيء سيد نادر تفضلي تفضلي سيد عايشة الاستفادة بتتقوى معلوماتنا والأعضاء الجدد كمان بترجع بتنعاد عليهم الفكرة أيوة طيب كمان مين كمان بشاركنا شو الاستفادة إنه لحنا لازم نظل منتظمين ببرامجنا التدريبية باستمرار يوميا هو كمان لازم العمال يكون مستمر يعني ما في حدا بتوقف العمل بس بدي أنا المستهدف يعني هلا إحنا مثلا موجودين مع بعضنا هلا تقريبا شريك وشريكة بدي أنا المستهدف من المسألة طب هاي الخمس سرين أخي خلص تعلموا شهر وتعلموا ليش ننظل إحنا ملتزمين تدريب الأعضاء جدد يدخلوا أفضاء جدد برافو رائع طب دول الأعضاء جدد بيكونوا بين فريقك صاح أنت تعلمت بس ما بدك تأهلي فريقك كمان هذا هو صح كمان كمان ما شاء الله عنكم حيث وإحنا أساسا نعرف يعني هدف استمرارنا بتقديم فقرات نوعية باستمرار وبجودة عالية على فقرات يعني حتى هلا أنا عامل مع المدربين عم نرفع جودة التدريب إن شاء الله فإحنا لازم نقدم معلومة بجودة عالية ما بس مثلا فايتين نحنا يعني نتعرف على بعض نحنا فيه عن الفقرات اللي عم تكون بالبداية فيها مرحبا وأهلين وفيها نشوف منتجات وكزا يعني مثل نوع من التسخين تبا ولكن لازم يوميا نحص على معلومات صحيحة طيب ما بدي طول عليكم بس حبيت نوه بدي أحكي مع حضراتكم عن نظام الأرباح ASP بحييكم جميعا الله يزيكم الخير اللي عم يشاركونا بالشاتف نظام ASP يا سادة يا كرام الله يا ربي هيك يعطينا الوقت ويبارك إنه بلوقت حتى كمان يتتسعنا لأنه حتى الشركاء مع منتبه يعني مثلا كوتش خالد فات بفقرتي عرفتم مبارح أغدت فقرتي كلها كوتش إيمان فايك الله يا ربي هيك يجعلنا ملتزمين كل اياتنا مشان ما يروح وينهدر الوقت طيب حلا كل أحوال شركاءنا بالنجاح وشركاتنا نظام ASP هو نظام مستحدث شركة DXN اطلقته بداية عام 2024 هو خلاصة لأ يعني تجربة طويلة جدا مع نظم الأرباح لأنه DXN مو بس نظام أرباح واحد بالمناسبة عدة أنظمة أرباح فيه عندنا نظام الميت نقطة الأساسي وفيه نظام IOC ومجاين عليه إن شاء الله نركز عليه ونحكي عنه كمان أيضا وفيه عندنا نظام ASP حديثا وسابقا كان فيه نظام اسمه DSP DSP تمام ASP هو نظام مطور شامل يعطيه حقيقة ميزة قوية لكل عضو جديد دخل للشركة تمام ونوصي فيه بشدة وبقوة القوة نظام ASP إنه الشركة تعطي أرباح عالية منذ البداية يعني هو بالنظام الاعتياضي الافتراضي الأساسي يبدأ العضو بستة بالمئة تمام يبدأ بأرباح ستة بالمئة كلما توسعت نقاطه ونقاط فريقه كلما زادت نسبة أرباحه بالشركة إلى أن يصل أول ركبة بالشركة ومن ثم بتبلش بصعاد رتب أخرى فنظام ASP هو نظام الأرباح السريع تمام فهن نعالج مسألة كانت قائمة دائما إنه كل الناس تبحث عن الربح الكبير من البداية تمام فبتلاحظوا يعني بتشرحوا لشخص المشروع ممكن يكون مثلا هو بحاجة هلأ العمل يعني بقيل لك أنا بحاجة وظيفة بس أنا افتح بيتي حقيقة بالنظام الافتراضي غير متاح أنه مثلا يعمل من أول شهر فرضا فرضا راتب بموظف يعني 500 بلور أقل شي بس أنه يكمل مع المشروع عارف أنه مشروع الثراء بس هذا النظام على فكرة قادر اليوم عضو جديد يعني مركز بالعمل بين قوسين جاد بالعمل عم يشتغل بانتظام يوميا مع الشركة قادر أنه خلال شهر واحد من دخوله يعمل عادي مثلا يعمله 300 400 500 دولار لأنه هو نظام أرباح مضاعف يعني بدل ما تأخذ 6% حتأخذ 60% إذن بدل ما تأخذ 6% حتأخذ 60% طبعا هو نظام 100 نقطة ذاته نفسه يعني أنت حتحقق 100 نقطة فعليا بس تحقق بنظام ASB النظام هذا متاح في تركيا ومتاح في أوروبا ومتاح في أمريكا ممتاح في الدول العربية حاليا أو بعض الدول الأخرى ولكن هل يأترى الآن المقيمين في الدول العربية ما بيحسنوا يربحوا هاي الأرباح الكبيرة من البداية طبعا بتستطيعوا لأنه أنت مع شركة عالمية فبإمكانك أنت وموجود ببلدك الآن منين حضرتك تتابعني مثلا من لبنان فعام عضويتك مسجلة على لبنان بإمكانك أنك أنت تتوجه وتستقطب في تركيا من الجاليات العربية واليوم الانترنت طبعا بيسهل عليك هاي العملية إمكانك توجه يعني خليني يقول أنا استهدافك بتركيا إمكانك توجه استهدافك للجاليات العربية الموجودة بأوروبا فالعضو الجديد يلي بدخل معك من هاي الدول اللي فيها ASP لح مجرد ما حقق هو ASP لح تحصل أنت على ستين بالمئة أرباح طبعا ستين بالمئة أرباح من قيمة أرباح الباقة اللي هو يستهلك تمام يمكن مثلا يشتري باقة بقيمة 200 أو 300 هذا يعني قيمة الباقة هاي في عليها شيء اسمه SV هو قيمة أرباح كامل المنتجات أي قيمة الأرباح بتشاركك الشركة بنسبة 60% ففعليا ممكن تستطيع تعمل 500 أو 700 حتى أكتر إذا كنت أنت مشتهد تعم بي مشتهد بشرح الفكرة ومشتهد تدربون تعرفون على المنتجات ويستهلكوا من الشركة نظام الاس بي نظام مالو صعب ولكن عنده شوية شروط بما أن الشركة أساسا عطت هذا يعني أو خيني أقول عطت هاي الميزة العالية جدا أنك تاخد أرباح سريعة وكبيرة من الشركة ففعليا وضعت شروط على هذا النظام الشروط هي على الشكل التالي الشروط أنك لما تدخل بنظام الاس بي سيكون عندك فترة تمهيدية خمسة أشهر بتمنى الجميع يكون معه دفتر دكسيني هلأ مثل ما اتفقنا لازم يكون في دفتر دكسيني لتنوية الملاحظات يعني هاي الملاحظات التي تنذكر باللقاء كثير مهم لأنه الإنسان ينسى بعد اللقاء تنسى أمور أنت حتنسى فبتمنى يكون في دفتر دكسيني ما تسجل كل اللقاء نحك ولكن الملاحظات الهامة هلا هأذكر ملاحظات هامة لازم تفهم حضرتك لازم تفهم حضرتك عشان ما يصير معكم أخطاء بالعمل ويصير عندك مشكلة بالأرباح وتقول أنا طلعت ما لي فهم عن الخطة فنظام الاس بي في عنده شروط يا سادة يا كيرم تمام في عنده شروط أنه أنت الآن بدك تتقاضي أرباح عالي ولكن في عندك هدف بدك تحقق فأنت مجرد ما دخلت بهذا النظام نظام الاس بي الشركة بتعطيك فترة اسم الفترة التمهيدية اسم الفترة التمهيدية خمسة أشهر الدول خمسة أشهر يجب أنك تسجل فيهم خمسة أعضاء يعني بمعدل عضو كل شهر هذا بالنسبة للمسجلين بعام 2024 بالنسبة للمسجلين قبل عام 2024 مجرد ما دخلت بنظام الاس بي وفعلته لح يكون عندك الفترة التمهيدية ثلاث أشهر بدك تحقق فيهم ست أعضاء بدك تحقق فيهم ست أعضاء تمام سجلتوا المعلومة هاي مهمة لكم هاي كمان أنا لح أبلش نوه معكم عشان نعرف حالنا شكرا ماشر تمام فإذا في فترة اسمها التمهيدية اكتب الفترة التمهيدية بالنسبة للعضو المسجل ب24 خمسة أشهر بدك تحقق فيها خمسة أعضاء بالنسبة لل المسجلين قبل 2024 الفترة التمهيدية تبعك مجرد ما دخلت هذا النظام وفعلته عندك فترة التمهيدية ثلاث أشهر بدك تحقق فيهم ستة أعضاء طبعا الست أعضاء اللي بدك تحقق أول الخمس أعضاء بالنسبة للجدود خلينا نحكي عن الجدود الخمس أعضاء هدون خلال خمسة أشهر يجب أنه يكونوا مسجرين عليك مباشرة أنت مسجل لن شركاء يعني ليس مثلا محمد سجلت ومحمد سجل شخص وهذا ينحسب لك رقم اثنين لا لازم تكون مسجل مباشرين عليك على اسمك أنت بالشركة ويجب أنه هدون اللي سجلت يحقق كل حدا منهم يحقق حزمة ASP واضح ما هيك يجب أنه كل واحد منه لأنه منطقيا إذا سجلت فقط اسماء على السيستم هذا سهل هلأ أنا وإياك منسجل عشر على السيستم بدون ما يعملوا أي شيء أما هو الهدف تحقيق ربحي بنا نحقق ربح للشركة لكي نشارك بهذه الأرباح تمام فخمسة أعضاء فعالي طبعا كمان نموهوا لي على ملاحظة يشعب لكم نسجلوا أنه لن تحفظوا هاي الأمور حفظ كمان أيضا خلينا ننويه على ملاحظة أن العضو اللي بتسجلوا مثلا سجلتوا بشهرنا الحال نحن بالشهر أربعة تمام الشهر الرابع 2024 سجلتوا هلأ مثلا يجب أنه يفعل هذا الشهر السجلتوا هذا الشهر وفعل الشهر الجاية ما بينحسب من ضمن الهدف تمام واضحة ليش عبقلكم أنه سجلوا وركزوا لأنه ممكن يصير معك خطأ تسجل مثلا العضو هلأ هذا الشهر أنت تحقق الهدف وتدعم وتدرب وكذا ولكن لا تضبط موضوع أنه يجب يحقق هذا الشهر يحقق الشهر الجاية وإن تحسب ه من ضمن الخمسة بعد من للأسف ستخسر ميزة الربح السريع لأنه لا يوجد مجال مع الاس بي أنه يكون في أي خلل هذا نظام الكتروني سيحسب لك عدد أعضاء وإن تفعل كله مبرمج برمجة لن يكون منضبط أنت بالهدف لن تظل تحصل على الأرباح العالية تمام طيب فإذا خمسة أعضاء لخمسة أشهر طيب خلصت الفترة التمهيدية تمام سيكون عندك الهدف التالي أن يعطوك خمسة أشهر لأنك أنت متدرب ولكن الهدف التالي سيكون عندك بعد الخمسة أشهر بحسابات الشركة أصبحت فاهم العمل وعرف كيف تشتغل لحيصير عندك كل شهر يجب أنك تسجل ثلاث أعضاء مباشرين عليك يحققوا 100 نقطة يعني الـ ASP يحققوا 100 نقطة أو الـ ASP على فكرة يعني هنين بالنسبة لألون غير ملزمين بتحقيق ASP ممكن يحققوا 100 نقطة أو ASP تمام ينحسب لك هذا من ضمن التارجيت ينحسب لك من ضمن التارجيت طبعا إذا حقق 100 نقطة عادية تمام أرباحك ستكون ضمن الخطة الافتراضية إذا حقق الـ ASP ستحصل على أرباح الـ ASP كمان سجلوها تكون سهلة بابا سكر الباب الله يرضى عليك شايفين ولكن حينحسب لك من ضمن العدد حينحسب نعم يعني حعيدة هاي المعلومين شاء ما يصير فيها لغط إنو أنت بتخلص الفترة التمهيدية الخمسة أشهر بتصير مطالب كل شهر بتلت أعضاء تسجلهم مباشرين عليك ويحققوا 100 نقطة أو ASP طب الخمسة أشهر يا ترى بيمشي الحال إذا حققوا 100 نقطة أو ASP نعم بيمشي الحال ولكن حط ببالك وقت الشريك معك يحقق 100 نقطة يعني الشريك نحن نقول الشريك يعني العضو اللي سجلته وقت يحقق 100 نقطة أنت حتى تقاضي أرباح 100 نقطة تمام 100 نقطة الافتراضية بنظام simple اكتبوا لي عندكم ملاحظة ثلاثة أنظمة من الربح بDXN اكتبوا لي مشان نوصف صح ثلاثة أنظمة ASB أو خلنا نبدأ بال symbol اللي هي الخطة الافتراضية شغلين عليها على طول symbol نظام 100 نقطة الASB و IOC سجلون هنا بعدين إحنا جاينا عليهم بس سجلون شانت فهموا عليه شو عاب بحكي فلما بحقق مثلا هذا العضو اللي سجلته معك ASB أنت حتحصل على أرباح الاسB اللي هي 60% طب إذا فعل 100 نقطة حتحصل على أرباح 100 نقطة حسب الخطة الافتراضية يعني أنت وين واصل مثلا أنت وكيل نجم تحصل على 25% وصلت فكرة طيب فإذا الشركة ما عندها مشكلة الهدف تبعك الخمس أعضاء بالبداية بالفترة التمهيدية خلال خمسة أشهر هي ما عندها مشكلة إذا كان 100 نقطة أو ASB انتفقنا ولكن يجب أنه يكونوا فعالين بالشهر اللي بتسجلهم كمان أيضا نفس الشي بالفترة المقبلة بعد الفترة التمهيدية يصبح بعد الفترة التمهيدية كل شهر مطالب أنت بثلاث أعضاء يسجلوا بنفس الشهر ويحققوا 100 نقطة أو ASB تمام هذا للمحافظة على وجودك ضمن خطة ASB إذا خليت بهذه الشروط إذا خليت فيها ما بيصير شي أنت بتظل موجود بالشركة وعضويتك شغالة وعضويتك أساسا تورث انتبه يعني عضويتك بإسمك مثل هويتك ولكن سوف تبقى تعمل مع النظام الافتراضي تمام الذي هو نظام التصاعد يعني نظام الرتب تمام يعني نظام الأرباح حسب أين مكانتك قدش نسبتك الآن أما بينما ASB لا يظهر على رتبتك على فترة ASB هذا جمع يعني أنت اليوم كعضو جديد يعني تقريبا تتقاضي أرباح مثل سفير لأن السفير تتقاضي 71% تمام فأنت كعضو جديد مباشرة عضويتك ميزة الشركة رفعت لك الرنج تبعك ضغري للعالي تمام بس مع التزامك يجب أنك تلتزم هذا طب ما التزمت خلاص على الخطة الاختراضية تمام يا جماعة هلأ بالنسبة لموضوع الاسترداد الجميل بالأمر أن الشركة تعطي استرداد كامل على قيمة الحزمة تعطي استرداد كامل كيف يعني يعني الآن حضرتك موجود في تركيا لما ستتسوق باقة أو حزمة خيني والحزمة ASB ستتسوق فقط لمرة واحدة وغير متاح لك تتسوق أكثر من مرة فقط مرة واحدة مرة واحدة هي الحزمة بتدخلك بالنظام نظام الأرباح فقط مرة واحدة ليش غير متاح لك لأن الشركة فعليا هي عطيتك حسم مجاني كامل يعني ستعطيك مجانة ستعطيك الحزمة لمرة واحدة مجانة ولكن كيف مجانة مجانا بنظام استرداد يعني أنت ستدفع نعم ستدفع قيمة المنتجات بقيمة مثلا 500 دولار لأنه هي الحزمة تبدأ من 100 نقطة يعني تقريبا من 80 دولار ل100 دولار تقريبا يعني بتركيا عبّح انت ملك ملزم تشتري أكتر من 100 نقطة لحتى تدخل نظام الأسب ولكن بإمكانك تشتري 500 نقطة أو 1000 نقطة لأنه لمرة واحدة ولا ننصح بتكديس المنتجات يعني إذا أنت عندك حاجة بالمنتجات ممكن تشتري بهذا هتبيع أو ناوي مثلا توزع على الأقاربين وتستقطب من خلال المنتجات أو ناوي أنت تستهلك أنت وعائلتك كبيرة أنت حر لكن أنت مو ملزم تشتري بحزمة ASP أكتر من 100 نقطة وإذا اشتريت أكثر هو خيني يقول أنا الفوائد حتكون لأنه القيمة كلها مستردة لك الشركة عام للنظام الاسترداد من خلال الحسومات الشهرية فعليا تعضوا في DXN مستمر جاد لستحقق كل شهر 100 نقطة اللي هي الهدف الشهري أساسا تمام اللي هي الهدف الشهري اللي قائمة عليها خطة الشركة العالمية فهي شو ستعمل هي ستعطيك حسم كل شهر 10% على فواتيرك تمام إلى أن تسترد كامل قيمة المنتجات اللي حصلت عليها واللي دفعت تمنها في حزمة ASP اللي فعلت بالمرة الأولى واضحة يعني هأضرب أمثلة توضيحية أنه حضرتك مثلا اليوم عملت حزمة ASP بقيمة 100 دولار هدول 100 دولار أصبحوا بالنسبة لك حسم مسترد كامل كامل فالفاتورة المقبلة من DXN عملت مثلا فاتورة بقيمة 200 دولار الشهر الذي يليه 200 دولار إذا بقل لك 10% على 200 دولار قديش بتقلي 20 دولار بقل لك لح تحسم لك 20 دولار إذن صفي لك مع الشركة 80 دولار تمام قديش قلنا نحن الباقة ضربنا مثل فيها خلي المثل ب100 دولار باقة بقيمة 100 دولار تمام فحسمت لك الشركة العشرين العشرة بالمية على 200 دولار مثلا بالفاتورة المقبلة فإذن إنت استردت قديش 20 دولار وهكذا الفاتورة اللي بعدها ممكن فعملت فاتورة ب100 دولار تمام حسمت لك الشركة أيضا 10 بالمية يعني 10 دولار إذن أصبح مجمل الحسم قديش 30 دولار من أصل الفاتورة بتظل بتسترد لفترة 3 سنوات أيهما أقرب ممكن أنت بشهر تسترد كيف يعني بشهر تسترد ممكن تعمل مثلا مثلا أنت اشتريت أول حزمة مثلا من ASP بقيمة 100 دولار لكي أضرب أمس لتكون دقيقة فعملت فاتورة الشهر اللي بعده بقيمة 1000 دولار أنت مثلا بائع وعندك كتير مبيعات عملت فاتورة ب1000 دولار تمام أنت حر فقدش العشرة بالمية على 1000 قديش تعرفو 100 دولار إذن أنت شو عملت أخذت الحسم كامل بشهر واحد خلاص انتهى تمام أو أنت عم تشتري على مهلك أو عم تبيع على مهلك يعني فممكن تستمر أنت الشركة عادتك الحد الأقصى للاسترداد هو ثلاث سنوات شايفين هاي حزمة ASP حزمة ASP حقيقة خلون ما نظرنا لها من جوانبها من لا أنه كل مزايا استرداد حترجع كامل قيمة بالإضافة أنه أيضا لستستفاد من نقاط الباقة لأنه تعرف رح تنضاف نقاط التراكم بالإضافة أنك أنت لستستفاد من دخولك لنظام الأرباح السريع تمام بالإضافة أنك أنت حتستفاد من نظام قوي قادر أنك أنت تشرح فكرة DXM بناء عليه وتقنع الآخرين بالدخول معك لنظام قوي يعني اليوم نحنا وقتم نشرح فكرة العمل ففعليا الشخص المقابل لماذا لا يدخل معك خاصة للباحثين عن فرص فهو لما تشرح له ميزة مثل هاي قوية أنه الشركة بتعطيك هاي المزايا مزايا الربح مزايا الاسترداد مزايا الربح العالي المباشر تمام أكيد لح تكون يعني أسهل عليك العملية بإدخال المزيد من الشركاء لفريقك وأيضا لح هو يحصل على أرباح عالي مثل ما أنت عم تحصل يعني لكل مستفاد من هاي العملية طب أنا بس قبل ما يعني لحنا خلص لوقت سبحان الله شو الفقرة التالية الفقرة التالية ولحنا مستمرين على فكرة يعني إذا بطلوا على البرنامج هلأ افتحوا المنشور مهم لحتلاثوا أنه الاس بي حنظل نشرحها كل أمتى يعني مستمرين فيها إن شاء الله حنظل نشرحها يا سادة يا كرام حتيجي عنا باليوم الثلاثة وحتيجي عنا بيوم الجمعة تمام ثلاثة جمعة ثلاثة جمعة هلأ بوكرا في عنا شرحها الـ IOC أما جد جهزي الـ IOC ها الـ IOC كمان خطة أرباح مهمة طبعا اليوم العضو الجاد يجب أنه يكون مفعل عنده كل أنظمة الأرباح لعني حتى الـ IOC لازم تكون فقالة عندك على فكرة الـ IOC باقى واحدة مدى الحياة فقط وما في الـ IOC ما فيها يعني تارجت أنه شهري مطلوب منك فقط بتحققها مرة واحدة وليح اشرحها إن شاء الله تمام وأنا حققت ثلاث باقات ببداية دخولي بعام 2020 تمام فبحكي لكم يعني إلى تفاصيل قوية إن شاء الله أستاذ نادر يتمدد أكتر مدة الاجتماع لأنه شرحك رائع الله يبارك فيكم والله أنا ملي حابب بصراحة خلي بنظام الاجتماع مشان بدي ياكم تستفادوا كل الاستفادة ولكن هلأ أعمل ملخص سريع وبتمنى لأخت صهيب تجهز حالها بقرة الصحية ستعرفكم بمنتج بمدة عشر دقائق ومن ثم ستترك إن شاء الله ستكون معكم بس سريعا سريعا تلخيص الاس بي ولحن نظل نمرء عليها إن شاء الله تلخيصها السريع إنه هي عبارة عن حزمة بتحققوها مرة واحدة تمام يعني بإمكانكم تشتروها لمرة واحدة طبعا شراءها قابل في تركيا في أوروبا وفي أمريكا غير قابل بالدول العربية ولكن الموجود بالدول العربية يكفي إنه يحقق مئة نقطة ويستقطب شريك في هاي الدول اللي ذكرتها يحقق اي اس بي الشريك الجديد خلص تدخل بخطة الأرباح يعني هلأ أي حدا عم يتابعني موجود خارج تركيا وخارج أوروبا وخارج أمريكا فقط يكفي إنك تحقق مئة نقطة عادية وتستقطب عضو جديد من هاي الدول يلي فيها اي اس بي بيحقق الاس بي هو أنت بتدخل بنظام الأرباح وتدخل بالمعادلة يلي ذكرتها الهدف الشهري خمسة أشهر التمهيدية وبتصير عندك كل شهر ثلاث أعضاء يجب أن يفعلوا مئة نقطة أو اي اس بي ربي يحفظ الجميع يعني الخطة بسيطة مالة صعبة إن شاء الله والأرباح طيبة فيها ستين بالمية بالجيل الأول طبعا عشرة بالمية بالجيل الثاني خمسة بالمية بالجيل الثالث خمسة بالمية بالجيل الرابع يعني أنت فعليا الشخص اللي بتضمه معك مباشرة حتحصل على بحقق اي اس بي حتحصل على ستين بالمية أرباح وهو لما بيضم شريك كمان أيضا بحقق اي اس بي حتحصل أنت على عشرة بالمية والشريكة اللي كمان بيضم شريك يعني أنا عم بحكي أجيال هلأ تمام؟ مثلا محمد ضميته أنت أخذ ستين بالمية محمد ضم سامر سجل سامر تأخذ أنت عشرة بالمية لما بفعل الاس بي سامر ضم ضم سعاد سعاد وتفعل الاس بي بتأخذ أنت خمسة بالمية سعاد بتضم مثلا فريدة تأخذ أنت خمسة بالمية وهكذا عند تحقيق الباقات بفريقك لح تحصل على هاي الأرباح طيب حياكم الله جميعا أسأل الله التوفير الجميع على فكرة راجعي لكم أنا إن شاء الله أكيد لحكوم معكم مستمر أنا معكم مشرف على الجلسة إن شاء الله باستمرار أنا لحكوم معكم اليوم على الساعة 12 تمام؟ يعني بعد إن شاء الله تعالى ساعة ونصف من الآن بس لحتى نعمل الفقرات التالية تفضلي أختي أم صهيب تفضلي صباح الخير دي اكس ان يسعد صباحكم جميعا اليوم في الفقرة الصحية رح نتكلم شركاء النجاح على منتج من منتجات الشركة والذي لا يقل أهمية عن الفطر الريشي ألا وهي سبيرولينا سبيرولينا شركاء النجاح هي أحد أشهر مكملات الغدائية وصنفت على أنها غداء الغداء الخارق لما تحتويه من فيتامينات ومعادن مهمة للجسم تعتبر سبيرولينا واحدة من أقدم أشكال الحياة على وجه الأرض وهي سبب من أسباب وجود الأكسجين على وجه الأرض وأقرت منظمة الصحة العالمية أفضلية سبيرولينا كنابات صحي لما تحتويه على مضادات للأكسدة ومنظف طبيعي للجسم صوتي واضح نعم نعم كوتشوم صحي بتفضلي نعم طبعا ومنظف طبيعي للجسم وأطلقت منظمة الأمم المتحدة محاربة سوء التغذية خصوصا بعد جائحة كورونا وتعاقدت مع مدير شركة الـ DXN ليمس يوجين منذ عام 2020 إلى غاية 2030 لتكون شركتنا مسؤولة على تأمين سبيرولينا للأطفال الجياح حول العالم الذين يعانون من سوء التغذية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق حياة أفضل لتزود شركتنا على وجه الخصوص مليون طفل 3 جرامات من سبيرولينا يوميا لمدة 3 شهور مجانا على حساب الـ DXN بالإضافة إلى 50 كيلو جرام من السبيرولينا للأمسام كما أن وكالة نازا نصنفتها من أهم المغذيات لرواد الفضاء والرياضيين العالميين ونجوم كرة القدم ما هي مكونات طحالب سبيرولينا تحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية تقارب تقارب جداً البروتينات المتواجدة في البيض وهي تحتوي على 70% من البروتينات تحتوي أيضاً على أحماض دهنية من الأوميغا الأوميغا 3 والأوميغا 6 وتحتوي أيضاً على فيتامينات عديدة منها فيتامين ج ومجموع فيتامينات بي 1 بي 2 بي 3 بي 6 وبي 9 أيضاً تحتوي على فيتامين A وفيتامين H وفيتامين K وتحتوي على معادن اللي هي فيتامين H وفيتامين K وتحتوي أيضاً على معادن مهمة لجسم الإنسان كمعدن الحديد التي تضاهي كمية الحديد الموجودة في سبيرولينا كمية الحديد الموجودة في اللحم والكالسيوم الموجود في سبيرولينا أيضاً أعلى من الحليب ومشتقاته وتحتوي أيضاً على المغنيزيوم والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم والزينك والنحاس وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية وتكمن فوائد السبيرولينا في غداء متكامل لما تحتويها على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات تساهم في إنقاس الوزن بسبب مستواه المنخفض من السعرات الحرارية وتساهم في زيادة عملية حرق السعرات الحرارية في الجسم أيضاً تقوي الجهاز المناعي لغدائها المتكامل وتساهم في إنتاج كوريات الدم البيضاء التي تساهم في الدفاع عن جسم الإنسان من مختلف الجراتيم والميكروبات وتدعم صحة العيون وتقوي البصر لاحتوائها على فيتامين A والبيتاكارولين والبيتاكاروتين أرجو المعديرة البيتاكاروتين أيضاً تساعد على سلامة الصحة أيضاً أرجو المعديرة أيضاً السبيرولينا تساعد على على سلامة الصحة العقلية أرجو المعديرة الصحة العقلية لاحتوائها على مركب تروبوتوكون الذي يساعد في إنتاج السيروتين تحتوي سبيرولينا على مضادات أكسدا التي تحارب الالتهاب المزمن والشوارد الحرة ومانع لنمو الأورام وحتى القضاء على السرطان كما تعمل على خفض الكوليستيرول الدار في الدم وبالتالي تحمي القلب وتحافظ على سلامته كما ترفع مستوى الكوليستيرول النافع وتقلل مستوى الدهون التلاتية لذلك تقلل حدوث الجلطات وأمراض القلب وتحافظ على ضغط الدم من الارتفاع وتخفف الأعراض وتساعد على الوقاية والشفاء من احتقان الأنف والعطس والحكة أيضا وتعدل نسبة السكر في الدم السبيرولينا تزيد من نسبة الهيموغلوبين في كوريات الدم الحمراء مما يساهم في علاج فقر الدم وتحسين عمل جهاز المناعة تعزز بناء العضلات وترفع من قدرة العضلات على التحمل تعمل السبيرولينا كمضاد للالتهابات وتوفر طاقة فورية للجسم وتعمل مكونات سبيرولينا على تحسين الجهاز الهضمي وأخيراً طبعاً وليس أخيراً تعمل سبيرولينا على عمل جيتوكس لجسمنا من المعادن التقيلة السامة بطريقة آمنة ليس لها آثار جانبية لأنها تخلص الجسم منها أي من المعادن التقيلة السامة وتخلص الجسم منها عن طريق طرحها كفضلات أعزكم الله وأكرمكم مثل الزرنيخ المتواجد في علب التونة والسردين الزيبق السام والرصاص والفلوريد والكلور المتواجد في الماء المهم أن ما يمكن ذكره في الأخير أن فوائدها لا توعد ولا تحصى فهي أيضاً علاج وهذا يهم الجميع فهو علاج فعال للخمول والدوخة والكسل هذا كل ما حسرته لم نوفيها حقها لأنه لو نكمل في البحوت يعني أخذنا ساعات وساعات الآن أترك المجال لكم افتحوا المايكات ما شاء الله ناخذ هلأ كمان للأخوي نشوف تجاروتهم ما شالله شرح مميز الله يزيك الخير سلاح خير بـXN يعطيك allí المعافية ما شاء الله عنك أختي أم الصهايب ما شاء الله عنك الله يعطيك العافية معك أنا أخواجة من مدح لبنان معرفتك حبيبتي أعلن فيك أحيا المتطلبي يعطيك العافية ما شاء الله عنك مثل ما حكيت ماشاء الله عنك ما فيحك يعني على حقيق أنا أول ما بلشت بالشركة أخذت الهسبرولينا ما شاء الله يعني أنا هلأ صرت ماخدة أنا حالي على البتاني قبار الحمد لله أنا كان عندي كتير خمول ما كان عندي لطاقة ولا شيء بالمرة وكان في عندي وجه أجلك بإجري وبضهري أنا عن جد أول ما بلشت بلشت الهسبرولينا ما شاء الله يعني شيء يومين ثلاث تتغيري بكل يوم بطل عندي عن جدها صدقا عم بحكي بطل عندي خمول بطل عندي وجع راس بطل عندي وجع جرين وجع ظهر لحد ديت هلأ ما شاء الله رجعت أخذت الخميس الزهبي ما شاء الله يعني حتى ما خليت حدا ولادي ولد ولادي أهلي أرايبي أخوتي ما شاء الله يعني كلهم خليتهم يجيبوا ويأخذوا ما شاء الله عمل فعالية جدا رائعة وحتى في ناس أخذوه من عندي كان عندهم هاصلع براسهم أخذوه مع الشامبو مطرح ما كان في عندهم يعني ما يطلع شعر صار بيطلع مع الشامبو مع الهسبرولينا ما شاء الله رائعة جدا يعني شو بدنا نحكي قد ما نحكي عن منتجات ما منكفيها حقه منتجات رائعة جدا جدا والشركة رائعة والحمد لله والحمد لله كل عم يستفيد كل همي أنا أي شخص عنده أي معاناة حتى الصحيح قبل المريض بحب أعطيه عرفتي كيف وإن شاء الله بإذن الله مستمرين لأنه لها الشركة حائية مصدقية عالية بإذن الله والحمد لله رب العالمين إنه الله هدينا لهيدا لها الشركة الرائعة وأنا لحد هوني يعني بدي أفسح لها مجال للغير اللي حتى اللي يحكي والحمد لله ويعطيكي ألف عافية فكرة رائعة جدا جدا الله يعطيكم كل يركن ألف عافية يعطيكي العافية أختي يعطيكي العافية أختي هنا الله يحذك يا رب مين عنده مداخلات اتفضلوا إخوتي افتحوا المايكات وكل مننا عنده تجارب ذي سبيرولينا يعني يفيدنا من تجاربه يفيد الإخوة الجدد السلام عليكم وبركاته وعليكم السلام وحمد الله وبركاته أول شيء محبت أختي أم صهير ما شاء الله عليك أبدعتي متملية سفيرة بإذن الله الله يحميكي من بعدكم من بعدكم أختي الحال كريمة أنا عندي تجربة مع الإسبرولينا أنا سبب دخولي للشركة تجربتي مع الإسبرولينا أول من المنتج استخدمته هو هذا المنتج قبل دخولي للشركة بالسنة سبب أقبالي بها بهاي الحماسية أنه أنا شفت فاعدت المنتج قبل ما أنضم للمشروع كان عندي فقر دم الحمد لله تخلصت منه حتى كنت عاني من وجع المفاصل الحمد لله وضل من رب العالمين حتى وجع معدي بوقت اللي كنت أزعل معدي دائما أي سبب طلقت معدي علي الحمد لله حتى تغرحات المعدن الحمد لله تخلصت منه فضل من رب العالمي هو أنا مستقدمة لكل منتجات الشركة الحمد لله بس الإسبرولينا هو أول سبب خلاني أدخل للشركة وأنطلق هاي الانطلاق الأوية الحمد لله بتمنى لسا عليهم يجيب الإسبرولينا ويجربوا لأنه ما رح يندم وعندي أنا أشخاص بتعالجة مش شائع بفضل الإسبرولينا الحمد لله يعني كان عندهم وجع راس وقت اللي يصم ببعض الأفطال بس ينكلوا رأساً رأسهم يشد عليهم واحدة يعني من أشخاص مقربين مني الحمد لله لقيت بفرق كتير كبير الحمد لله من وقت ما شربت الإسبرولينا ما عاد تشكت من رأسها أبدا عندي مريضة سكر الحمد لله على الإسبرولينا والفطر الريشي الحمد لله صامت رمضان وتنظم سكرا وعندي مريضة كمان بتعاني من الكولون العصبي وفطر المورنزي والسبيرولينا الحمد لله كمان فضل من ربنا كمان ما عاد تشكت من شيء أبدا وطبعا أنا مستخدمه مو بس أنا والدتي وأطفالي والبيت كليات وعندي علبة الكبيرة هاي تاني عنده نحن بنشربها أي والله وبنصح الجميع أنه يجربوا شكرا شكرا ماشاء الله يجزيك الخير أختي إيمان شكرا أستاذ إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عليكم السؤال ما فيه فيك على بارة السؤال يعطيك العاشر سيدة مصحيف أنا بالنسبة لإستخدام المستخدم هلأ موصم عندي بالبيت بتجيب طلبية تانية بتتخدم اليوم يعني تقريبا برلينة بما يعاد سبع طعش أو اثمانتاعش حبة برلينة وأيضا خطرة بريشة تقريبا كل نوع من من حبات يوميا وأيضا عرف الأسد خمسة صباحا وخمسة المساء وأيضا خطرة تقريبا فالحمد لله فيك نتائج كبيرة على منتجات هي فالحمد لله اليوم أنا مستخدم صحيا متنشف الحمد لله في عندي طاغة خاصة رمضان ما حسد ما شعب يعني ما في سعب ما في أي شيئا كيف تقصوم رمضان قبل فكان عندي سبحان الله يعني سعب كبير يعني خاصة يعني فالشغل النشغل يعني مثلا اثن مع الشاعة فأحس الشعب كتير فالحمد لله لما أخذ المنتجات فالحمد لله نشاط والحمد لله طاقة وأيضا إجابية وليس فقط بالتجيب صحيا إنما أيضا نفسية فالمنتجات الطبيعية بتعالج الحالات النفسية لذلك اللي عنده كيابة وعنده طير فال مهم جدا أنه يأخذ الفترة الرئيسي مع المورنزي مع السبرلينة فراح إن شاء الله خاصة البيعان من الاشتئاب راح يشوف فرغت فيه فتحيات لكم الله يفقدكم يا رب ما شاء الله أبدعتم شوركة النجاح ما شاء الله عليكم في مداخلات تانية تفضلوا افتخوا المايكات مين بدوا يحقق الله يعطيك عافية ما شاء الله عني كان صرح لا طبعا أنا تجربتي بس قوليني اللي تجربتين أنا حكيت عنه إنه ابني كان كتير بس في حدا نعم يداخل لا 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 تفضلي اختي ام حمود ام حمود ام حمود انا السيدة عائشة اهلا فيك تفضلي اختي العزيزة أنا جربت الفطر الريشي والاسبريلينا وتعافيت الحمد لله عقبال الجميع من مرض السكر أنا كنت اعاني كتير يعني ما في اسبوع ما اروح على المستوصف اراجع وجع ايدين وجع اجريم وجع راس يعني الحمد لله صلي هلا من قبل رمضان بعشرة ايام لهلا الحمد لله ما عدست لا مستوصف ولا دكتور ولا راجعت حدا عبارة عن المنتجات يعني عبستخدم المنتجات وان شاء الله يعني الصحة للجميع يعني لقيت فرق مثل عادة كانت دواء السكر صعيح بيعطوني مجانا بس عباخد دواء السكر عبيضربلي عصاب جسمي الله الحمد لله تعافيت من كل شي وبتمنى الصحة للجميع يا رب ما شاء الله عليك بس اختي عائشة من اجل استفادة بق من شان يستفاد معنا شو ركاء جدود انتي انتي كنت بتعاني من مرض السكر هيك مرض السكري ايه مرض السكري والضغط يعني على طول متوازنة على طول تعبانة نعم 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 وانا سؤالي بس سؤالي من اجل الاستفادة لانه طرح علي سؤال مبرحة انتي لما اخدتي المكملات هل كنت هل وصلتي على اخذ ادويتك او توقفتي عليها توقفت عن في الاول يعني اتددت انه اتوقف عنها صرت اخد بس المنظم بعد يوم من تلاتي حالي حتى هذا بدأتركه اشوف حالي يعني شو انده اصير الحمد لله وباذن الله يعني رب العالمين يعني نظر لي بالشفة بفضل يعني هال منتجات الاخدت هالمتممات الغذائية يعني حسات جسمي كل مياته اشتغل رجع من اول من جديد يعني سمحيني يعني اختي اشاء انتي تنصحي يلي يدخلوا عن جديد وبدهم يجربوا المنتجات وعندهم امراض متل متل ما كنتي انتي تعاني من السكري وضغط الدم انهم في البداية ما يوقفوا على على ادويتهم طبعا مع المكملات ياخدوا المكملات فترة بعدها شوي شوي ينسحبوا من الادوية يعني انا كنهار عبراقي بسكري يعني ما عبراقي بسكري سكري منتظم انا ما بدأ اخذ الدو اضل على المكملة نعم هيك انا بدي يعني بدي من شان نعم 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 الامراض السكري وضغط خير للأشخاص اللي بدي ياخدوا هاي المنتجات فنصيح انه ما بيسرق علاج ابدا بيستمروا مع العلاج وايضا بياخدوا هاي المنتجات وخاصة من المرض السكتر فطر عرف الأسد والكورج السبت بياخدوا هاي المنتجات فطر ريس والأسبر لينة ويتابعوا مع الدكتور الشخصي فلا يسرق العلاج الا بالتوصية من الدكتور فقط بعد انه شوف في تحسن كبير التوصية من الدكتور فاليوم ربما يعني بياخد هذا بياخد المنتجات اليوم احنا مكملات خذائية وليست أدوية فلذلك ربما يفير عنده انتكاشة حتى بإشراف الطبيب اذا ما قاله للطبيب تترك العلاج اللي عم تاخد السكة فلا يترك أبدا لذلك نوح على الأخوات انه يتزم مع الطبيب بإشراف طبيب خاصة في بداية اليوم احنا بده لما المشاكل خاصة أول اسبوع راح يصير عنده تعرق راح يصير عنده نوعات أحيانا بيضع خاصة أول اسبوع لأنه يصير عنده ضبط مصنع يصير سموم متراكمة في الكثير من المشاكل عنده السحقية لذلك يصير عنده ضبط مصنع خاصة أول اسبوع وأول شهر فهي كلها حتى الإنسان السليم يعني راح يصير عنده أعراض من هذه الشيئ لذلك يتابع مع الطبيب بعد أربعة تشر خمس تشر إذا قال للطبيب اترك العلاج اللي عم تاخله بيسرقه ياخذ المنتجات ويسابع مع الطبيب الخاص فيه أتحيات لكم نعم الله يجزيك الخير أخي أبو عمر يعني شريك النجاح هذا هو اللي حبيت أوصل للأعضاء الجدد المكملات وشو النتائج اللي راح يوصل لها بس مننوه على أنه ما يبطلوا يعني الأدويتهم وتواصل مع طبيبهم لحد ما يكون إن شاء الله النتيجة اللي بدهم يوصلوا إليها يعني هيك احنا بدنا وشكرا كتير لتدخلك أخي الكريم في أظن في وقت كوتش أو لسه في دقائق مين يعني عنده يعني مدخلة كمان صباح الخير صباح النور أختي جواهر تفضلي إن شاء الله بخير إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله بخير وأنتي بخير أمس سهيب أنا تقريبا إلي يعني ثلاثة شهر بالشركة أنا دخلت صحة يعني مشان وضعين تعبت قبل فترة قبل سنة طلع برقبتي مثل الحبة ومنفوخة مثل الخراج ناس تقول لي خراج ناس تقول لي مثل ما عرفت كذا سبب طلعت وحدة شوي كل ما زالها قامت كبر رحت على دكتور توركين شاء لي أهب عملية ضلت تقريبا يعني فترة يعني نص سنة بعد فترة رجعت وحدة ثانية الثانية رحت على دكات رسولين كمان ما خليت من تحاليل وصور وكامل شاء لولي منها خزعة وعلى أساس أنه ما يسل وأنا هون الحمد لأني خانص أعراض ما عندي بنوبي يعني من هبلة والله العظيم انتأقدت نفسيتي خالص يعني ما عندي أعراض خالص لوجه عراض ما يوجه اجيت آخر شي يعني المهم اسمعت بالشركة ودخلت عليها الحمد لأول ما أخذت الأسبرين ما شاء الله صحيت عليها وتغير نفسيتي وجسمي وبعدها أخذت الثلاث الذهبي هنا في الحالة كان طالع وحدة ثاكة جديدة وحدة جديدة حبة صغيرة وما عرف السبب شو يعني وحتى عراض الحمد للحد الآن ما عندي شي آآ ساوت خلطة آآ من الفطر الريش والأسبرين والكريمات والزيت وما شاء الله يعني من ثالث حط الحبة دغري راحت يعني صار يطلع منها مثل الولمو هي شو يعني مشاء الله مشاء الله آآ يعني لما رحت من قبل على دكتور تركي شاء ليها بعملية والله العظيم كثير تعذبت وتخسرنا وهيك ووحدة ثانية رحت على دكاترة كمان كذا واحد وقام يقولولي يعني اشتباه بس سيل وأنا عراض خالص ما عندي يعني ولا شغلة سيل أو هيك هاي الثالثة الحمد لله يعني على منتجات الشركة والله يعني خلطت بالبيت ودغري رحت انسحبت لحالها يعني سلووني رايح على دكتور رايح يشيليها بعملية وحتى ما عفوا السبب شو يعني والحمد لله على منتجات الشركة يعني استفادات وصحات وراح الدغري يعني ما شاء الله ما شاء الله فيك يعني تعيدي من شان من شان الإخوة الجدد يعني سجلوا يعني شو خلطت مع سبيرولينا أنا الخلطة هاي حكالي عليها الأستاذ إسماعين حبات الخلطة هاي قال لي عليها الأستاذ إسماعين فترة الريش كم حبة يعني شي ثلث حبات والأسبرين كم حبة والمن معجون الأستان شوي وحطيت من الزيت شوي وكريمة شاي والمرطب يعني بسم الله ما شاء الله يعني منتجتنا كلها يعني ليس لها يعني حصر في الاستعمال يعني هي كل شي يعني والله العظيم أنا من قبل يعني العام لما رحت على دكتور تركي ما عرف إشاء ليها يعني بعملية وبعد فتا طلعت ثاني ورحت وما عرف السبب شو واتعقدت وقلت لجوزي خالص ترك ما دار حالي مرحت على سورين آخر شي قلو لي السل وأنا عراف خالص ما عندي الحمد الله يعني للحد الآن والله شي ما وجعني وطلعت وشالهم منها خزعة وطلعت بعدها واحدة جديدة وهنا الجديدة كنت الداخل جديد يعني على الشركة الحمد الله يعني على الخلط هاي اللي سويت والله حتى أنا يعني إستغربت يعني حطيت شي مرتين أو ثلاثة وبعدها خالص يعني الحبة اختفت هذا ما ظن منها شي بسيط يعني ما شاء الله ما شاء الله لا يشفيك يا رب وشكرا كتير على مدخلتك يعني إذا لأحد يعرف يعني وإنت مصاب إذا عندك يعني ما عرف يعني مشان الترميم أو شو يعني هاي القديمة لسه مكانها معلم وهاي مشان جديدة يعني بس للترميم شنو يعني 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 ما شاء الله عليك بس فيني أخد شو كملتي مدخلتك إختي الكريمة أنا خلصت الحمد لله بس أنه أسألك يعني إذا عند يعني حدا عنده يعني مشان الترميم يعني كان العمليات وهيك القديمة يعني شو يروح خالص يعني ولا ما في شي يعني والله إختي الكريمة والله إن شاء الله نتمنى يفيدونا يعني الإقوة اللي كان معهم يعني مثل هك أخوات سلام عليكم يمكن أخيتكم تفضلي إختي تفضلي بالنسبة رهات سأل على الآثار العملية نعم أنا جربت في بنتي آثار جروح كانت مستعصية أن تتنحى والحمد لله صبت النتيجة كانت الحمد لله مش عملية بصح جروح مستحيل من المستحيل كانت تروح بذين معجون الجانوزي وضعت معجون الجانوزي وقليل قليل من ذيك الجانوزي كان الغالب معجون الجانوزي والحمد لله كنت نغسل لها بصابون الجانوز صابون الجمال وبعدها ندل لها معجون الأسنان معجون الأسنان الجانوزي ما شاء الله كانت نتيجة في ثلاث أيام يا أخوات ما شاء الله ما شاء الله يعني ما شاء الله عن تجربة أختي نعم نعم الزيت ما هو غالب الزيت كنت نوضع قطرة أخوات نوضع قطرة وقليل من الكثير من معجون الأسنان ونضحها لها كل ما تتيبس للمنطقة نبقى ثلاث مرات ربعة في اليوم نوضعها لها أخوات نتكرار على مجال المنزلات المنزلات إلى ثلاثة أربع مرات الله يعطيكم ألغاق يا رب وإن شاء الله وإن شاء الله نفيد غيرنا والخير للجميع يا رب إن شاء الله شكرا لكم أخواتي في بس شو تفضلي أختي منتوجنا لم توضع شيء معين لأنها ليست أدوية إنها منتوجات لما تدخل على شيء ترممه فالجسم لما تدخل عليه منتوجاتنا والحمد لله فترممه ولأنه هو مجموع من الخلايا بسماته حبيباتي والسلام عليكم وربي شفيك شكرا شكرا على المداخلة يعني في سؤال عشاء تحبيت أزوب علي أنه بيقول أنه زوجته حامل أنا اللي هي سبيرولينا ما عندها أعراض يعني الجانبية يعني ويعني يعني الكل يعني بالمفروض أنه ما يعني ما عندها آثار جانبية يعني يقدر تعني ياخدها أين كان نعم نعم الله يعطي كل العافية يا جماعة الخير بدنا نتشكر الله يبارك بكين تشكر لختم صهيب على الفقراء الله يبارك بجميع دي تشكر الجميع الجميع دون أي استثناء بأسماءكم الجميلة الرائعة المميزة بصباحيتكم هاي الإيجابية كلها يتكون أنتوا شكلتوا يعني هاي الصورة الجميلة لقائنا الصباحي مدربين وأعضاء حاضرين مستمعين بادئين كلها يتكون غالين على قلوبنا طيب يا جماعة الخير أبل ما نبدأ الفقراء التالية لحوضح توضيحات إن شاء الله تعالى هامة يجب أنه نحنا نوضحها طبعاً مثل ما لاحظتوا شرحة الأخت أنصو هاي منتج من المنتجات اللي هو منتج السبيرولينا تمام؟ طبعاً هو ثاني أشهر منتج في شركة دي أكس إن لأن المنتج الأول اللي هو الفطر ريشي تمام؟ هو عامد وأساس الشركة طبعاً أكبر مزارع قانودرما لاستزراع يعني القانودرما اللي هو الفطر ريشي هي مزارع دي أكس إن عالمياً هذا بالإحصاءات بيأتي بعضاً مننا الإسبرولينا متما لاحظتوا حتى على فكرة الفيديو هذا اللي هلأ عم تكرر جنب حضراتكم استعرض كذا مرة مزارع الإسبرولينا الضخمة موجودة في إلى مزارع بالصين وإلى مزارع أيضاً في ماليزيا ودول أخرى فدائماً اللي إحنا مننوه تنويه لكل الأخوة لني بعرف أنا وبتوقع أنه دائماً معنا عضو ممكن يكون دخل من ساعة فقط للمشروع ولا بيعرف عنه شيء بيحكي لكم دي أكس إن تنتج غزاء تمام تنتج غزاء ما هو دواء وما هو علاج حتى الآن بالنشرات الحكومية بالدول بيذكروا يعني على الترخيص والطباعة على المنتج بيذكروا أنه هذا ليس علاج ولكنه مكمل غزائي يساعد على زيادة أداء الجهاز المناعي بصير طلط سموم بصير تغذية وبصير توازن وبصير كل شيء فأنتوا هتلاحظوا باستمرار أنه في معنى شركاء بيحكو لكم تجارب أن تشافوا من خلال المنتج ليس بمبدأ العلاج ولكن بمبدأ التغذية لأنه في مقولة بتختصر كل شيء بدي يقوله أنه المعيدة قلب الداء وقلب الدواء المعيدة هي أساسا السر السر بغزائنا لا يكون غزاء صحيح لإحنا الله سبحانه وتعالى خلقنا جيش بداخلنا اسمه الجهاز المناعي بس غزي هذا الجيش سلح وصح وإن شاء الله بيقوم بالمهمة على أكمل وجه حتى إذا لاحظتوا بالقاوين الأخيرة بنسمع كثير عن الكانسر المرض السرطان الله يعافي الأمي منه يا رب جاء محمد عافي البشرية منه أنتوا لاحظتوا أنه في كثير ناس تشافت من خلال التغذية يعني صعمت ومنعت عن السكر ومنعت عن اللحوم اتناولت غزاء يعني بطريقة منضبطة وتشافت لأنه هو أساسا نمو غير طبيعي للخلية من خلال شو سببه التغذية الخاطئة الزيوت المهدرجة والمواد الكيميائية اللي دخلت للأغذية تبعنا يعني مثل المواد الحافظة الملونات العصائر الموجودة بالأسواق يمكن من أكبر من أكثر المنتجات اللي ممكن تصر تعمل سرطانات لأنه هساسا هي عبارة عن مكوناتها ملونات مصبغات مواد كيميائية أصنصات الخطيرة هي يعني أصنص كيميائي عم يعطيك طعامة برتقال بس هذا الأصنص كيميائي له أثر كبير على الخلية له أثر سلبي فاختصار المسألة إن شاء الله التغذية من منتجات DXFN مع تجربتنا وتجربة الآلاف بفريقنا ومئات الألوف خارج فريقنا والملايين حول العالم تجربة نافعة جدا للصحة إن شاء الله تعالى طبعا الآن في عنا فقرة للكوتش ساريا المليحاني هو برتبة نجم ماسي بفريقنا ولكن هلأ عم يخبرني إنه هو مضطر يكون معنا على الساعة طمعش فلح أنا أخذ فقرته هو ياخد فقرته فأنا حقدم للساعة طمعش هو بيقدم بعد الساعة طمعش طبعا هذين الفقرات إن شاء الله كثير مهمين بتمنى إنه ترجعوا تعملوا تحقيز أكبر لشركاءكم يدخلوا لأنه لحيكون فيهم تدريبات عالية الجوذي حلق ليكو عميرها سلمي والله يسعد لي أوقاتك أخياني بس أجل له صوتية يسعد لي أوقاتك كورتساري أنا حق أخذ عنك الفقرة من الـ 11 إلى 12 وإنتي خوض من الـ 12 الواحدة تدريب عام تختار حضرتك التدريبات كمات أشاء وحياكم الله طيب فخياني شو رأيكم نستكمل شوي بما أنه أطاحت الفرصة للعودة بعد فقرة الصحية نستكمل شوي الـ ASP شو رأيكم نستكمل كتبونا بالشات والله بتحبو نستكمل وناخد أسئلة عن الـ ASP كتبونا لنشوف آرائكم يا جماعة ما شاء الله حلو رائع ممتاز طيب الله يبارك بالجميع شكرا للدعم الطيب خلينا معناتها نرجع مطرح نبدأ مطرح ما توقفنا كنا عم نحكي بخطة الـ ASP خطة الأرباح اللي هي الخطة الإضافية تمام؟ خطة الدعم من DXM وصلنا لأنه لحنا في عنا تارجت شهري بعد الفترة فترة التمهيد اللي هي خمسة أشهر في تارجت شهري بدك تحقق فيها ثلاث أعضاء مباشرين على رقم عضويتك لحققوا ASP طبعاً بدينوه للأخوة اللي دخلوا معنا على اللقاء وما سمعوا شرح الـ ASP أنا بقلكم أنه هاي اللقاءات مسجلة على قناتي على اليوتيوب بإمكانكم بس خلصت لقاء تسمعوني قبل قليل تحدثت عن الخطة اللي طرحتها DXN 2024 لرفع الأرباح لنسبة ستين بالمئة مباشرة التارجت هذا الثلاث أعضاء باستمر معكم والشركة عملت أيضاً سجلوا الدفتر لازم يكون موجودها فعملت الشركة شيء اسمه إجازة بحقلك تاخد إجازة مرتين بالسنة تمام؟ بحقلك تاخد إجازة مرتين بالسنة هذول الإجازات لشو؟ راحة يعني أنت مما ملتزم كل شهر بالتارجت فممكن مثلاً شهر بدك تطلع تعمل عطلة للصيف مثلاً أو تطلع مثلاً تسافر أو مثلاً عندك شيء معين دك تعمله بإمكانك تقدم عن طريق الإي وورد اللي هو السيستيم تقدم طلب إجازة طبعاً ما بصير تقدم شهرين وربعات عام مثلاً قدمت هذا الشهر تقدم لي بعده لا لازم يكون بينات وين شهر تمام؟ أقلها فبيحقلك مرتين بالسنة تاخد إجازات شهري طبعاً هي مالا موجودة هاي الميزة غير بنظام الاسب لأنه هو نظام التزام فالشركة مشان أنت تحافظ على هذا النظام عملت لك هاي الإبلاد طيب الآن عدم التزامك بالهدف الخاص باسب تمام؟ فقط لح يزيلك من خطة الاسب مشان بس هون يصير تدقيق على هاي المسألة فقط هيزيلك من خطة الاسب خطة الأرباح وترجع بتمعرس الافتراضي والاعتيادي نظام الميت مقطع حسب نسبتك وردتك طب كمان مسألة الآن إحنا شغلين مثلاً مع خطة اسب تمام؟ انطلقت حضرتك مع خطة اسب هل يا ترى انت فعلياً تعمل مع نظام اسب دون نظام الأرباح الافتراضي بـ DXN نظام ميت نطع مين بيجابني هذا السؤال؟ مين بيجابني هذا السؤال؟ كمان هاي المايكات مع أحد هذا سؤال مهم أنه أنا دخلت اسب هلا خطة الدعم من الشركة هل يا ترى أنا شغال مع النظام الأساسي بالشركة ولا لا؟ نظام الريتراب ونظام الميت مقطع وهي طبع طبع ربما طبعاً اكتازنا بتعمل مع نظام السين النظام الأساسي للشركة بتعمل عن نظامين وذا حسين تستغل نظام الـ ISB فهذا نظام قوة وخاصة الأشخاص اللي بدون سرعة بالنمو سرعة بالدخل بدون دخل على السريح بيعمل بيستثمر نظام الـ ISB فهذا راح يسرع من أرباح وأيضاً راح يسرع من نجاحات ومنه قريبه وأيضاً من رتبه بهذا العمل أما نظام الميت مقطع فهو نظام مستمر نظام الشركة الأساسي فهذا انت راح تعمل عنه فيه على طول حتى لو صراش من نظام الـ ISB فانت عم تعمل عن نظام السين هذا مستمر معك مدى الحياة ألا إذا أنشت خالف غوانين الشركة وهو من حق الشركة أنا بتحديث لك عضيتك فراح تخز منه فالاستدعم أيضاً غوانين الشركة تعياتي بكتاب شكراً أبو عمر فإذاً لاحظوا هو حكينا قبل قليل أنه أنت حزمة الـ ISB مرة واحدة صح؟ فالشهر اللي بعده شو؟ الشهر اللي بعده هو نظام الميت مقطع فأنت حققت الـ ISB وبلشت تبني فريق ASB أوكي تمام الشهر اللي بعده شو مطلوب منك؟ التارقة الهدف تسجيل أعضاء وأيضاً الميت نقطة فإذاً أنت فقال مع نظام الميت نقطة طب أيضاً الميت نقطة باستمراريتك مع الميت نقطة واستمرارية شركاءك بتحقيق ASB أو ميت نقطة أيضاً عمي يرفعك بالشركة نسب ورتب عرفتو؟ يعني النظام لحيظر مستمر مثل ما هو ولكن أنت فتت بمدخل من مداخل الأرباح السريعة تمام يا جماعة؟ هذا أمر مهم طب خليني أخذ أسئلة حضراتكم حول القطة خليني نقرأ المايكات حتى مفتوحة مع الجميع اللي بحب يفتح المايك ويسأل جاهزين إن شاء الله إذا سمحت لي إذا سمحت لي في بعض الترفيات يعني بارح دخلوا معنا الجدل فتم عم خطة الآية هي أن بارحة عم تتكلم عن خطة الآية دي فسألوني يعني اليوم كإحنا أبا جدد هل تنصحنا بما أنه مضاعف أيضاً في عرف مضاعفة النغات آآ بتروفية هل تنصحنا أن نصف القورة النظام الآية دي ولا تنصحنا أنه آآ في آآ مضاعفة النغات فأنا أشرت عليهم أنه أولاً استقل نظام مضاعفة النغات نظام السين بما أنه في عرض على تركيا استثمر هذا العزيز لأنه اليوم ما عندنا خبرات سبيرة بهذا المجال لستعملتها ما تشكر عن العمل بشكل جاتي خذ هاي مضاعفة النغات العرض الشركة استثمروا وبالشهر الثاني ادخل بنظام لحتى إن شاء الله ما بتروح على حال الشهر وأيضاً تستقل هذا الشهر باستداشه الشهر الجايز في كل قوة بدأ بناء تاريخ حقيقي فنصريك رب عمر طيب في أخ كمان فتح المايك تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يعطيكم العافية الصباحكم أهلا وسهلا معك إبراهيم أبالا من فلسطين يا أهلا وسهلا أخي إبراهيم أحياكم الله عندي بس أنا سؤالين بتهمش سمحنا وتحملنا تفضل حاجة هاي المكملات مكملات غدائية طبيعية صح نعم هس جسم أي إنسان طبعاً كل جسم بختلف عن التاني طبيعي هذا نعم 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 والسؤال التاني أصول أصول أصطيني هذا مش هنعطيك يا ضغر ايه تمام تكرم معينك هلأ شوف بالنسبة لموضوع المددي اليوم نحنا منتعامل مع منتجات DXN وكأنه مثل العسل مثلاً أنا عرفت هو غزاء فهلأ مثلاً العسل ممكن حدا يستفاد منه سريعاً صح يعني ممكن يكون مثلاً جسد صحي أساساً يعني مثلاً ما بيدخين ما بيأرقل مثلاً نوم وصاح بيالعب الرياضة كذاً بتلاقي هو جسده استجابته أسرع صح أما مثلاً في بعض الناس أخي مثلاً حياته صحية كثير في أخطأ فأكيد استجابته حتكون أبطأ يعني هذا بقى موضوع اليوم عائد لسبحان الله بنية الجسد ايه نعم اسمع أخي صبر طلع أنا إحنا بنت أختي عمرها 30 سنة عندها سكر بعدين صار عندها تعب في الكلا هذا الحكي من سنة نعم تقريباً من ستة شهر زوجتي دخلت المجموعات هاي إكس إن وصار تجيب لها صار يعطوها كل دور هذا وصفه وهذا طبعاً من نفس المسؤولين بي إكس إن نعم من ساعة ما بلشت تاخد المكملات دخلت غسيل كلا مباشرة هاي إلها إلها هاسا تقريباً شهرين انت ملقي غسيل كلا بس إلها ستة شهر أو أزيد شوي بتاخد المكملات ولا حاجة استفادت ولا إشي ولا إشي ولا من الواحد استفادت نعم لا بتدخل ولا بتأرجل ولا بتخبص في الأكل بالعكس أكلها محدود جداً نعم كيف هي يعني خلينا نفهمها هاي رائع رائع سؤال عميق سؤال عميق نحظة وكل طلبية بتعملها لاحظ لاحظ أخي إبراهيم سؤالك عميق ويجب إنه يتوضح حد وننبه شركاءنا هلأ من أمور كتير مهمة أساساً نعم هاي هاي يعني الطلبيات اللي هي بتجيبها زوجتي مش رخيص عندنا هنا أولاك تفكر يعني السلطة الفلسطينية شريك في الشركة النص بالنص بياختبنهم في المكتب هنا في فلسطين يعني يعني أحكي لك حتى على مستوى بكات القهوة هاي القهوة السوداء عناياها حوالي خمسة وخمسين شاكلة يعني مقرب خمسة عشر دولار تمام ومش رخيص يعني انت بتحكي عربعمية وخمسين جرام آآ تلاشر خلطاشر دولار خمسة دولار مش رخيص نعم فهم كيف؟ نعم فما بالك في السبرالينا والمش عارف شو وزيء ولا يعني قتيس إشي فيهن قتيس إشي فيهن الزيت حوالي كانوا سبعتاشر دولار مش رخيص يعني كل طلبية تمالها مش عارفين من أس دولار خار الوقت خلصت سؤالك حضرتك حبيب قلبي طرحت سؤالك وخلصت مشان جاب وناخذ تماما أسئلة الله يبارك فيك طيب شكرا نسكر المايكة عند حضرتك أوكي طيب الأخ إبراهيم عم يحكي عن مسألة أنه كم مثلا الجسد يحتاج لي يتشافل تمام؟ كم الجسد يحتاج لأنه يتأثر بهي المنتجات ومسألة ثانية حكى عنها أنه في عنده حالة تمام معينة ما تأثرت بالمنتجات هي حالة كلا أظن حكى طبعا هون بدنا ننتبه لشغلة يا شركاء النجاح لاحظوا أول شيء كلها تكون لا تتعاملوا مع دي اكس ان على أنها شركة أدوية هذا أولا أنا بعرف أنه في دي اكس ان أنا آسف أقول تخبيص بس من قبل مين هذا التخبيص؟ من قبل أعضاء دخلوا أخي حابب يزود مبيعاته مثلا حابب يفتري على المنتج ويحكي للناس أي كلام شان يبيع وهذا الشيء شفناه يعني فهلا مثلا الأخ إبراهيم قالك أنه من مسؤولين الشركة لا هو بس الوصف غلط مسؤولين الشركة مين مسؤولين الشركة الإداريين مستحيل يجوا يحكوا لك أنه تعال اتشافها من منتج دي اكس ان ولا شفناها ولكن أعضاء بالشركة هذا التوصيف الأصح فاليوم شركاتنا شركاتنا بالنجاح تكون تعرفوا أمر اليوم دي اكس ان 16 مليون وخمسمائة ألف عضو إذا بيطلع منهم هدون 16 مليون بس عشرة آلاف يعني مفاهمين وعم يقدموا وصفات لحيوصلوا لأشخاص مثل إبراهيم صح أو لا ففعليا ما حدا يتعامل مع منتجات دي اكس ان على أنه أدوية وعم نستنى الشفاء ويمكن بظن الأخت عملت مداخلة الله أعلم قبل المرة وحكيت وأنا نبهت على هذا الموضوع يمكن يعني الأخت اللي هو تحدث عنها وأنا نبهت ما حدا يتعامل مع المسألة أول الشيء بالمقدمة بالمقدمة اللي احنا مع بزنس تمام أنا بالنسبة كودشنادر عثمان من وقت ما دخلت الشركة تعاملت معه بزنس هذا بالمقدمة لذلك اليوم لما نبقلك أنا مثلا اليوم 300 وكيل نجم أهلنا بقلك أخي الحمد لله إذا عشر ماسي أخي وأختي اللي عم تسمعوني بقلك اليوم خمسة عشر يا قوتي بقلك فريق أربعين ألف مسوق حول العالم بقلك أخي فريقنا العام الماضي موثق وثقنا من الإي وورد أكتر مليون دولار مبيعات بحكي لك كل هذا من خلال الوصف الصحيح للعمل الأخي نحن مع بزنس هذا أولا تمام وكل حدا بيدخل حال وبترهات التشافي والعلاجات وخليني أعطيك الوصفة وبالطيب والله ولا بيوصل لواحد بالمئة من هاي الإنجازات أنا نبأكد لكم هو بيكون بيقعد استيقاظه هذا العضو أنه سيزود مبيعاته هذا خاطر تمام نحن اليوم مع مهنة هذا أولا نركز على بناء الفريق ونركز على البزنس هذا أولا ثاني مهنتنا في يعني مكتسبات لنا ممكن نكتسبها صحية تمام ممكن نكتسبها صحية يلي هي شو عملية أساسا خليني تقول أنا استزراع المنتج وعملية التركيز من قبل الشركة على منتجات صحية اليوم بالشركة في قهاوي في معنى مثلا اليوم أوستر الفلبيني وصل دخله أكتر من مئة ألف دولار مع شركتنا وهذا حكاب المؤتمر المو الماضي اللي قبله مسجل وصل دخله أكتر مئة ألف دولار من خلال قهوة الدي اكسين من قهوة قهوة أخي بس أنا عابل لك قهوة صحية ينتهى نقطة من آخر السطر لا شفاء ولا غيره تمام اليوم إذا نتعامل مع المسألة بهذا الاسلوب اسلوب البزنس واسلوب إنه منتج صحي فقط نقطة من آخر السطر لح ننجح نجاحات كبيرة وإذا نتعامل معه إنه أخي أنا أعطيك الوصفة خد هذا المثنى وهذا المثلث وهذا المخمس وهذا المربع ولح الطيب ولح تتشافه هذا أنا ضده وأنا بأعلنها صراحة هاي السياسة وما أعلنتها من زمان كتير أنا ضد الوصفات وصدقا وأمانة على الواتس أب بيجيني مراسلات بما أني أنا أصبحت شخصية عامة بالدي اكسين تدريباتي متابعة من قبل الأعضاء إنه أستاذ أنا عندي الحالة الفلانية وبنت خالتي عندها كذا شو نوصف له بلا لا يعني ما عنا وصفة تغزوا دي اكسين بس وبس صلى الله وبارك فغزاء الدي اكسين هو حالة صحية قد يجوز الله سبحانه تعالى أنعم عليك أنه يصير توازن صحي عندك ويساعدك إذا عندك شيء ولكن الأصحاء قبل المرضى اليوم بتركب حضرتك باب لبيتك قبل السرقة ولا بعد السرقة قبل السرقة صح فهو باب سيكوريتي جوفال ليك حماية تمام أنك أنت تحمي صحتك إن شاء الله والحامي الله أنك تتغزى صحي ترفع القلوية عندك من خلال هالغزاء السوبر فود لسبيرولينا تطرد سموم من خلال هالفطر الريشي اللي هو في خصائص ترض السموم وتجديد الخلايا والباقي على رب العالمين بس هذا هو الجواب باختصار فما حدا يا جماعة الخير أرجوكم 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 ما حدا يفوتكم بترهات الوصفات ولا تفوتوا حدا أصحكم مو صح تمام؟ في أحد الأشخاص بشركتنا شفته عم يحكي مكالمة كنا بأحدى المحاضرات فلحنا طلعنا لبره أخذنا استراحة شفته عم يحكي مكالمة صدقا أمانة على الشكل الآتي المكالمة من خارج فرينا عم يقول له قدي يصير له هو عم يستخدم شهرين؟ لا 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 يكفي لا يكفي أخي لازم يكونوا شهرين وعشرين يوم وطبعا إذا بعد شهرين وعشرين يوم ما استفدنا حنضيف عليهم العلاج الآخر يلي هو الكورديسيبس بس طلع راجعني بعد عشرين يوم شو عم تحكي أنت؟ شو عم تحكي؟ طلعت في هيك قلت له أنت قالبه شايف عيادة عملي فيها دكتور يعني؟ جد والله أنا لأنه في الواحد الساكت عن الحق شيطان أخرى أقول له أنت يعني آلف فيها دكتور ما بيصير غلط هذا بس طبعا بطريقة لينة مثل ما وصنا رسول الله عليه الصلاة الصلاة شو عم تقول له بعد عشرين يوم راجعني ولحنزيد العلاج ونزيد الجرعة ونقص الجرعة؟ شو حكيها؟ الشركة ما قالته؟ الشركة هي بحد ذات قالت لك هذا مكمل غزائي فقط متمم غزائي يا أخي غزاء غزاء يعني مثل التمر هلأ في ناس تقول لك أنا من خلال التمر تشافت؟ والله الحمد لله أكلت بصلي تشافت؟ بيجي أنا بقول لك أخي كلك نص بصلي وراجعني بعدين فيعني هذا مبدأ مشان إحنا كلنا ننتبه له طيب يا شركة أنا والفركاتنا بالعودة الآن لـ ASP أنا بدي يعني أنا ما حبيت خجل أخي إبراهيم بسؤاله ولكن أنا كنت عم بحكي بالـ ASP ممكن نركز شوي سويتان جميعا بالـ ASP مين عنده سؤال يفتح مايك ويسأل واللي عنده أسئلة بالشات كمان تصدروا بس أستاذ هذا ممكن تجاوب الشباب على السؤال التي تسألت فيه أنك نستيته؟ مجاوز؟ السؤال اللي أردت لك وجه نصيحة هذا ممكن للشباب اللي دخلوا معنا جديد؟ آآ آآ تماما يالله يالله بكرا 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 حاضر بالنسبة لسؤال أبو عمر عم يقول أنه بالنسبة للمضاعفة هلأ بتركيا مثل ما بتعرفوا بحضراتكم في أملوا عرض أنه في مضاعفة لنظام الميت نقطة لنظام الميت نقطة يعني لما نتحقق بنظام الميت نقطة مثلا تاخد منتجات من الشركة عاملين عرض أنه أربع منتجات زائد منتج مجاني حيكون لحيدعفوا لك النقاط حيكون عندك الميت نقطة 200 بتصير الميتين بتصير 400 وهذا هلأ مهم لكل الشركاء الموجودين معنا لحقوا حالكم هيك بالعربي الفصيح لحقوا حالكم لأنه ما سبق صدقا يا جماعة الخير DXM ما بتعمله يعني أنا إلا هي خامس سنة مع DXM ما سبق إحنا يعني موضوع النقاط في DXM شيء كتير كتير عزيز عرفتوا الشركاء اللي قداما معنا بيعرفوا موضوع النقاط عزيزة على الشركة كتير لأنه إله أهمية بالنسبة للرتب يعني رفع النسبة وبالنسبة للأرباح النسبة كمال الحوافز الأخرى فهو بتعطي هي هيك بس سبحان الله هو الاس بي شجعها لأنه عملت هي الشهر الأول والثاني والثالث بتركيا هون إنه مضاعفة النقاط إذا حققت اس بي فشافت إنه في إقبال شجع الموضوع فعملت الشهر الرابع هلأ خلص خالصين هلأ الشهر الرابع حافزوا أنفسكم وشركائكم على تسوق المنتجات وتسويقها أيضا لأنه ميتك ميتين ألفتك ألفتين ألفتين شو ألفتين؟ ألفين عرفتوا؟ فهذا بنصح الجميع أنه فعلا هلأ إحنا بثلاثة وعشرين الشهر بعد سبع تيام من اليوم أنا بظن لحي يخلص العرض وما بظن خلال سنوات يكون في هيك عرض أنا من خلال مراقبة سياسة الشركية مو مشان يعني حفزكم لأ مشان أكد لكم أنه فعلا ما بظن في سياسة الشركة هيك أنه تعطي هي والله ضعف نقاط لأنه هذا الشيء اللي حيعمل له بكرة رتب بالشركة كثار مثلا واصلين سفارة ولكن مو واصلين بجدية يعني واصلين بنص سفارة فما حتى عملها أنا بعرف سياسة دكتور ليم أساساً بده قادة حقيقيين ففعليا هو خلاص عرض هذا الشهر لحي يخلص يعني هلأ التسوق تبعك مضاعف التسوق مضاعف وحينزل بالحوافز بينزل بالرحلة الدولية وبينزل أيضاً بالرتب وانت بحاجة الرتب ليش لأن الرتب تعطيك ترفع لك نسبة أرباحك وبتضف لك العلاوات الإضافية يعني الآن لأضرب أمثلة حضرتك لازم توصل وكيل نجم بترفع نسبتك للـ 25% هذا أولاً ثانياً مشان لما بوصل معك وكلاء نجوم تأخذ علاوة التطوير ثالثاً مشان لما بيتوصل بعد الوكيل نجم الياقوتي والماسي تفتح عندك العلاوة الدولية وبتعرفوا أنت النجم الماسي بدك ست وكلاء نجوم بمسجلين بخطوط مختلفة تمام؟ يعني مثلاً سجلت محمد طلع وكيل نجم سجلت سامر ما طلع وكيل طلع تحته وكيل هذا اسمه خط فأنت بدك ست وكلاء نجوم كل وكيل نجم قدش حقق بيناتو 4500 مقطة مع فريقه فهلأ أنتو إذا تخططوا من هولاً لنهاية الشهر إنه ترتبوا الأمور مع فريقكم تطلعوا رتب تطلعوا تمام؟ أنه يكون فيه جهد مضاعف هلأ تطلعوا رتب شايفي؟ الرتب شو بتفيدك؟ وصل ماسي أنه تقول لك الماسية إن شاء الله تعالى تعطي أرباح أعلى بكثير من المراحل اللي قبلها مهما كان عندك النتائج على فكرة يعني قبل الماسية مهما كان عدد نقاطك كثير أنت وفريقك ما حتى تحصل على أرباح مثل أرباح الماسية لأن الماسية أخي 37% فارق النسبة 15 مية علاوة قيادة، 15 مية علاوة تطوير، 2 بالمية أرباح دولية فهو البونس عالي، إذا تشاهدوا أنتو حضراتكم إنه بحسابي على تيك توك عملت فيديو أنا من شي شهر تقريباً ممكنكم تراجعوا، وضحت فيه بونسات أرباحي المصورة نزلتها أنا بـ DF وقت أول عام إلي بـ DXN، فأنا عشرة أشهر عملت فيه الرتبتين، الوكيل النجم والياقوتي، تمام؟ بالشهر 11 عملت الماسية، تخيلي أنه بالشهر العشرة، بالشهر العشرة كان بونس أرباحي عبارة عن تقريباً 600 دولار قفز أكتر من ألف دولار بالشهر اللي أنا وصلت فيه ماسي، ليش؟ لأنه العلاوات صارت أعلى لأنه صار فيه مشاركة أرباح دولية، لأنه صار فيه نسبة أرباح 37 بالمئة، بينما الياقوتي 31 بينما كان عندي علاوة تطوير صار عندي علاوتين مع بعض، تمام؟ وهذا ساعد وساهم بزيادة الأرباح بشكل يعني واضح، فأنتوا كلها تكون دائماً اسعوا لمبدأين، مبدأ تحصيل أرباح ومبدأ تحصيل رتب حقيقية، مشان ترتفع أساساً الأرباح، كنتوا علي، يعني عشرة آلاف نقطة مثلاً عند وكيل نجم، أرباحها تختلف عن عشرة آلاف نقطة عن نجم ماسي، طبعاً عشرة آلاف المقصود فيها أنت وفريقك، تختلف، فهلأ أنا اختصار المسألة، أنا مشجع بهذا السؤال أخي أبو عمر، أنا مشجع الجميع على استثمار هذا الأسبوع بصراحة، والسهر يعني بحكي لكم هذا الأسبوع نتيجته عالي، بمعنى أنه معلش لو الواحد سهر زيادة مع فريقه، لو رفع كفاءته بهذا الأسبوع هذا للضعف، تمام، ترك الأشياء اللي ممكن يأجلها لبعد هذا الأسبوع لأنه في مضاعفة نقاط، فإذاً تخطيطك مع فريقك لتحقيق النقاط هلأ لحيعمل لك إن شاء الله تعالى صعود سريع أنت وفريقك، بالنسبة لباقية الأسبوع، يعني حزمة الأسبوع أنه هلأ نشجع على الأسبوع أو على نظام النقاط، والله اللي قادر يعمل الأثنين سواء أوكي، بس أنا مقادر لأ هلأ التفت شوي للنقاط والأسبوع تفعلها للشهر جزائي، تمت عليه لأنه هلأ فرصة، الأسبوع خلصت مضاعفة، ما فيها مضاعفة، هلأ بتشتري ASP المية بمية، خلص مية مضاعفة، نظام النقاط العادية هلأ مضاعف، طبعاً هذا هلأ في تركيا، اللي موجودين أيضاً خارج تركيا على فكرة دائماً عم تكونوا عروضوا، انتبهوها، دائماً DXN عام لي عروض، هلأ في عرض على فكرة بالشرق الأوسط، هيك مرة والله شفت العرض تبعاكم، يعني بتمنى دائماً التابعوا على الـ E-Word، كل حدا بالـ E-Word يبين شو في عروض ببلده على فكرة، تفوتوا على الـ System، كل حدا بيشوف، فأنا مثلاً غير قادر اليوم بحدد كل العالم شو في عروض، فأنتوا فوتوا على الـ E-Word، وبتلاحظوا أنه كل فترة في عروضة عندكم، وفي عندكم مثلاً إعلان للمؤتمرات أو إعلان داخل الـ E-Word، وفيه إعلان للمحاضرات، في نقطة كثير مهمة لتذكري الجميع فيها، المؤتمر القادم إن شاء الله تعالى حيكون بـ 24-25، طبعاً؟ طبعاً الحمد لله حجزنا مع كثير من فريقنا بسم الله ما شاء الله، جاد الدين، ستكونوا معنا بالمؤتمر، مبارح كان آخر يوم للتخفيض، مبارح كان آخر يوم للتخفيض، بس بقلكن شي، اللي ما حجز بإمكانك تحجز، يعني هلأ الموزع اللي حزيد عليه 500 ليرة تركية، بما يعادل يعني 10 دولار تقريباً، والوكيل النجم حزيد عليه كمان 10 دولار تقريباً، طبعاً مبلغ كثير بسيط، أنا حكيت لكم مبارح، مبلغ بسيط، حتى قادرين تجوا من خارج تركيا إذا حبيته، مبلغ يعني عبارة عن قريباً 5,000 ليرة، ما يعادل تقريباً 140 دولار، بسيط جداً، ستنزل بمنتجع خمس نجوم ثلاث تيام، سيكون هناك وجبات بوفيات مفتوحة، سيكون هناك تدريبات عالية الجودة، سيكون هناك أيضاً استخدام لمرافق المنتجع، كل شي خمس نجوم، المسابح، الحمامات التركية، كل شي يخطر ببالكم، تمام؟ فهي ترفيه، وهي تدريب، وهي اجتماع معنا إن شاء الله تعالى، وهي أيضاً أنه نحصل على خبرات الآخرين، وهذا اللي عملنا النمو دائماً بأفكارنا ورحنا للمؤتمرات، فأنتوا بتعرفوا يعني لما نقول لها نحن 140 دولار يمكن هلأ إذا بسأل ببلدان غير تركية، بيقول لي أنا إن شاء الله فوت فيهم مطعم هذا، يعني آكل فيهم كم صندوشة شاورما أنا وأهلي، وأنا بعرف هذا الأمر، حتى أولايني بيقول لي من الكويت لإحنا فنجان قهوة، ندفع حقه ممكن مثلاً بكافترية خمسين دولار، فأنت اليوم جاء تدفع حق فنجانين القهوة وتحضر ثلاث أيام بمنتجة على خمس نجوم، لح تاخد أحسن سويت، تمام؟ تنام أنت وعائلتك إذا حبيت تجيب العائلة كمان معك بإمكانك، تسجل له عضوية مثلاً لزوجتك وتجيبها أو العكس، الزوجة بإمكان تسجل عضوية لزوجة وتجيبها معها كعضو، ويكون عندكم فوائد كبيرة حقيقة، فاللي ما حجزوا، ما عد فيني أنا أحكي شي خالص، أنا ببارق آخر يوم بالتخفيض هو التخفيض خمسمائة ليرة كان عشر دولار، اللي ما حجزوا أنا بوصيكم تحجزوا، وأن نزلت لكم التعليمات كاملة على منشور مهم، لسه معكم وقت يعني لسه في شهر، من اليوم لأربعة وعشرين في شهر كامل، خدوا القرار، بس في نقطة بشهر، بس في بكرة خلص يعني بيقولوا لك خلصنا، لأنه العدد محدود يعني بينا نأخذوا تقريباً أربعمائة أو خمسمائة شخص، أنا بظل بظل هلأ يعني اللي حجزوا شي 300 أو 350، فلا تستنوا كثير، حجزوا. طيب، خيالنا نرجع شوية، تفضلي. الله يزيد تفضلك كوتش، يعني هو في طبعاً على ندام ESP، ويعني الأعضاء الجدد، في عضو جديد في تركيا، وطرح السؤال طبعاً إحنا أجبناه بس يعني أكيد من بعد كوتش، يعني مشان يستفد منه جميع الأعضاء خصوصاً الجدد، يعني شو تنصحهم؟ هل يفعلوا ندام ESP لأنه بطبيعة الحال الآن توقف مضاعفة النقاط، يعني يبقى فقط ترى لسبة الأرباح يعني 60%، أو تنصحهم كوتش يعني بالتفعيل على السيستم العادي، هذا سؤال يعني ترخ العديد من الأعضاء الجدد. نعم أختي أم صهيب أنا حكيت بشكل عام، هلأ لاحظت وأنا شجعت هلأ على يكسب الواحد العرض، تمام؟ إذا قادر يحقق مع بعض ESP، في ناس عندها قدرية، يعني إحنا نبارح كرمنا شركاء من فريقنا، في حدا محقق بشهر واحد ثلاثة آلاف ناط، أكثر ثلاثة آلاف وشوية، ففي ناس عندهم قدرة أحقق، آه ما شاء الله، ونزلت لكم أنا بالمنشور مهم، في ناس أخي قادرة طيب اللي قادر يحقق اللي بننسى، ولي مقادر خلاص، هلأ أنا لأ بقلك تخليك على النظام النقاط الأفتراضي، لأنه حتاخذ مضاعفة بتركيا، وبعد انتهاء الشهر بتحقق الـ ESP بدايته يعني، أحسن، بس ما تقول القديم، ما لقديم، السيستم الأساسي، لا لا تقول الأساسي، الأساسي نعم، شكرا، الأساسي، لأنه شركاء يفكروا أنه فيه قديم وفيه جديد، لا هو اسمه السيستم الأساسي، نعم، مجل معدرتك، خطأ، ولي همك، الله يبارك فيك يا أختيم، صحيح، طيب شركاء أنا أيضا بالـ ESP خلينا شوي من بعد، إذن كنت فضل إلي عنده سؤال فضل، مين مفعل باقات ESP؟ يكتب لي بالشاطر رقم واحد؟ السلام عليكم كوتش، كيفك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله خير؟ الله يعطيك العاطية على المحاضرة الحلوة عن جد، كل ياتنا استفدنا كثير وراجعنا معلوماتنا السابق، الله يعطيك، الله يحفظك، الله يحفظك، كوتش بس بدي أنبه على الشغلي، وأستفيد أنا من هي المعلومة، كتير عبا نسئل هذا السؤال، ودائما أنا بسأل هذا السؤال، ولحد الآن ما عندي الجواب اليقين له، إنه الستين بالمية على العضو المباشر رح يغدوها كمكافأة لأول شهر بسجله هذا العضو، الوقت بفعل يغدو ستين بالمية عليه، ولا هي دائمة، أنا بقول لهم بس أول شهر بتغدو ستين بالمية، بعدين بيرجعوا للأرباح النظامية، صحيح؟ سؤالك، 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 كتير بنسئل هذا السؤال، وأنا جوابي بهذه الطريقة، بأتمنى أكون إنه أنا عبا بوصل الفكرة صح، أنا بقول لهم ستين بالمية أول شهر بس، لأنه أنا عن تجربتي ببونس أرباحي هيكل ما ستين، رائع، سؤال، سؤال موجود، طب في عندك تردد بالصوت؟ أيوة طعم، برادة، سكرت معك، ليكم يا جماعة الخير، هو بشكل عام المسألة على الشكل التالي، إنه حضرتك، سجلت معك شخص، أصبح عضو، وحقق ASP، تمام؟ إحنا قلنا إنه ASP هي لمرة واحدة، يعني هو ما في يشتري أكثر من ASP غير مرة، صح ولا لا؟ ASP لمرة واحدة، فأنت فعلياً، هذا الشريك حصل على باقي حزمة ASP، أنت حصلت على ستين بالمية، السؤال هلأ، بيت رح نفسه، هل قادر هو يشتري مرة تانية ASP؟ ممكن جاوبوني، هل قادر يشتري مرة تانية ASP؟ جاوبوني بله، لا أستاذ، مرة واحدة لـ ASP في نظام الشركة، رائع، طيب، رائع، إذن، هو مو قادر يشتري مرة تانية ASP، طب حضرتك على شو حصلت، يعني، ما الذي يجعلك تحصل على ستين مية أرباح، هو شراء شريكك، باقي ASP، طيب، أخذ ستين مية، المرة القادمة، ما الذي يريد أن يتسوي؟ المئة نقطة، إذن، أنت على أرباح، ما الذي تحصل؟ على أرباح المئة نقطة، حسب رتبتك ونسبتك، رائع، منطق، يعني، هو أساس الخطة ماشية بشكل منطقي، طيب، ولكن، ما الذي يحدث؟ شريكك، هو أيضاً، يعمل على نظام ASP، هو سيضم أعضاء على ASP، فإذاً، أنت ستأخذ بالجيل الثاني، مثل ما اتفقنا قبل قليل عشرة بالمئة، وأيضاً، شركاء سيشتغلوا على نظام ASP، وتأخذ بالجيل الثالث خمسة بالمئة، وجيل رابع خمسة بالمئة، فإذاً، مستمرة أرباح ASP، ولكن بالأجيال الثاني والثالث والرابع، هل انتهت القضية عند شخص واحد ضميته، واشترى باقة ASP وأخذ ستين مية؟ أنت لا، لأنه أنت ستضم، اتفقنا نحن حسب الهدف الشهري، ستضم أيضاً المزيد من الشركاء، صح أو لا؟ طبعاً أنا أقول لكم، الحد الأدنى أنك أنت تضم بالفترة التمهيدية، خمسة أشخاص، والفترة النظامية، ثلاثة أشخاص بالشهر، أنا أقول لك هي الشركة قلت لك حد أدنى، يعني مثل مثلاً على مبدأ شو؟ على مبدأ أنك أنت مثلاً، يعني بدي أقدر بكم أمثل بمسألة الحد الأدنى، والحد الأعلى، على مبدأ أي تجارة، طبعاً من الحد الأدنى أنك مثلاً، أنت تحصل إجار محلك اللي مستأجره، وتربح فوقه مثلاً مصروفك، هذا حد أدنى إلك، لك حتى نظل مستمر، صح أو لا؟ هذا هيك مثال، بظنه واضح لحضراتكم، ولكن أنت طموح، ما حتكتفي أنه، إذا مستأجر محل مثلاً، تجاري، أنك فقط بدك تحصل نفقاته، وبس مصروف بيتك، هذا ما حتكتفي فيه، أنت طموح، تبدل أدنى أنك أنت تحصل على أعضاء جدد بهذا الكم، شهرياً، ثلاث أعضاء، بينما الصح يصير لا، ليش؟ أنت تشتغل مع الموضوع بشكل أوسع، مثل مشغالين لحنا يا صديقي العسل، مثل مشغالين لحنا، هلأ كوتش نادر عثمان، تفضل هاي السوشال ميدا تبقى، بيكتفي كوتش نادر عثمان في فريقه؟ فريق الآن، تعرفوا حضراتكم، فريقنا الحمد لله، وشركاءنا، بيكتفي لا، أنا بدي طموح، وأنت طموح، وشريكتي طموحة، لا إذن، ضيف عشرة، وضيف عشرين، وضيف ثلاثين شهرية، شو المشكلة؟ وشرح للناس، وكون طاقتك إيجابية، وهمتك عالية، هذا كل هاته اللي حيعود عليك بالخير، صح؟ فإذن، الشريك اللي بدخل معك، أخدت أنت أرباح ستين بالمية، خلص، هو ما بيحسن يشتري أكتر مرة أساسا، والحين تقل بقى يستهلك شهرياً، أو يبيع شهرياً، نظام الميت ناصب، ليش عبلكم نرفعوا نسبتكم بالشكل؟ أنه أنت حت ترجع تتقاضع على حسب رتبتك، صح؟ على شركك يلي دخل معك وحق الاس بي، فيما بعد حتتقاضع على حسب نسبتك ورتبتك، طيب أيضاً، في أسئلة شو ركالة؟ سيد من الحبيب، فقط أعلم الاس بي، أنا شاءت هذا السؤال، أبارك، وجاوزت عليه، ولكن بعض الجدد، حتى إن شاء الله بيتميّد السؤال، اليوم شخص، بالفترة التمهيدية، مثلاً، للعضو الجديد خمسة شرط، مثلاً، بيقول لك أنا سجلت أشخاص، مثلاً، هذا الشهر، الشهر الرابع، أو آخر الشهر الرابع، هل هذا الشخص لو فحل بأوال الشهر الخامس، هل أنا بينحكب لي أنه من الأشخاص البحالين بسجلتهم؟ بالفترة التمهيدية، مهين؟ نعم، أنا مثلاً، سجلت شخص بالشهر الرابع، هو ما سرح نفعل الميث نقطة، ألا بالشهر الخامس، هل ينحكب من ضمن الأشخاص؟ نعم، بالنسبة للفترة التمهيدية، الخمسة أشهر، أنت عندك الخمسة هؤلاء، بتحققون، أين ما بدك شركاء؟ أين ما بدك؟ ممكن من أول شهر تجيبهم وخلص، يعني مو مطالب كل شهر واحد، بس إن ممكن تعملها كل شهر واحد، هذا أولاً، ثانياً، بالنسبة للأشخاص، خطة الـ ASP، لما بتسجل بالنسبة للهدف هذا الشهري، لما بتسجل العضو، بشهر مثلاً أربعة، اللي إحنا فيه لازم يحقق بأربعة، وإلا ما بنحسب لك ضمن الهدف، بنحسب لك ضمن الأرباح على فكرة، تأخذ أرباح عليه، بس ما بنحسب ضمن الهدف، اللي هو العدد اللي مطلوب منك، فإذاً، أنت خمسة بخمسة أشهر، إمتى بدك بتسجلهم، بالشهر جاي بدي يحقق، بدي يحقق الـ ASP، تمام يا جماعة؟ وهكذا، أول مية نقطة، يعني بيحقق ASP يا مية نقطة، ما عندك مشكلة. طيب أيضاً، السلام عليكم، عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. طيب كنت، أهلا وسهلا، حيكم جميعاً، طيب كنت، مبعث ذلك ممكن، أنا ما فهمت عن الإجابة، اللي حقق الـ ASP بالشهر الأول، يعني وما حقق الشهر الثاني، يعني ما تكون له النسبة، ويعني شو؟ والشهر الأول حقق، مثلاً، حقق معرس ما حققش آفريد. ما وضح لي سؤالك على فكرها؟ نسبة أرباحه. ما وضح لي، أبدك تعيدي لي. طيب، أنا عن طريقة في شهر، حقق العراسبي، شهر الثالث مثل، يعني شهر الثالث، معرس، وما حقق آفريد، هذا الشهر، نسبة أرباحه هي ستين بالمئة، شو الشيلي ما حققوا؟ هو ما اشترى النقاط مرة ثانية، يعني ما اشترى منتجات الشهر الثاني، هو اشترى في شهر الأول، نظام العراسبي، الشهر الثاني مشترى، ما فعل النقاط. أين انتفق أنا وياكي؟ إن النظام الأرباح بـ DXN، نظام الأرباح هو النظام المئة نقطة، الشهر اللي ما بيكون عندك فيه مئة نقطة، ما بتتقاضي أرباح بشكل عام، تمام، انتفقنا؟ آه خلاص، ما هم تعليك هلا. هي جابتك قاعدة، جابتك في قاعدة أنا، أيوة. طبعا، انا كنت بدي الإجابة تكون صارحة كوات، وصال الخارجة، البارحة انت قلت، طبعا، ده البارحة اتنا قلت مني اللي نظم في، كنت دمنا تدريبات الصباح، عفونا، أنا اليوم نمت نوم مدار الكلاس، الصيقة اللي قلتهم أنتوا فوتوا ساعة، يعني كانت الساعة نحنا، ساعة عاشرة، وانتوا، أنا التغفت الساعة من اللقاء، ما بارف شو دربت الصبح، يعني بس ما تتحقت فيه، يعني الساعة الأخيرة فقط، هلأ أنا عني ساعة ونستغرب منك، ما لها التدريب الأول يعني الصبح، تمام ولا أهمك، بس هلأ اضبطوا أنتوا كلنا يا أتمو، تمام، اضبطوا الساعة البيولوجية على اللقاء الصباح، اضبطوها، لأنه ليك على فكرة حتى برمضان أنا، حتى برمضان تخربت دوامي، لأن كنا عم نسهر مع الفريق للصبح تخيلي، عرفت شو دوامي، شو عملت أنا؟ أنا وقت بدي أضبط دوامي برجع، بنعص حالي، يعني مثلاً أيمتى كنت نام، ما عدنام خلص هيك، لحتى أنعص، بقلل بنام بكير هيك، بضبطوا وقتهم. طيب والله أنا، أنا اليوم لي، البارحة نمت بكير يعني ساعة واحدة، سبع نصف ساعة ثامنة ونصف، عدنا إحنا عشرات كونتهم، آآ، يعني مولتي يعني إنسان يموت يعني مو بس هاي يعني، ولكن الحمد لله يعني، طالما يكون فاتني آآ كتير، آآ بس آآ آآ يعني آآ اليوتيوب قناة، أنت اللي تبكت فيها هذا اللقاء؟ نعم نعم، موجود بالبس المباشر باليوتيوب. أستاذنا الحبيب، أنا لا أعرف شيء عن مساكي فينة فيما حدث مجال، ولكن أبارحة تشألت نفس هذا السؤال أنا، هل يعني أنا مخصوب بنظام تركي دي إكتين، أني أفعل يعني أتوق مئة نقطة شهريا على أسمي مباشرة، هذا الشخص كان يعني، ما خد فكرة عن أحد الشركات، يعني هدول بيشتر باقة، مرة بالعمر، مثلا بقيمة مئة دولار، وكل رساق بيضيح على الفريق بياخد مئة دولار، حتى لو مئة دولار، فقالت له ثاني حسبها أنا وياك، يعني منصقيا، من الجانب السرعي، من الجانب المالي، اليوم نحن نتكلم لغة أرغام، اليوم أنت مثلا هذه الباقة، أنت خذتها خمسمائة دولار، وأنت هم تاخد مثلا هذه المنتجات، أنت المنتج، مثلا، مئة دولار، مئتين دولار، أو ألف دولار، اليوم أنت هم تاخد مئة دولار، يعني، عندهم مفتوح بالعمر، فالسلة جيل المئة، إذا أنت مثلا، أنت مثلا، تاخد دولار واحد، الجيل المئة، والذي فوق أقول مين، بدي ياخد دولار، فهذا المنتج، هل ستعطيك أرباح؟ هل هاي الشركة ستستمر؟ يعني، ستبها لقعة حسابية، ثمين، هل هذا الشرع يعني برأيك، أنت بسعر المئة، هاي بخمسمائة دولار، البجيل المئة، بتاخد عليه، تراتكم هاي الأرباح، الشركة ستعطيك من جيبها، هل الشركة ستعطيك من جيبها؟ مستحيل، فتراتكم السعر، السعر المنتج، ألوين صار؟ على سعر المنتج، يعني سعر عليك أنت والمستهلك العادي، فجوابت بهاي الطريقة، فأنا ما بدي أقول، ولكن أنا جلشت أنا وياه، وشرحت لي هاي بالتبطيل لمدة عشر دغاية، فاقتنع، فقال، يعني اليوم، أنت بتعرف، يعني اليوم، يعني اليوم، في شركات معلات التدخل، بيقول لك، أنا بغير، بس فعلم دولار، وكل سعر أعطيك مئة دولار، وكل شخص يجيب عليك، بعد ذلك، وصلت، وصلت، ربو عمر حيب قلبي، فأنا بجيز عندك كثير بجيز، بس فاهمانيناك، بس أوبعها للأخوة تترى معي، سلام عليكم أستاذ نارف، عليكم السلام، يا أهلا وسهلا، أستاذ، سؤال سريع، على أني مثلاً، ما فقلت واقت الاس بي، ولكن، جبت خمسة، وفعلوا الاس بي، أنا بستفيد من هذا الموضوع، أو لا؟ إذا أنت ما فعلت اس بي؟ إيش؟ إذا كنت موجود بتركيا، أو أوروبا أو أمريكا، لازم تكون فعلت اس بي لحتى يتفعل عندك النظام، تمام؟ أما إذا كنت خارج تركيا، وأوروبا وأمريكا، بدك تفعل أنت مئة نقطة، تمام؟ أيوة، يعني أنا بتركيا، أنا موجود، لازم أفعل أنا الاس بي لحتى أجيب خمسة، خلال خمسة شهور، بالضبط، أيوة، يعني أنت تفعيل نظام الاس بي عندك، هو الابتداء من عندك، تفعل أنت الاس بي، تمام، مستفيد، وماظر ولي بس خمسة، قد ما جبت عالم، خلط أنا عليهم، سبتين بالمئة دولة، أيوة، بزآها، برافو عليك، لكن أخي أبو كرام، أنه هنا أنا عامل لك الحد الأدنى، بس أنت ممكن يا أخي تكون حدا، مثلاً عندك، فرضاً، جهد مضاعف، أو مثلاً عندك عشر مستقطبين، أو عشرين، لكن الشركة بتحاسبك عالمياً، بالعكس هي ربحانة، يعني عم تشاركك أرباحية، ممتاز، ونقاط مضاعفة ما تدخل ذو من ضد خطة الـ ISP، يعني أنا خطي 50 نقطة، تفجلي 100 نقطة، ما بح تبقى اللوء، عمليها ISP. صحيح، هو أخي أبو كرام كان بالأشهر الأولى، وقت أطلقوا الـ ASP بداية الأربعة وعشرين، أول ثلاثة شهر أعطوه نقاط مضاعفة، أعرفت، أما هلأ النقاط مضاعفة هذا الشهر على النقاط الأفتراضية العادية؟ شكراً كثيراً، الأخوة، الله يبارك فيك، أهلنا أخي أبو كرام، الآن بالنسبة لأخي أبو عمر عم يقول على مسألة أنه في شركات صحيح، وهي على فكرة كثير حتستفادوا منها أنتم، وخذوا مني هاي الجزئية واحفظوها، أنه الآن أنا مثلاً برد اعتراضات أمامكم، تمام، فأنتوا هاي بكرة حتستفادوا منها أنه تكون تقنيات عندكم بمحاورة الأشخاص اللي حتدعوها للمشروع، صح أو لا، فأنا لما اليوم مثلاً الاعتراضات قائمة ما بتنساها، صح أو لا، فأنا اليوم لما بيجي برد اعتراض بطريقة فيها مهنية وفيها خبرة، خلال سنوات اكتسبناها، فأنتوا بتستفادوا منها حتى، يعني هو جواب لألكم وجواب للأشخاص فيما بعد اللي حتشرحوا لهم، فاليوم مثلاً ممكن شخص يجي يعترض، مثل ما تفضل أخ أبو عمر، أنا بعرف أن أخ أبو عمر عم يطرح هذا الطرح كرمال الأعضاء الجدود، هو عارب شو يعني النظام الاستهلاك لأنه ما شاء الله أبو عمر صر له معنا فترات بالعمل، ولكن أنا بحكي لكم أمر، سؤال أنا حاسألك، هل يا ترى أنت إذا فتحت مطعم، يعني خليني يقول أنا شاورمة، شاورمة، السوريين يحبوا الشاورمة، وهلأ العرب صاروا يحبوا الشاورمة، مننا لحنا السوريين، رحنا فتحنا محلات كثير، هل يا ترى أربح لألك أنك تفتح مطعم شاورمة طعم الناس، ويرجعوا يأكلوا عندك باستمرار، تمام؟ وبتلاقي أنت أنه فعلاً الزبائن على طولهم طايفة بالمطعم هات، لأنه هنه عم يرجعوا يعيدوا الشراء، هل أربح لألك مطعم شاورمة، أو أربح لألك تفتح مهنة أخرى ثانوية، يعني مثلاً أضرب أمثلة تبيع مثلاً ساعات، تمام؟ أي الأربح يا ترى بالنسبة للمحافظة على إعادة الزبون لمتجرك؟ أي الأربح؟ ربما منطقياً الجواب واضح، الأربح أنك أنت تبيع صندوشة شاورمة، صح؟ وهذا الزبون نفسه يأكل عندك اليوم وبكرة، والأسبوع الجاي، والشهر اللي بعده جيه رفقاته، وبعدين جيه عائلته، هو زبون مستمر، أما إذا أنت عندك متجر ساعات، أنا ما بقل لك ما بتربح، هتربح، بس منطقياً، إذا أقول كم يا ترى فترة معاودة الشراء من عندك، ممكن بعد سنة أو سنتين أو ممكن ما يرجع بالمرة، ممكن يشتري ساعة ويكتفي فيها، في ناس لبسة ساعة عشر سنوات، أنا هلأ صاري لابس ساعة أربع سنوات، تمام؟ أو ثلاث سنوات تقريباً، تمام؟ فإذا، المسألة هون يا شركاء النجاح ويا شركات النجاح، قوة استمرارية أرباحك شريكي وشركتي اللي عم تسمعوني، قوة استمرارية أرباحك لأنه نظام استهلاكي، تمام؟ ففريقك اللي موجود معك اللي اشتغلت عليه السنوات، مثلاً عدد فريقك عشرين ألف مستهلكين ومستثمرين ومسوقين، فهن شهرياً عم يعملوا إعادة شو استهلاك، فإذا أنت شهرياً عم يصير عندك شو؟ أرباح، صح؟ أما الأنظمة اللي موجودة في شركات تقول لك أخي أنا أشتري من عندي مرة واحد، حلو، رائع، بس أنا بحكي لك كمسوق الآن بهي المهنة، أتحدى أنه يحافظ على أرباحه الشهرية باستمرار، أتحدى تحدي، لأنه هو النظام صفقات عنده، يعني مثلاً اليوم شركاء اللي يدخلون خلال السنوات الماضية كلها، خلاص أخي يشتروا وانتهى الموضوع، فهو يعتمد على شو؟ يعتمد على الشركاء اللي عم ينضموا جديد للشبكة فقط، فقط، فأي أرباح؟ هلأ اليوم اللي بيسأل هذا السؤال هاي الإجابة، فهو بحدد، إذا هو حابب يضيع وقت اليوم مثلاً مع شركات فيها أخي، مرة واحدة بشتري أخي أنا بخمسمائة دولار، على رأسي، بس روح ضيع سنتين وثلاثة، خاصة عن النظام العمل تبعاً نظام بناء على المدى الطويل، ليس على المدى القصير، يعني اليوم اللي طايت لهذا النظام، دوام الحساب والتأسيس سنوات، فإذا أنت ضيع وقت على سنتين وثلاثة، آخر شيء الشبكة، كلها تريضمتها خلاص، اشترت مرة واحدة، وانتهى الموضوع، عم تتمل على الأشخاص الجدد، فلا أنا بالنسبة إلى إلي، كأحدة اشتغلت بالتجارات أكثر من 20 عام، وأسست شركة الحمد لله، مستوى دمشق ومعروفة شركتي بدمشق، من سنوات الحمد لله، أخذت جوائز بدمشق، أنا بحكي لكم أنه دائماً، المحافظة على عودة الزبون، هو اللي بنجحك بجاني الأرباح شهرياً، فكنت أنا حتى بشركتي قبل الدي اكس، إن هذا بين 2008 و 2015 بدمشق، كنت دائماً عب بشتغل على هذه الخطة، أني أنا شو أعمل للزبون لحتى يرجع لعندي يا أخي، خاصة أني أنا عب أقدم خدمة إنترنت، يعني فيه مثلي كثير شركات كثرة، فكنت أنا أضيف القيمة المضافة، درست دراسة، أنه في شيء اسمه القيمة المضافة، يعني مثلاً سأضرب مثلاً، أخي، أنت بتبيع، هلأ، جوالات، وجوال سامسونج، يلي نزل بالسوق، نزل عندك ونزل عند جارك، طيب سؤال، ونزل عند جار جارك، ونزل بأسواق كلها، طيب، ما الذي يجعل الزبون يشتري من عندك هذا الجوال، لا يشتري من عند غيرك، هو أنك تضيف قيمة مضافة، لكي الزبون يأتي عندك ويعاود، ما هي القيمة المضافة؟ القيمة المضافة، ممكن مثلاً تعمل لك يا أخي، بطاقة صيانة دورية للجوال هذا، وتقول له أخي، أنا كل ثلاثة شهر بغير لك لزقة، والله ظريفة، شوفوا الفقر، هلأ البايعين جوالات باستفادوا منها، هلأ طلعوا لكم بياها؟ تقل له أخي، أنا الجوال تشرين عندي؟ في بكيج، أول شيء، سأعمل لك سيربيس له، كل ثلاثة شهور، أريد لك لزقة شاشة، سأعمل لك له صيانة عامة، مثلاً فورمات مجاناً، بالإضافة أني أنا، ممكن زود لك بالتحديثات الجديدة، إذاً أنت تميزت، فإذاً صار في إعادة للزبون لمحلك، لا يجي مرة ثانية، هو فوته لمحلك مكسب لك، لأنه سيوقف، أنت عم تساوي السيربيس، سيطلع بالسماعي، يقول لك كم حقاية، تقول له كذا، سيعليها عرض، يشتريه، فأنت دخول الزبون لمحلك مكسب، هذا بالتجارة، في أفكار كثير طبعاً، على كل أحوال، والله بدي أصير أعطي دورات يا جماعة، بمصوار شو رأيكم، في أفكار كثير بالتجارة، المهم، فالفكرة اليوم بشركتنا، يلي بقدروا قيمة الاستمرارية والنمو، بيعرفوا أنه شركتنا قابلة لأنك أنت تستمر و تنمو مع فريقك، والله ضميت عشرين ألف دوم مستهلكين، يا سلام، أنت كل شهر بجيبتك مثلاً عشرة ألاف دولار، خلاص، خالصين، يلا خين نطور بقى الشغل، تمام؟ بينما الشركات اللي بتقول لك صفقات هذه أخي، ما بتشتغل، لا تصلح بالتسويق الشبكي، الشركة الربحاني أكثر من العب seen أنى الشركة inhabitedgtها الربحة المباشرة، وأستطيع الاستيقان إلى حالها، ما يعني الربحة المباشرة؟ ما يعني الربحة المباشرة؟ أنت أخي بتشارك على أجيال مع شركات تسويق الشبكية كلها، تشارك على الأجيال محدودة. عندما الشركة إذا 잡ك بجيل المليون، بشتري شخص باقه، بمعنات الشركة عنده ربح صافي، تعرف يعني بش verbal تعرف ماذا يعني أوبي؟ صافي، لأنه هي البائع، أليس كذلك هي صاحبة المنتج، كنتوا عليه الشركان؟ وهكذا ده الجواب، فلا بالعكس نظام استهلاكي حكيم، وأنه أساساً هن المنتجات تستهلك يعني معرفته؟ ومو أنه مثلاً إحنا عم نضطر نشتري الساعة كل شهر مثلاً أو نضطر نلزم نفسنا بمنتج ما نفيه لا قهوة منشربها على طول الاستمرار، أنا هلاً ما عكون عم بشرق قهوة دي أكسين، هيا نعم طيب، شوفي أسئلة أخرى يا جماعة السلام عليكم أستاذ نادر السلام عليكم أنا عندي سؤال سوري تصل عندي هلأ أرجع عني، تمام، تفضل وعليكم السلام أعطيك العافية أستاذ نادر يا أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ نادر ألا بيستفسر عن شغلي أهلا أنا لساتني بمرحلة الموزع أهلا فعم فكر أنه أشتري الركبة الوكيل منجم ووكيل النجم يعني إذا بدي أشتري أغراض بيكون أفضل مثلاً منتجات أو ولا أجيب الناس مثلاً عضو جديد يكون جاد مثلاً وأنا أساعد فيه بالاسبي يعني أنا أخذ الغراض ممتاز، سؤال مهم، أبشر إن شاء الله طيب أخي محمد تشوف السؤال فضل، فضل، فضل بس هاي استشاري بس أبشر، جاهزين إن شاء الله طيب حجابك جواب إن شاء الله تعالى إلى كل الجميع إن شان تنتبه من هاي المسألة طبعاً هذا السؤال يشبه حالي ممكن قولي أنا أني أنا فتحت سوبر ماركت، تمام بتسكر مايك عندك شان تشويش بعض إزنا طبعاً بسبب المعيكات شوي شركاء أنا لنجاب على السؤال وبنرجع أفتح لكم إن شاء الله فإذن تقريباً الإجاب تشبه حالي مثلاً وكأني أنا فتحت سوبر ماركت وطبعاً المنتجات اللي جبت للسوبر ماركت بسعر الجملة فأنا بدأت أخذ منه لبيتي فأنا فعلاً موفر يعني أني أخذ أنا بسعر الجملة للبيت بس أنا مسكر الغلق من بره، تمام؟ فلذلك أنا المكاسب تبعي وين؟ مكاسب أني أنا أخدت بسعر مخفض المنتجات لبيتي فهذا شكل عندي يعني شبه أرباح خليلاً أقول أرباح لأنني أنا أساساً بدي أخذ مثلاً مثلاً بقيمة 500 دولار أو 1000 دولار شهرياً لبيتي استهلاكات من السمان صح؟ فأنا صرت أخذهم بـ 800 دولار من محلي أنا فأنا أربحت 200 فعلياً خلص هيك تجارياً يعني ولكن السؤال وين الاستخاذة؟ وين الأرباح؟ أنا عبنفق أكثر ما أرباح، أنا عبنفق 800 لـ 400 كنتوا علي؟ عبنفق 800 لـ 400 نفس الشيء إذا أنا أجيت اشتريت رزق بشري أنا أجيت اشتريت منتجات بقيمة 4500 نقطة حلو رائع أنا حصلت أرباح من دولار 4500 لماذا؟ لأن الشركة تعطيني أرباح حتى على نفسي أما الصح يحدث يعني فعلياً اللي شاري مثلاً 4500 نقطة هو دافع أكثر بكثير يعني قد يكون دافع 90% وربحان 10% أو 15% ربحان أما الصح يحدث هو أنه بناء الفريق لما الـ 4500 نقطة يأتي من فريق فأنت فعلياً عم تربع لماذا؟ أن الناس عم تستهلك تمام؟ وأنت عم تشارك أرباح أنت استهلاكاتك مثلاً قيمتها 100 نقطة واستهلاكات فريقك قيمتها مثلاً مثلاً 4500 نقطة من أول شهر أنت مشتهد وظريف وجبت هايك مبيعات فإذاً أنت أخذ أرباح على 4500 نقطة وأنت مستهلك فقط 100 نقطة فلذلك أنت رابح كبير طيب الآن ممكن مثلاً باستثناءات أنه أنا عم بشتغل وأبني فريق ولكن حابب أني أنا أرفع نسبتي بالشركة وأنا أخي ممكن أسحب كم من المنتجات بيعه أو أنا وزعه مثلاً أنا عندي قدرة مالية وزعه للاستقطاب مثلاً على أقاربين دوقوا القهوة حتى سجلهم مثلاً أوكي ليش لا بس أنت عم تبني فريق أنت عم تبني فريق يعني إياكم أنه الواحد يشتغل بدون بناء فريق والله يا جماعة الخير أني أنا جايكم من المستقبل يعني أنا هلأ جايك من حمس السنوات لأدام بمسيرتك المهنية فأنا شايف كل الحالات شايفهم اللي مثلاً بيعه بس فقط شغالين مع نفسهم تمام ما تقوقع على نفسه قاعد بالدائرة فقط يعني هو الشخصية تبعه بتستهلك لحاله ببيع ببيع بممكن يبيع بس ما في فريق الضعيف والله إذا بيقطع عشر سنوات بالسنوات هذا على فكرة بتشوفوه أيام على سوشيال ميديا بالتعليقات عنه شو بيقلك أنا صار لي أربع سنوات مستفد شيء طبعاً تستفاد طبيعي ما في استفادة أكيد لأنه هو مشغال ما عمدني فريق فأنا اليوم مثلاً مثل هذا اللقاء المبارك الصباحي هذا العمل الجماعي الله يباركنا فيه هذا أرضية خاصة بجددًا لتنمية فريقك هذا أرضية خاصة بجددًا لتنمية فريقك لكن لا تكون الآن تبدل شوية يومياً لبناء فريقكم والمحافظة عليهم مع هذا الاجتماع شوية شوية لحيصير فريق واعي فريق يبني فريق أيضًا طب تفضلوا يا جماعة تفضل هل تفضلي أخذ آلاء تفضلي؟ أخذ آلاء تفضلي؟ أخذ آلاء تفضلي؟ علاء يا آلاء تفضل لي فاتح المايك تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايزة أعرف النقاط دي بتجي إمتى؟ يعني حصل لحد يشتري منتج ولا لما أسوق بس؟ رائع ممتاز و بشكل عام منتجات DXN كل منتج من منتجات DXN يحمل عدد نقاط معينة مثلا القهوة تحمل مثلا 15 نقطة فرضًا تمام؟ فلما حضرتك اشتريتي قهوة من الشركة على رقم عضويتك نزلك نقاط لما حدا اشترى القهوة من الشركة عضو بفريقك أنت سجلتي كمان أيضًا نزلك نقاط بينزله إلو إليك يعني نقاط شركائك كمان تصعد لعندك تمام؟ أو سوقتيهم بمعنى بعتيهم يعني أنت حرر اليوم بأنك تسوقي المنتج أو تشتري المنتج ولكن المهم تتحقق عملية البيع للشركة لتشاركك الأرباح من خلال النقاط تمام؟ آه تمام الله يبارك بالجميع أيضًا يلا قربت فقرتنا أربع دقيقة إن شاء الله سننهي مع حضراتكم وفي عنا كوتش ساريا أنا بانصحكم بمتابعته أسأل الله أن يكون الله بطورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أهلا وسهلا أنا صغيرة من عضوة من جزائر عضوة القائدة لغد سترغب العاند نحن من الجزائر أطلب حاجة منك الله يبارك عليك ما شاء الله عليك يعني كما نقول المحاضرة تاعك تلحق يعني لحقتني وما شاء الله يعني انفهمتها يعني الحمد لله إحنا في الجزائر عنا قائدة يعني أنا نشارك تهدر نتيس الحمد لله ولحقنا صح عندك محاضرة ما شاء الله عليك ربي يبارك ربي يكمل إن شاء الله كما قال اللي يراهم في إن شاء الله ينشحوا ونلحقوا إن شاء الله كما راكم لحقهم بإذن الله صحة بارك الله وفيك ربي يبارك فيك ويحفظك شكرا كثير إن شاء الله تعالى السلام عليكم الله يا عافية تفضل شريكا آآ أستاذ لا تسأل سؤال من بعد إذن الله القهوة مثلا بخمسة دولار لغير العضو وثلاثة دولار نصف العضو فأنت الشركة تاركت لك هاي المساحة إلك فأنت تشتري برقم عضويتك هتاخد إجمالا بسعر العضوية وهي مبينة سعر الزبون بالنشرات تبعاتها دائما بالمراكز الدول اللي فيها مراكز رسمية بتقلك في سعر الزبون وسعر العضو فأنت بتاخد أقل من سعر الزبون وهذا الفرق تاركت لك يا إلاك تبيع فيه هاركتش له آآ ليش السؤال سألت وأنه مباح مثلا قناعة واحد نشتري منتج من عندي فأنا قناعة الفاتحة على جوجل على اسمه كان على محلي السرارة فشاف حق أسلا بسنا حق مثلا معجول إسنا حقه ميتين ليرا اللي سلو حقه عندي وطلع منك حقه ثلاثمائة ليرا فأنا هون جيت نفكر أني حق شوية مربو عشرة بالمئة خمسة بالمئة أرخص من السوق فتعدي يكون له السعر يعني حط لي مربع طبعا وفي نصيحة لا 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 طبعا هي الشركة اساسا هيكسية هي تاركتلك حتى إذا إنت لاحظت وقت سجلت عضوية اسمك موزع أول رتبة بالشركة موزع فأنت متاح لك توزيع منتجات DXM بسعر الزبون يعني ما عندك مشكلة ربح خمسة وعشرين مئة تلعتين مئة بس في فكرة الآن هذا نظام الشركة بس أنا بحكي لك شغلة إنه ركرس عشرين بالمئة من وقتك للمبيعات وثمانين مئة لبناء الفريق طبعا طبعا الله يبارك فيك يحفظك طيب الكوتش ساريا دخل معنا بظم ما هيك كوتش ساريا موجود معنا؟ نعم نعم موجود الكوتش إياكم الله وبياكم وتحياتي لحضرتك اسمح لي قبل ما تبدأ بس قدمك للشركاء إن شاء الله تعالى وفي عندك فقرة ساعة إن شاء الله تدريبات تكون عالية متل ما عودتنا تدريبات عالية الجودة طبعا الله يبارك فيك طبعا شريكنا الكوتش ساريا المليحاني برتبة نجم ماسي طبعا قائد ما شاء الله مميز في دي اكس إن له العديد من المحاضرات اتميز ما شاء الله بإلقاء محاضراته بمراكز عديدة منا مركز غازي عن تاب وما شاء الله عنده محاضرات على الأولاين إن شاء الله تعالى هلا لح يعطينا من خبراته يلي اكتسبها خلال السنوات مع الدي اكس إن وأنا بيقترح إنه يعطينا ببناء الفريق لأنه ما شاء الله اليوم معنا عدد طيب من الأخوة اللي يعني مقبلين على إن شاء الله تعالى بناء فريق تفضل أستاذ ساريا المايك معك الله يزي تفضلك أول شيء كاميرا مفتوحة لحظة يا شركاء نلحظة حسكر عفوان عفوان كورت ساريا حسكر المايكات عند الجميع وفتح لك المايك لك بس لحظة واحدة بالله حسكر الكاميرات عند الجميع كمان لح خلي فقط كاميرا تكورت ساريا مع الصوت عشان ما يصير أي تشويش حقيني أعطي الإشراف بس لحظة شركاء نحرصوا هلأ أنهم يكونوا معكم جميع شركائكم بالنجاح تمام؟ هلأ أرجعوا مرة ثانية أنا عب بعمل هيك إذا لاحظتوا على الجروب الخاص فيني أني بذكر دائما بالفقرات الهامة هلأ ذكروا كل شركائكم أنه في فقرة هامة إن شاء الله تدريبية ببناء الفريق تفضل كورت ساريا بإمكانك تفتح الكاميرا والمارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم إن شاء الله أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ودحياتي ألكم جميعا طبعا أنا أول فقرة مقدمة مع الكوتش نادر وإن شاء الله سيكون دائما متمرسين مع الكوتش إيد بإيد بإذن الله هنبدأ إن شاء الله بموضوع بناء الفريق ولكن قبل ما نبدأ ببناء الفريق لازم نرجع شوي للخل وهو التعلم أو تعلم الأصول ما هو الأصول في مبادئ بحياتنا نحنا بالنسبة أولا نتكلم بشكل تفصيلي مشان لكل الناس موجودة ما نتفهم وكيف تطبق صح وقبل ما نبدأ في معلومة مهمة المعلومة بتظل معلومة حتى تطبق مشان أي معلومة تنذكر من خلال المدربين الموجودين إذا ما تطبقت ما لح يصير فيها أي نتيجة أولا إحنا لما بدنا نبدأ بأي مسيح بحياتنا لازم يكون في دراسة عن هذا العمل ما نفوض نحنا معرفين أي شيء وبصراحة اليوم أغلب الناس في نحييها القوارقة هي أغلب الناس تدخل على مشروع ديكس إند وتبدأ باستقطاب الناس بعد أسبوع ولا أسبوعين وبصير عندها دغري عوائق وبصير عندها مطبات وبصير بقى بداية أول ما يبدأ العضو بتباشى دغري صعوبات وردود أفعال صعبة من البيئة اللي حوالي وهون بصير بقى ينزل بمرحلة الإحباط واليأز وقارب على الاستسلام طيب احنا اليوم بحياتنا بأي مشروع كان أو بأي ثغرة كان بنا نبدأ فيها شو ما كانت لازم بدها وقت بدها دراسة صفيحة يعني أنا اليوم لما عرضت علي فكرة ديكس إند درستها فهمتها وبعد هذا سجيت ودخلت وتعلمت وتدربت والحمد لله اليوم أصبحنا يعني نلقي أفكار جديدة للناس بشكل عام كيف وصلنا لهذه المرحلة نحن من تدريب على الأصول في البداية لأن اليوم نحكي كواقع اليوم ديكس إن خططها موجودة من 31 سنة والمنتجات الموجودة من 31 سنة والشركة منتشرة وعميقة ولكن التفكير الصحيح هو من ينتج أشياء جديدة ضمن هذا المشروع فنحن اليوم كبداية قبل ما نبدأ ببناء الفريق أولاً نبدأ ببناء عقولنا بشكل صحيح أنا اليوم لما بدي أطرح الفكرة على أي شخص ما هل أنا مستعد استقبال هاي الناس؟ هل أنا مستعد تدريب هاي الناس؟ هل أنا مستعد لرد اعتراض أي شخص يجيني معطرد عن عملي اللي كان بيقولك حلال ولا حرام ولا نصب ولا كثب ولا خطاق؟ هل أنا عندي الأدوات اللي يقدر رد فيها على هاي الناس؟ انظروا لأنفسكم أولاً قبل أن نبدأ بالاستقطاب لأنه بثير اليوم الناس بيقولك أنا والله يا أستاذ نادر عم لاقي استقطاب صعب والله يا أستاذ ساري عم جب ميآضاء عم يسجل بس عم يطلعوا عم يغادروا ولو كنتم أدي عملك بي بالمية تماماً ما هيك الحق واللوم عليك انت ليش؟ من باب أولى أن نحط اللوم على أنفسنا حتى نظلنا دائماً مستمرين في النجاح والتطور ما خلص اليوم صارنا نجوم ماسيين ونقعد خلص نحن صارنا بالتكملة بالعبس هلأ بدأ شغلنا بشكل صحي فقبل ما نبدأ نحن باستقطاب الناس أو دعود الناس على هذا المشروع لازم نفهم فيه أصول بهذا العمل الأصول اللي فيها علينا تركيز على أنفسنا صح يكون في عنا الأسلوب الحقيقي اللبق اللي نقدر من خلاله نعلم هاي الناس ونصر الفكرة بشكل حقيقي لأنه في كتير الناس بصراحة مع الأسف يعني صار في بعض التشويه والغرر بشركة ديكسين فصار فيه ناس اليوم بس تسمع شركة ديكسين ما تدخل فيها مع أنه نحن شركة ديكسين ما شاء الله يعني من يومين كان فيه محاضرة هنا لأستاذ مصري ألقاه يعني 19 سنة بالنيتورك ماركتينج بصناعة البيع المباشر 19 سنة موجود فيه هذا الإنسان وملاء أفضل وأعظم شركة ديكسين في صناعة البيع المباشر وتكلم عنها ووصل رتب عالي جدا بباقي الشركات اللي كان داخل بيها بس لما شاء عظمة ديكسين بين الشركات في النيتورك ماركتينج قالك لا هذا هدفي هذا الوقت اللي حضوه هنا لحلاء ثماره موجودة فأبل ما أبدأ أنا ببناء الفريق علي ببناء نفسه وعقلته بشكل صحيح كيف أفهم تقبل انتقادات الناس كيف أنا اليوم بدي أقدر أتعامل مع هاي الناس بشكل صحيح لأنه بصراح هذا مشروع دام بذكره لحد تنشيب هذا المشروع التنشيب وما بعد الوفاة يعني مولا شغلة شهر وشهرين وسنة وسنتين أبدا فأنت اليوم عم تزرع زرعك كيف بدي يكون زرعك أكيد ما حدا فينا بيخبر يكون الزرع تبعه غير ناضج أو يكون الزرع سيغ يعني حكيا لا الكل بدي يكون الزرع يعني ناضج ويكون الزرع مثم بشكل صحيح استاذ نادر عم قوله ما في صوت الصوت واضع عند الجميع تمام كويت فنحن اليوم يعني بصراحة اللي بقال لك أنا بتنام بدي فيه بتلاقي اللي أنا ناجح يعني الموضوع ما هي الموضوع عبدا ما هيك أنتو أساسا أنتو كلنا بحاجة إلى عقبات بحاجة إلى مطبات ليش ليش بحاجة لهذا الموضوع طيب إذا اليوم خيرنا نحن أي شخص نشتري رتبة النجم الماسي شراء يعني جيب سبط أعضاء نفعله كلهات 4500 بيطلع هذا القائد نجم الماسي هل سيكون في طعم رغم أنه في عنده فريق ما حلكم فريق واهمي لا حطناه على جرم كان يصعب السؤال عليكم بشوان في رتبة نجم الماسي وبفريق ولكن القائد ما له متمكن أبدا من رتبته الحقيقية من مكانته يعني أخذ مكانه غير مكانته هل هذا الشيء نحن كنا مفضله أكيد لا طب ليش؟ أقول لكم ليش؟ لأنه باختصار بينما دخلت أنت بـ DXM من الصفر لسه عندك أنت مئة نقطة لرتبة النجم الماسي في مسير وفي طريق طويل بهذه المسافة نحن بحاجة نوع بمطباته وعثرات بحاجة ليش؟ ليش؟ نحن اليوم ما في قرار صح وفي قرار غلط لا في قرار صح وفي قرار أصح منه في قرار ما أعطاني الإجابة الكاملة وفي قرار أعطاني إجابة كاملة هيك ما في يوم في شيء غلط وفي شيء اسمه صح لا لازم دائما نبرمج عقلنا على أنه كل شيء صح ولكن في صح وفي أصح منه تمام؟ تمام؟ وما لحن نعرف الصح إلا حتى نوقع بالغلط حتى نكون على يقضى تام من الكلام اللي نتحدث فيه حتى نعرف كيف نحن ماشيين المواضيع اللي ماشيين فيها كيف نحن عمل فيها ولكن بأسلوب وبتفكير إيجابي صحيح كلنا بنوع بالمطبات كلنا بنوع بعثرات صحيح ولكن لازم نكون نوصل لمرحلة نتكيب فيها لأن الإنسان اليوم مستحيل يقع بمطب أو يقع بعثرات أبداً مستحيل إلا يكون دائماً هامم نفسه ونفكر أنه الوحيد لازم ما يقع بمطبات بالعكس أنت الوحيد لازم تقع بمطبات وأكتر من غيرك ليش؟ فكمان ذكرت بهاي المسيرة من المائة نقطة لرتبة النجم الماسي بيعندك طريق طويل هذا الطريق أنت بحاجة لأنك أنت تتمر بأوقات صعبة حتى تتمكن صح يحقن حتيها من باب تاني اليوم الرجولة في الوطن العربي يتقيد بعائلته وبعشيرته وبأمور تانية أن هذا الإنسان من عشرة فلان فهذا رجال لازم يقول لا ما هي كلمة مفهوم الرجولية مفهوم الرجولية هو اللي عنده احتواء هو اللي عنده حكمة هو اللي بيقدر يتبر الأمور بوقتها بيقدر حل المشاكل بغض النظر مما كان يكون وابين مين وعشرة مين لا الرجال فعلياً هو ما تلاقيه أكتر إنسان مدعوب بالحياة ومرت عليه الحياة بشكل صعب حتى اندعك صحيح وطلع بعضين رجال رجال بأفعال وليس مجرد كلام أو عن لقض أحد الأشخاص منه والده ولا جده لا لا أبداً فنفس الأمر مشروع دي إكسن ناخد أي شيء بالحياة ونديره على مشروعنا أي شيء بالحياة نحن نحن نحل له ونضعه بمشروعنا ولهذا ما يدخل الموضوع الرجولية بموضوع دي إكسن وبناء الفريق؟ لأن هذا ينطبق على هذا بس بغير صلة يعني اليوم أنا لما حتى أصير نجم ماسي أو خينحتي حتى أكون أصير مدرب بغض المزار لأن في نجوم ماسيين يعني معلوماتهم غير كافية فنحن لا بدنا نكون من هاي الناس، بدنا نكون نحن من الناس اللي معلوماتنا تسبق رتبتنا تمام؟ فلما أنا اليوم بدي أنا أساساً أوقع بالمطبات والعثرات لحتى أتعلم وأتمكن أكتر حتى أكون مدرب حقيقي وصحيح ويكون عندي الحل الجميع لكل الموجودين من أعضاء فريقي ولا من غير أعضاء فريقي فمن الضروري تماماً أنا لما أوقع بمطبات أتكيف فيها وأبحث عن الحل وليس أوقع بالمشكلة نفسها وأقعد أنضب حظي ليش أوقع بالمشكلة؟ لسا بدات المسير هيك مشاكل من البداية والعمل أساساً بده وقت طويل بسير أنت تحيط نفسك بدائرة صغيرة وتسكع على حالك الباب، ليش؟ من خلال التفكير ما كان لك تفكير سلبي ولكن تفكير محدود لأننا اليوم ما اطلعنا على كثير أمور بالمشروع وما اندعكنا بالمشروع صح؟ فاليوم أغلب الناس تتساقط بالبداية هذا اللي بيسجل وما بيعجب العمل يطلع هذا اللي بيقول لك والله العمل طويل وبدأه طويل وبدأ أحكي مع الناس وأقول لي يا قلبي بطل هذا أنا أحكي مبارك الجاني يعني بالعكس أنا اليوم لما كنت حب عملي وأطلع أحتي واتفقف بالمعلومات هذا بالعكس قوة إيه؟ غذاء العقلي ومعلوماتي فلما حب ما أعمل فعلياً ستلاقي فيه إنجاز كبير تمام؟ اليوم نحن نسأل أي محترام الشديد وهني على رأسنا الموظفين والعمال وأي شخص صاحب دخل ثابت اليوم من خروجه من المنزل إلى عمله نحن يواجه صعوبات ممكن مع شوفير الباص أو شوفير السرفيس أو ممكن يواجه مشاكل مع أصدقائه في العمل أو مع صاحب العمل هل لح يستسلم من البداية؟ أكيد لا ليش؟ يقول لك والله أنا رزقتي يعني عندي أولاد وعندي مصاريف ما لح يستسلم مو من أول مشكلة بدي أستسلم أنا ولا أترك ليش دائماً نحن نختار الاستسلام بالبداية؟ ليش؟ إذا أنت مثلا اليوم خير نحكيها للشباب إذا مواجه أنت رايح على مشكلة وفيه اتنين جايين لعندك بديك تعمل معهم مشكلة تستسلم دخلي ولا بتقاوم؟ أكيد بتقاوم تمام؟ فمشروع عملنا نستخلصه من هاي اللي المبادئ نحطها بعملنا ما نستسلم من البداية نفهم أصول العمل كيف لازم احنا نمشي فيه بشكل صحيح ومن الضروري نوقع بمطبات وبعثرات ولكن المشكلة وين؟ المشكلة مو أنه نحن نوقع بمشكلة لا هاي طبيعي للناس كلها بتوعب المشاكل بس المشكلة الأكبر أنك تعرف حل هذه المشكلة وما تروح لتحلها هاي المشكلة الأكبر أنك توقع بمشكلة وما تعرف وتعرف حلها بس ما تحله هاي المشكلة الأكبر طب ليش؟ يعني اليوم حياتك مشكلة من خلال المادة من خلال الرأي اليوم الموظفين بيعطف الكلام هذا لأنه أنا اليوم رأي ما فيني أخده ولا قراري من نفسي بدي أخده من صاحب العمل تمام؟ واليوم الحمد لله يعني اليوم أنا بتكلم معكم بالمركز كنتم موظف ولكن شفت بعض النظر بهذا المشروع واشتغلت عني واليوم استقلت بس واحد زائد واحد ساوي اثنين ولكن من الواحد للواحد أخذ معي مسيرة طويلة أخذ معي عقبات عثرات مطبات إحباط إحباط كبير وشوي كمان طبعاً اللي بني هار فرقه وهذا الموضوع بيوع بإحباط كبير بس ولكن هي كانت من باب أولى أنا إلي أن يكون معزز لنجاحي ليش؟ لما أنا اليوم طبعاً نهار فريقي مرتين أنا شفت أي شخص بالأخير نهار فريقه مرتين هذا الشكله خلاص ما هذا لا يستمر بالعمل أو العمل هو شخصياً شاف أنه ما حي يجع فيه فبيستسلم دغري على جنب بينما الإنسان العاقل والذكي والفهمان والبيعرف متدارك الموضوع صح أنه بكل شيء بالحياة في إحباط وفي يأس وفي فشل إذا ما هذا الفشل ما نحن نفطع من النجاح بصراق إذا أنا عم بنجح عم بنجح عم بنجح ما صار في شيء مختلف دائماً نجاح بدي أفشر حتى أرجع يعيد ترتيب أفكار الأول جديد لازم يكون في فشل بالموضوع لازم يكون في مطبات حطوه ببالكم ما تفكر تشتغلوا على أنه دائماً إحنا نتدارك الأخطاء لا بالعكس أحياناً مو أحياناً على الأكيد الأخطاء هي من تنجينا من أخطاء المستقبل الكبيرة حتكون أخطاء بالبداية أفضل ما أخطاء لما وصل لرتبة عالية وظني عم بخطئ ليش؟ لأنني ما أيقظت نفسي من الأخطاء البداية بداية عملي فاليوم نحن نبعد عن موضوع الاستقطاع بداية وعن موضوع التصويق على جنب نبني أنفسنا صح لأن المشروع كما ذكرنا المشروع لما بعد الوفاة لما بعد الممات إلى ما شاء الله ما لا نهاية فلنبدأ ببداية صحيحة ولا لا؟ كل واحد يسأل نفسه بينه وبين حانه أنا أبدأ ببداية صحيحة ولا لا؟ حاجة ساعة من لف من يمين ولف من شمالي أبدأ بحالي أولاً حتى أقول أنا مدرب حقيقي مع الناس مدرب يوم نحن يجديك شخص أكبر منك يقول أنت أحفاده أنت حتدربه بمعلوماتك وليس بعمرك طب أنا المعلوماتي ما عندي فقير المعلومات أنا شو سفدنا ببناء الفريق؟ لما أنا يجديني كمية كبيرة من الناس وما أقدر أدرب هاي الناس أو أخجل أني أطلع أدرب هاي الناس أو معلوماتي محدودة وبرضغم إلينا مثلاً إلي مع الأستاذ ساريا سبتة شهور للسنة وما قادر ندرب طب شو هم تتمع الأستاذ ساريا؟ يا التقصير من الأستاذ ساريا يا التقصير من نادي ما في حل تالت التالت تمام؟ وما دام في اجتماعات اطلعوا وعموا المداخلات ادفوش حالك للنجاح ترى الحياة بدها قلب قوي الحياة بدها جرأة الحياة بدها انغيماس ما بدها خجل اليوم أنا عم بخجل وبكرة عم بخجل وبعدني عم بخجل الوقت راية علي نحنا مو بلعبة مو بلعبة مو بلعبة آتاري أو ماريو نحن بحياة نحن بوقت محسوبة علينا من عمرنا يعني اليوم اللي لعب لعبة على الإنترنت بيخسر برجات عيدنا أول جديد بس حياتنا ما حتنا عادنا أول الجديد بالعكس سماما الوقت ماشي علينا تمام؟ طيب نتدارك الوقت بشكل صحيح يا أخوان ويا أخوات فمطلوب منا فعليا نتعلم صح نتعلم مو بس نتعلم عن خطة ديكسين وخطة المالية والمنتجات لا نتعلم كيف يكون نحن عنا اطلاع كبير بالحياة حتى نقدر نوازم عقول حتيجينا عقول بكرة يعني بصراحة بشكي عن نفسي أنا في عقول أكبر أو أكثر ثقافة مني بس ولاكي بمشروعي أنا لغلب ليش؟ يعني أنا عندي المعلومات أكثر منه بمشروعي بس بباقي الأمور هو بيغلبني تمام؟ فأقل الشي يكون أنا بمشروعي باللي أنا أطرهه عليه يكون أنا الأول فيه ما يكون حتى بمشروعي يفهم أكثر مني فيه لا ببصيرها بحقيقة هذا الشي اللي إحنا بيمنعنا على أنه نحن مشروع نتعلم صح؟ نتدرب صح؟ أكيد هذا مطلوب من أسس أساسيات العمل معنا أني أنا أكون متدرب صح وتعلم في فقرة ذكرناها مبارح لا تبدأ وابدأ شلون لا تبدأ وابدأ؟ لا تبدأ باستقطاب الناس دعوة الناس على هذا العمل بل ابدأ بتعلم نفسك اليوم أنا بأعطي مهل شهرين ثلاثة لحد بل خمسة شهور تعلم ما عندي أي مشكلة لأن المشروع ضويل اليوم إحنا لداخلك رمال أرباح سريعة وأرباح بسيطة أعد التفكير بنفسك قاعد التفكير بنفسك لأن اليوم في كتير ناس داخلت على هذا المشروع وصابرت وآثرت على نفسها لحتى تاخد أرباح توازي راتبها الشهري لما يختص قلة نعمل أما أرباح سريعة في أرباح سريعة ناخدنا نحن شهرياً ممكن يكون في شهر شهرين تاخد أرباح من خلال باقة الاسبي ينزل جديد ولكن هذا الشيء ما حكونا على دوام دائماً ولكن فيه أصول العمل لأنه عملنا هو أساساً أنك تبني فريق وتزعى للمستقبل فأكيد ما حكو موضوعك أنك صفقة بيع أو بيع وشراء تاخد أرباح سريعاً فبدنا نحاول معلش خير نرجع للموضوع شوي لوراً بدنا نحاول نبدارك بأفكارنا ضروري لتعمق بأفكارنا نطلع على كتير أمور تانية اليوم التحدث مع الناس أكبر عائق لكتير من الموجودين معنا أكبر عائقة أنه والله أستاذ أنا عم خاف أحكي مع الناس عم بخجر عم أحس حالياً ما عم تقدم شي صحيح ليش؟ ليش؟ أنك ملك متعلم صح بالبداية الأستاذ نادر بيقدم كورسات بيقدم معلومات بيقدم تقريبات مع الأستاذ أحمد الخميس مع باقي المدربين ما شاء الله كونوا أنتوا أول الناس ادفع نفسك للتعلم هذا مشروع عمرك هذا مشروع حياتك لإمكانك أنت تكون بمكانة مرموقة بالمجتمع تكون بمكان بين الناس بنجاحك هذا ولكن إذا أنا أساس النجاح ما أعطي حقه كيف النجاح بدي أعطيني حقه؟ كيف؟ تكون نحن واقع أكثر واقعية من الواقع قبل ما نبدأ باستقراب الناس دعوة هاي الناس نتمكن نحن نكبر ونطور من أدوات التدريب اللي عنا هذا الشيء البروري نحن اليوم كما ذكرت نحن بحاجة لنقع بمطبات هلأ اليوم المدربين الله يزيهم الخير أن أعطوكم زبجة العمل أنتوا بس طبقوا تمام؟ ومع ذلك لح توقع بمطبات لح توقع بعثرة للم هجريك مستقطع سلبي تمام؟ لح توقع بإحباط لح يجريك أربع خمس أعضاء دخلوا معك كل واحد فيهم فعل مئة نقطة وانسحبوا بالعمل لح توقع بإحباط هذا الشيء خليه إلك وقود خد نصيحة مني إلك من تجربة قلت أنا يوم لإيام عضو ما عندي غير مئة نقطة عضو كنت يوم لإيام خد نصيحة مني إلك خلي هاي المطبات والعثرات وقود لنجاحك وقود لما انهارت فريقي مرتين أكيد موقعت بإحباط إلا أنا أعوذ بالله من كلمة أنا إنسان عنيد وما بحب العزيمة أبدا إلا واستمرت إلا وآثرت على نفسي حتى أثبت نفسي مرة الثالثة والحمد لله اليوم يعني فريقنا لا بأس فيه فأنا أعوذ من كلمة أنا ما بدأت لنفسي الاستسلام أو الإنهزام ولكن مو أنا مرضيت لنفسي الإنهزام وضليت بمكاني لا لو ضليت بمكاني حينها فريقي المرة الثالثة والرابعة والخامسة وممكن أترك العمل موران الموضوع كله أكيد لما قررت قررت والقرار شيء صعب ما بشيء سهل من القرار بحب مصير يا هيك يا هيك بالقرار تمام؟ فالقرار ما في ترجع عنده بالنهاية إذا تخطيت فيه أول خطوات البداية فالقرار صعب ومو كل مين بيقدر ياخد قرار صح هاي كمان كنت تعلموا عليها ضروري جدا فاللي بدي أخد قرار صح بدي يكون أجهد القرار فلما قررت أني أنا اتطور واستمر للنجاح خلاص قررت يعني شو ما واجهني يعني حطيت في بالي أوهام أكبر من الواقع أنه حيتواجهني جبال بدي أنا حارب هاي الجبال طبعا لمشروعنا ما وصلنا لها المرحلة بس ولكن اللي بدي ننجح ما بيقع من حجرة صغيرة بيقع فيها لا بل بحط قدامه جبال كبيرة حتى شو ما إيجا أقل من الجبال هو أموره متداركة صح لأنه كان متوقع أكبر من هيك كان متوقع أكبر من هيك وإيجا أخرف من هيك فأمور تمام هاي بنا نشتغل بدنا نتحايا على الحياة بدنا نتحايا على أنفسنا بالنجاح بدنا نتحايا على كثير من أمور ما نخدها بشكل جدي كمان فيه شغلات اليوم تحتاج إلى ارتقاء وهدوء ولحالة بتمشي أبدا فاليوم المواضيع التركتب علينا نحنا قبل بداية بناء الفريق بناء أنفسنا نحنا بحاجة لبناء صحيح اليوم القائد الحقيقي دائما بكل اجتماع في عنده شغلات جديدة في عنده التبديل بدل طور عدل غير لا تضلك مثل ما أنت بمكانك لا بدنا يكون فيه دائما تبديل خطط اليوم الخطة إذا كانت ناجحة نطورها للنجاح أكبر فكيف إذا كانت الخطة فاشلة؟ بدنا نحل الجزري تماما عنها الخطة هاي نتبدل الخطة تانية يا جماعة خدوا نصيحة مني لكم تكيفوا بالعمل تكيفوا بالعمل حبوا العمل ما يجي شخص كل مرة يقول هلأ فعلت المئة نقطة لعندي؟ يلا فجأة خلاص الشهر فتنا بشهر جديد بإرجاع المشكلة من أول وجديد كيف لفعله مئة نقطة؟ الموضوع مو هو اليوم في ناس عم تفعل بالألف وألفين نقطة تسويق تسويق يعني في مرابح إضافية على التسويق وليس فقط إن حد أنفسنا بمئة نقطة ترى يا جماعة ترى مشروعنا أكبر من هيك بكتير مشروعنا كبير وضخم يعني أول تم بارح لما كان مع السفير على الجماعة المسعدة لسيدة لاتينية مئة ألف دولار شهريتا مئة ألف دولار للي عم يقول أنا بدي خمسمائة دولار شهريا واللي عمل أنا بدي أصل رتبة نجم ماسي وهمي غير وهمي بدي أصل للرتبة إن الرتبة على فكرة هي رمز ومكانة خلوة ولكن إذا كان الفريق غير حقيقي والعقل أو صاحب الرتبة كان عقله غير كافي كان العقل غير كافي ما إلى مكانة للرتبة بين الجماعة ما إلى مكانة ليش بقول لكم إحنا بحاجة لمطبات بحاجة لهذا الوقت نوصل فيه لرتبة النجم الماسي ويقول لأ أي رتبة بدك يا أو سفير ملكي بحاجة لنوع بمطبات ضروري من غير مطبات حتعلمنا حتعدنا للمستقبل حنواجه بكرة ناس أفقه منا وأكثر منا علما فإننا نكون إحنا متطوير أقل شيء بمشروعنا حتى بمشروع اللي أنا نجحت فيه في مين غلبني؟ لا بصراحة هذا الشيء يعني يحتاج إعادة التفكير من أول وجديد فأنا مضطر ومجبور أن يتعلم وآسع نفسي حتى لو كانت الموضوع في صعوبات كتير ترى أنت أخذها من ناحية الإيجابية وليس السلبية أخذها من ناحية اللي أنا اليوم أتكيف معي المشاكل حتى يتعلم منها ضروري يتعلم منها لأنه ليش؟ أولا أوعد نفسي للمشاكل المستقبلية الأكبر إذا المشكلة الأولى ما أقدر تحلل كيف الثاني والثالث والرابع والأكبر والأكبر هاي واحد اثنين لما حجي تحتي فريق بدي أعرف كيف تعامل ما وأنا بدي أعرف كيف تعامل ما وحل مشاكلها إلى هذا الفريق وعلم فريقي كيف يقدر يحد من أو يقلل من الموضوع الإحباط النفسي أو الهأس فهذا الشيء إحنا مطلوب منا قبل ما نبدأ باستقطاب الناس لأنه في عنا عملية تدويرية كاملة من كلال تعلمنا الذاتي ونقدر كيف نتكلم مع الناس لأنه بالنهاية هي دي أكسين محور من محاور الحياة محور صغير من محاور الحياة فبدنا نعرف كيف نتعلم بشكل صحيح ومتقن ضروري أنتوا بحاجة إلو بحاجة فأي شخص اللي لح يؤى من هلأ بعد اجتماع وما بعد لح يؤى بمطب لح يؤى بعثارات العثارات شوية العثارات والمطبات إنه شخص إجاني رفض العمل شخص حكى عن الشركة شخص كذبنا شخص دخل وفعل مئة نقطة وطلع شخص جاب معه أعضاء وما استمر بعدين كذا كذا هي كلها مطبات والله هيخلص الشهر ومئة نقطة ما قدرت فعلها هيخلص الشهر ما قدرت أني صوق المئة نقطة هيخلص الشهر وما قدرت جيب مئة أعضاء هي كلها مطبات طيب اليوم في مشكلة وفي حل المشكلة شو حل المشكلة للاستقطاب إنه يتعلم كيف يتكلم مع الناس بأسلوب صحية ويقدر استوعب هاي الناس لعني طرح معلش خيانكم بس واقعين شوي ما احترامي للجميع هل حكي بحكيها عن نفسي أنا على قدر معلوماتك وألقاء الفكرة للناس ابتجيني ناس مثل طريقة كلامي يعني كل ما كنت أنت عم تتطور أكتر كل ما كان اجتك ناس متطوري أكتر كل ما قدمت الفكرة لأنه هذا مشروع عملك هذا حياتك فيها حتى كمان تتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل واللي معنى في العمل القديم يفهم كلامي فيعني كل ما نخص بالعمل الخيري بديكسين موجود كمان أنا اليوم ما بس بيطلع على الرتبة ما بس بيطلع على 500 دولار شهريا لا يتعلم كيف أنا اليوم كساري يبحكي عن نفسي أنا والله صدقا يا أخوان ويا أخوات ما همي بس الفلوس والأموال لأنه سابقا قبل ديكسين كان في نقدر نحص على فلوس أو مصاري كان في عنا فلوس وكان في عنا مصاري بس ما كان في عنا العقلية الصحيحة ما كان في عنا العقلية الناضجة فأنا الثروة اللي أخذت من ديكسين واللي دفعني عليها أني أوشي صرت أقرأ كتب وثاني أنا قدرت أني أنضج بتفكيري بشكل صحيح وقدرت أتعامل مع ناس اليوم لما أنا أكون قاعد بمجلس ولا باجتماع بغض النظر عن ديكسين ولا غير ديكسين أقلش يكون في عندي كلمة أو حجلة أسكت فيها الجميع ليش؟ هل أنا ممكن أقعد مع مجلس خارج ديكسين خينا نقول مثلا مجلس مع تجار مثلا تمام؟ أو رأس ماليين كبار يعني معنا أموال طائلة هل أنا أذكر موضوع ديكسين إذا كان الموضوع عن خارج ديكسين هل ممكن أنا أذكر فوت عليهم بالديكسين مثلا إذا عم يتكلموا عن تجارة أو عن شغلة أو كذا أكيد لا يجب يفوت معنا بسياق الحديث بالتيار نفسه ولكن إذا ما كان عندي المعلومات الصحيحة لأنا أقدر فوت معنا بالكلام هذا ما نحن أشارك تمام؟ فنخلي الموضوع هذا دائما أساس عملنا ومن الضروري أساس عملنا نتعلم ونحن صح حتى نقدر مو بس في ديكسين نتكلم نتكلم مع الناس بخارج يعني بخارج إطار عملنا لماذا؟ لما شخص يأجبوا كلامك خارج إطار عملنا عمدت عم تذكر إذا عجبوا كلامك لح تفتح باب إليك ممكن من خلاله تقدر تتخدم معك العمل تعمله إنسان رائد أعمال حقيقي بس شلون؟ كيف أنا أقدر تدخله معي؟ لما شاف استوعاه بالكلام وشاف فهم وذكائي هل حكي إلكم طبعا؟ تمام؟ لحسين أنا في لفة انتباه إليه هذا الإنسان وماشاء الله إليه عنده معلومات عنده خير بالحياة ومتربي من الحياة عنده الحجة عنده الكلام الصحيح عنده إلقاء الكلام بشكل دقيق عرفان شا عم يتكلم حتى هل حكي أنا بأخذه وحطه بديكسين لما أطرح فكرة العمل مو بس مجرد كلام عم ألبه بلساني لا أنا بدي أعرف شا عم يتكلم للناس حتى أعرف وصل لقلوبهم لقلوبهم مو بس لعقلهم لقلوبهم حتى أصير فيه إحساس حقيقي هذا الإنسان كلامه معي رخبته بنجاحي أنا إحنا اليوم معروفين بأهل الحلول عم أعطي حلول للناس تمام؟ ولكن قبل ما أعطي حل للناس أعطي حل لنفسي شو الحل اللي أنا محتاجه؟ أني أنا ما واجه أي مشكلة أو من الردود لما شخص يواجهني برد عطيه عشرين رد بداله طبعا رد مقنع يقول مرد كلام أو مجرد كلام سلبي مس عم ردة عليك لا كلام أنا من خلال من كلمة وحدة اقفل عليك الموضوع التام ما خليك تجهت أحكي فيه مرة تانية تمام؟ إلا دكاء هذا الإنسان جاهل داخل لي حاربك فدائما أنا بحب تركز على الأصول بالعمل متى ما فهمت هذه الأصول صدقا الاستقطاب بصير يعني كمثال برح ذكرت لأعضاء الفريق عندي مثل الماسك الشوال حنطة على كتفه والشوال مفتوح من كل الجهات وإنت ماشي عم يهر منك الحنطة أو اللقبح تمام؟ نفس الأمر هيك حتكون معلوماتك مع المستقبل طول ما أنت عم تاخد وتغب من المعلومات وتستقبل معلومات من الصغير من الصغير قبل الكبير لأنه من تواضع للمعلومة ازداد ثقافة من تواضع للمعلومة ازداد علما تواضع للمعلومة من مي مكان تتكون ربما ناخد احنا أحيانا فعليا بناخد دروس من الأطفال دروس دروس بالكرم هي أولها تمام؟ فحتكون أنت يوم لأيام ماشي ومعلوماتك عم تهر منك ليش؟ أنا اليوم غبيت قدر كبير معلومات صرت قادر طلقائيا على طرح الفكرة للناس ببساطة وبمرونة بدون محسن في لبكة بدون محسن أنه نعم مخدم شيء خايف يقبل خايف ما يقبل لا فيه بد يقبل بد يقبل ما قبل ناخد موضوع الإحالة كلكم تعرفوا موضوع الإحالة شو هو؟ الإحالة هو أنه من خلال هذا الإنسان الذي رفض العمل يجب لناس من طرفه هذه الإحالة تمام؟ ولكن دائما حطوا ببالكم طريق غابة طريق واحد ما في غيره هو النجاح يا النجاح يا النجاح يا أما الحل الثالث هو النجاح بس كونوا عانيدين لمستقبلكم كثير اليوم منكم كثير ممكن أغلبكم أو ممكن كلكم بيتمر عليكم كثير ظروف ما بتستسلموا فيها بتقاوموا فيها إن كان شعنا نحكيها بباب تفسير أكثر إن كان شاب مع أخو أخ مع أخو أو كان زوجة مع زوجها أو إن كان صديقة مع صديقتها أو دائماً منوقع بمطبات تمام؟ ممنستسلم أول الناس لأننا نحن لا نحب الإنهزام دائماً تمام؟ ولا نحب دائماً الاستسلام أو دغري التخلي على الموضوع أفداً كلنا في حياتنا العامة لا نحبها نحب دائماً نقول نحن الأول نحن الفائزي وصح طب ليش ما ندير هذا الموضوع على مشروعنا وما نستسلم دغري ليش ليش نحن ما نستسلم دغري ليش نحن نقاوم ونقاوم بقوة لأن هذا المشروع شفنا صبق من طلع وصار نجم صار سوفراء عم يأخذوا بالخمسين بسبتين والمئة ألف دولار شهرياً وطبعاً هلاذ يسأل سؤال مين غيرته بالديكس إن المال شاركونا بعد تعليقات ما عليش لو سمحتون مين غيرته بالديكسرني المال كتبوا أنا أو ثم البدكم إياه بس شاركونا الشريك حتى نأخذوا ناطم عنكم ترى السؤال ملغومة أنا كان كان سؤالي كان كلام كله عن موضوع الـ 200 قبل الاستقطاب فالمال ما علاقة بالموضوع فهلها السؤالي مين داخل حتى بموضوع المال طيب حلو كتير حلو كتير اللي جاوب معنا واللي ما جاوب حاطيكم الجواب إن شاء الله الشاه ولكن طيب بس خيري نكبر الشاشة سواني طيب أقالكم ليش أولاً نحنا كنا بحاجة للمال لأن المال هو بصراحة سبيل العيش من الحياة تمام هو تسيير أمور بالحياة بالمال تمام ولكن نحنا بصراحة في قصة صارت لأحد التجار بسوريا كنا عم تحكيها من باب شو من باب تميز التجارة كمثال كهذا الإنسان من سوريا من مدينة حلب كان من أغنى التجار ما شاء الله في سوريا وصارت الحرب بسوريا ونهدم كل شي عنده فطلع على مخيامة اللاجئين في هاتاي ورجع بناء شغله من أول جديد واستقرر الموضوع المادي ورجع الطور من أول جديد من سنة صار ما في زلزال بسوريا بها تاي وفي سوريا أيضا فنهدم مصنعه بالكامل هي قصة حقيقية موجودة عندنا في تركيا انهدم مصنعه بالكامل ورجع لمخيامة اللاجئين لحد اللحظة هذه موجود تمام المغزن الموضوع في مغزين المغزن الأول هو أنه الإنسان اللي عنده تفكير صحيح ولو كان ومن الصفر ولو كان من تحت الصفر بإمكانه يرجع إيد البزنس طبعه ليش يمتلك عقليا يمتلك عقلية تجارية صحيحة فهمان كيف أنا بدي أشتغل بالطريقة الصحيحة هذا الكلام من صيغوا على دي اكسين كيف أنا بدي أستقطب بالطريقة الصحيحة كيف بدي أحكي مع فريقي كيف يدرب الناس كل هذا بالطريقة الصحيحة تمام فأي مثال أنا عم بضرب الكمية نصيغه لمشروعنا أنا ما عم بحكي قصص من خارج مشروعنا ممكن تكون من خارج مشروعنا بس إحنا كنفكاءنا اثنين مقارنة بمشروعنا نحن اليوم رأسمالنا هو هذا كلنا بنعرف رأسمالنا هذا الموبايل تمام نحن اليوم شو ما صار شو ما تهدم وشو ما أصبح علينا من مساوئ إلا نحن مشروعنا طائم ليش لأن الناس اللي أنت حتطت راحت اسمك ناس حقيقية وليس روبوتات وليس مجرد وهم بالعكس سماما فلما أنا أدخل على شيء حقيقي بتفكير حقيقي لأرجع أنبت فيها الروح نفس الأمر مشروعنا لما أنا ينهار فريقي مرة ولا مرتين ولا ثلاثة أو ما ينهار فريقي أنا من باب ما بدي الله ليطعمكم إياه أنه ينهار فريقكم إن شاء الله تمشوا بالبداية وأموركم إن شاء الله تكون سليمة والله هي يحصيكم بفريق قوي ولكن الينهار فريقه بحكي عن نفسي أنا شخصية ما بحكي عن نعيش شخص تاني بحكي عن نفسي عن نهار فريقي استسلم ولا ما استسلم ولا شو اول مرة بتخل بهيك مشروع لأ حطيته وقود هذا الوقود هو من دفعني وعطاني انطلاقه اكبر حتى توصل لنجاح كل انسان عنيد باحلامك كل انسان عنيد بطموحك كل انسان عنيد لتوصل لنجاح انت بتوصل حقه ترى اللي تحلم فيه بالليل قبل ما تنام هذا الشيء حقيقي بتحقق باذن الله تعالى ولكن هذه الاسباب انت كلنا محب تكون هنا سيارات وشقق وفلات واموال عديدة بالبنك كلنا منحب صح كلنا منحب هذا الموضوع بس كلنا مستعدين ندفع الضريبة ضريبة الشغل ضريبة الالتزام ضريبة الاستمرار ضريبة عدم الاستسلام كلنا مستعدين ندفع للضريبة هون باكل انسان يجاوب نفسه بنفسه قبل ما نجي لموضوع الاستقباب تمام هيتكلمنا نصف ساعة عن موضوع الاصول بعملنا ومن الضروري نتبع هاي الاصول لحتى نقدم خطا مراحل التاني وليش دايما نقول لكم تعلموا ثم تعلموا ثم تعلموا ثم مئة مرة تعلموا والتكلم لحي يجي لحاوله بعد كما ذكرت اه مثل شوال الحلطة او القمح اللي على كتفي لما نكون ومفتوح من كل الجهات كل ما امشي ينزل مني قمح على الارض هكذا لازم تكون معلوماتك ويما راح طعطي معلومات جديدة ويما اه وطأت قدمك طعطي شيء اه متطور دائما فهذا الشيء يعني بدنا نحاول نحط دائما بمخزة اه مشروعنا لتعلم مو بس نتعلم ثم نتعلم ثم نتكلم لا تعلم مئة مرة والتكلم بيجي لحاله بعدين الله يعطيك العافي كوش ساريا لحنا لسه معنا نصف ساعة شو رأيك نفتح المايكات للشركاء نسمع منه نشوف نسألتون انا جاهز ان شاء الله اتضلوا شركاء انا المايكات مع الجميع السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته معكم سهيب من فريق صحة ومال العالمي من فريق كوتش نادر والله شكرا الكوتش ساريا متل ما سمعنا عنك دائما المحاضرة كانت كتير غنية رائعة استفدنا كتير كتير يعني من كل شي يعني عطيت عطيتنا يعني اي عضو بده يصير قائد قوي ناجح يعني الف الف شكر يعني استفادة كانت كبيرة والله يعطيك العافية عن جد شكرا شكرا متل ما سمعنا عنك دائما يعني رائع جدا شكرا كوتش شكرا بارك الله فيك شكرا عليك هذا واجبنا اكيد نحن نقدم حلول الناس الله يبارك فيك جميع طيب من عنده كبان سؤال تاني تفضل عنده اي سؤال عنده اي مهدوري سلام عليكم سلام عليكم رحمك يا ربي بس في الصوفة في الصوفة في الصوفة في الصوفة صوفة غير واضح ذات تارية انا صديقات وبعرفك معرفة شخصية وبعرف كيف طريق بناء طريقات اليوم الى حتى يستفيد اعظام الجدد ونتبه في الاسم شاء الله اليوم انت نهار طريقة في عدة مرة فانا لاحظت الفترة الاخيرة ولما جلسنا المؤتمر انصالي انا وياه عم تخطيني عن بناء الفريق وكيف عم ستة مع الاشخاص الجدد فاذا ممكن اليوم تشخص بادئ جديد انضم علي بهذا العمل انت تتكلمت اليوم على اصول العمل ولكن طريق تلبيق بعد انو اتعلم هذا الشخص واتخط فاذا انت توجه طريقة اليوم انت ذكرت لي معلوم من المعلومات انو اول فيها علموا تشويق المنتج ومن ثم ينطلق البناء الفريق فاذا ممكن تعقبنا على هاي الجزئية وايضا اتوضحها فتحياتي لك والله يشعدك يا ربي بارك واذا انت بستمهل حتى نستر ان شاء الله يوم تكلمت طيب الاستاذ محمد ذكر كيف يتعامل مع فريقي بعد ما ينضم وايضا كيف موضوع التصويق وكيف يتابع فريقي من خلال هاي الجزئية اولا انا ذكرت اللي تدقق على كلامي يشوي الخطة زيانة ناجحة منطورها لنجاح اكبر فداما عم يكون في دورات جديدة عم يكون في كلام جديد عم يكون في خطط اساليب جديدة مع الناس هذا الشيء بصراحة الخبرة ما فيك تأخذها من اول مرة الخبرة بتجي مع مرور اللقت مدار انت مستمر الخبرة بتجي معك مع مرور اللقت اثنين بالنسبة لبناء الفريق اولا طبعا فريقي تقريبا حوالي الالف وثمانمائة شخص لحد الآن ولكن الحمد لله في عدد كبير منهم شغالين يعني فانا ما حبت اني اغلط متل ما كثير من الناس سبقوا وغلطوا فيها تمام حبيت اكون لي هيك شخصية خاصة فيني فسبحان الله اللي عم يصير كبداية لما نطرح الفكرة على الناس ومتعجبها الناس فكرة مشروعنا اول شيء منقدم العهد والوعد بين بعضنا يكون في ميثاق بالكلام من الوقت اللي هقدملك يا انت هاسألك عليه امام الله في انا اليوم ممنو عم بحكي عن ساريا عم بحكي عن نفسي انا وليس عم بحكي عن باقي الناس في ناس عندها ترتيبات ثانية في ناس عندها محاولة ثانية تشغاليها الله يباركنا كل انسان بشوف اي شغلة ناجح فيها يستمر فيها بس انا الشي اللي شفته ناجح انا من النوع بحب اتكلم مع شخص على الخاص ما بعمل القروب تمام مع انه هو القروب كمان خطوة ناجحة واقتصار للوقت ولكن انا من النوع اللي بحب اني دخل معي قائد دخل معي قائد تمام بيكون فيه كلام بينه وبينه بعطيه العهد والميثاق وتكلم انه اياه مع بعضنا بعطيه قوة المشروع بيصير بوصله للمرحلة انه هو اللي بحاجة للمشروع بيقول لي انا من زمان يردني فغيت على هيك مشروع او باعرف هيك مشروع فانا باعطيه الشعور انه انت اللي بحاجة للمشروع تمام فلما انت تعطيه هذا الموضوع ويلاقي فيه بساطة بالكلام بينك وبينه تمام طبعا ضمن اصول ضمن معلومات حقيقية وما نفرط كتير بانفسنا بشخصياتنا امام الناس كتير ما للناس تدخل لا خليكين في عندك حدود مع الناس بالتعامل بشان كمان يكون الاحترام فرض وواجب على اي عضو جديد تمام فبهي الحالة انا لما دخله معي هيتم فيه متابعة دائمة يعني من خلال دورة تدريبية من خلال اه اجتماع مسائي للعضاء الجديدة من خلال سؤال وجواب من خلال اه نفتح قلوبنا لبعضنا حتى يفهم فكرة العمل بشكل اعمى هو الحاله تلقائيا لح تنطلق وانتي حتكون ايضا من وراه تمام فهي كبداية كيف انا اتعامل مع الناس اتعامل معهم بحب اتعامل معهم بمزاقية اتعامل معهم بتشويق غير مفرط وبنفس الوقت ما اخذ منهم او ما اعطيهم المعلومات اللي هن لازم ياخدوها كبداية يعني لا اني افرط بالتشويق ولا اني اه ما اعطيهم المعلومات كافية كون دائم متوازي مع اسلوب حلو مع اه يعني هيك كلام بالعامية شوي حتى اقدر المس قلبه وحتى يقدر انا افهم شو تفكيره من خلال لما اطرح كذا سؤال على الخاضرين الموجودين واخد بعض الافكار اللي انا بدي اياها من هاي الاشخاص حتى اقدر اقرأ عقوله كيف هن عم يفكره من خلال تفكيره اللي انا بعرفه سيضرقهم الحلول فورا هون انت راقة عليك انت حتكون وانا طبعا حكون معك ماشي بكل خطوة فدعم يكون في اعتماس العقول للناس الموجودة مو بس مجرد يكون يا الله بدنا ندخل ناس عشوائية شلو ما كان ندخل ناس وطلع ناس وندخل ناس وطلع ناس يعني من دخل العشرة يطلع منهم واحد من دخل العشرة يطلع منهم اثنين كمثال لا حاول مالش حاول كون انت اخي متطور اكثر من السفير الملك بزاد نفسه اخي طلع من العشرة طلع اربعة مثلا حاول كيف من خلال معلوماتك من خلال طرحك اداءك الجديد دائما مطور على اللي انت موجود فيه ولو كان اللي عم تعمل وانت حاليا ناجح طور منه طور منه بالنسبة لموضوع التسويق كما ذكر الكوتشنادر عشرين بالمئة تسويق وتمانين بالمئة استقطاب وتدريبه متابعة ضروري انا اليوم في كثير ناس في كثير ناس منكم وطيب خينس على السؤال ونشوف من هاي الناس الموجودة معنا مين لحد الان اللي له ثلاثة شهور وما فوق بيعاني من المئة نقطة بيعاني من صعوب التحقيق المئة نقطة تقولني بالطالقات لنشوف حتى نشوف العدد الكبير يستاهل الشرح ولا لا تمنا بالطالقات لنشوف مين لحد الان اللي له ثلاثة شهور بالعمل وما فوق بيعاني من المئة نقطة بكل شفافية ماليش ماليش اليوم ولو كان الكلام هذا شيء داخل البخاجلان تحكي اطلعوا احكي اطلعوا احكي ماليش انت اليوم بكلمة انا كسرت حاجز بكر تطلم على الكوتشنادر بمداخلة بعده بصير الساز نادر يسلمك محاضرة هون بتبلش كسر الحواجز من الصفر او من تحت الصفر وما فوق فهي كلمة انا كسرت عندك حاجز ان انا اي عندي مشكلة وطرحت ويعني اثبت ان انا عندي مشكلة ما عندي اي مشكلة انا اذكر عندي مشكلة افدا فيه ناس اقولك لا انا عندي مشكلة بس مع غيري خلي غيري يحكي وانا باخد الزبدة من الاستاساري لا انت طلعوا تحكي كمان طيب اه موضوع الميات نقطة يعني اليوم لما انا دقيقة بس المنتجات بس نشتع عليها بشكل طيب هاي المنتجات منتجات مل شوة لو يا ريت الكل يركز معي ارجو الجميع هلا اذان صغيرة ان الموضوع بيهمكن كتير 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 بهمكن الموضوع فرجاء التركيز معي طيب بس سواني استاذ نادر بس خلي يجيب علبة الشامبو ويجيب تمام تمام حريبنا لحنا معك ما شاء الله شو رأيكم بالكوتش ساريا ما شاء الله محاضرة شيطة ما هيك في معلومات انا حاطت دفتر الدكسيني جنبي بدون ملاحظات لانه حتى من شركائي بتعلم لانه شركائنا كمان هنين ما شاء الله مساحة من الابداع ومن التجارب واكتساب المهارات فضلكوش ساريا معك لحنا الله يزيز فضلك يا رب هلا احنا اليوم بموضوع المئات نقطة كلنا متفقين كلنا متفقين لانه منتجاتنا غالية حلو بتيتين طيب طيب ليش غالية؟ هون السؤال صفا ليش غالية؟ فرجاء رجاء اللي بمكانه يكبر الشاشة عندي يخلي صورتي كلنا كام حتى يشوف الشرح بشكل تفصيلي لحقلكم ليش؟ منتجاتنا غالية بما يعتقد الجميع تمام؟ اولا هذه علبة الشامبو متفقين تمام؟ فيها علبة شامبو بالسوق أرخص من منتجنا حلو لحد الآن أمور ماشية تمام؟ طيب اليوم الشبكة نفسلكم بياها تفصيل بما اني انا كنت بشتغل بشركات الجملة الشركة شركة GXN هاي المعبوي هاي البلاستينكة شفتوا هاي البلاستينكة اللي من خلالها تغلب العلبة الخارجية تمام؟ هاي الشركة لما حتجيبها حتجيبها الشركة بكمية ضخمة ما حتجيب علبة علبتين منها لهاي البلاستيك تمام؟ فحتجيب منها كمية كبيرة فبالتالي شو صار بالشركة؟ اتكلفت هاي واقع الثنين الغطة تبع الشامبو مكلف للشركة ما حتجيب منها بكميات ضخمة صح؟ العبوة هاي العبوة اللي بتم فيها تعبت الشامبو بالنسبة للشركة حتجيب منها كميات ضخمة صح؟ واللوغو هذا اللوغو طبع الشركة تمام؟ هذا اللوغو بالنسبة للشركة كمان مكلف صح؟ والمادة اللي بقلب العبوة اللي هو الشامبو بالنسبة للشركة مكلف غير جون العمال غير الشحن من دولة لدولة عم تصلك لحد الان بثلاثمائة ليرا تركي كمية ضخمة نحكيها بثلاثمائة ليرا تركي تمام؟ طيب هاي بالنسبة للمنتج غالي طيب لما انا تقيس نفس منتج السوق بنفس التكاليف لما انا الشركة اللي عم تتكلم فيها بالغطى البلاستيكي او في من اللي بحطه علبة كرتون بقلب الشام وعلبة كرتون والغطى والعلبة العبوة واللوغو والمادة اللي بقلبها وتروح من دولة لدولة للوكيل الحصري لتاجر الجملة للمندوب اللي بوزع من المندوب لصاحب السوبر ماركت أو البقال ومن البقال للمستعلك عم تاخده بسبتين سبعين ليرة كل هاي مكلفة للشركة على فكرة وكل واحد خاطر تربح بشكل طيب انت كيف وصلتلك بسبعين ليرة فقط اصبح شو المادة اللي بقلبها شو المادة المحتوطة بقلبها حتى لهالدرجة كلها على بعض والتكاليف هاي عم تصلك بسبعين ليرة المنتج السوق ارخص من منتجنا طيب انت عرفت شو محتوط بقلب المنتج هاد هون النقطة انه هاي التكاليف الناس ما بتاخد لها بال ان كل هذا عم يصير وصل لعندك بتكاليف باهزة السمن على فكرة والتصنيع باهز السمن فمصلك كل هاي المراحل اللي عندك ب300 ليرة فقط ولا ننسى ان احنا عم ناخدها بخصم 25% مدى الحياة ولا ننسى ان احنا مستثمرين هاي الشامب عم ناخد عليها ارباع بينما احنا عم ناخدها منبره من سوق ارخص ولكن شو المادة اللي بقلبها شو المادة اللي بقلبها هاي نكون واقعين شو هاي نقدر نفصل للناس لما قالوا انا انا بعطيك قيمة منتج تقول لي اهلين قيمة شو اهلين قيمة يا انا بعطيك فعلا قيمة انا انا بعطيك قيمة صحيحة فلما تاخد المنتج من سوق بسبعين ولا ثمانين ليرة ولا بخمسين ليرة انت شو عم تاخد اذا الشركة مكلفة العبوة الغطى والعبوة واللوغو وهي البلاستيك او احيانا بي تحط بقلبة كارتون الشام بي تحط بقلبة كارتون احيانا ومن دولة لدولة ومن فلان الى فلان كلها عم تحط عليها ربح فواصل عندك انت بخمسين ولا ستين ليرة بتقول لي ادخص فانا شو نحطط بقلبها براحة مع احترامي للجميع شو نحطط بقلب المادة هاي فبالعكس انا اليوم بدي عرف قيمة هذا المنتج حتى احسن سوقه فلما انا فعلا اعرف قيمة هذا المنتج بشكل صحيح صدقا لحبيع مو مئة نقطة لحبيع بالعشرات بالعشرات او بالمئات عفوان المنتجات عم ذلك كمنتج بالعشرات لحبيع وبمئات النقاط فبس انا افهم قيمة منتجي بشكل صحيح وما اسمع رأيي الناس او منتجاتنا غالية لما اسمع منتجاتنا غالية هذا حيكون رد من الردود او الاعتراض انا ذكرتم شوي لما يكون عندك اعتراض تقدر تجاوضه من هاي الاعتراضات انه يكون منتجنا غالي تعرف كيف تجاوبه بالشكل الصحيح المقنع عرض الواقع مو جد انا بس اقناع لا امعطيك واقع انا واقع منتجي حقيقي فيه واحد اتنين ثلاثة اربعة وهكذا تمام؟ حلو الكلام؟ طيب واعد هذا الموضوع على كل منتجات ديكسين فلما انا افهم قيمة وقوة منتجي اولا لح استهلك لبيتي انا اليوم الوقاية خير من قنطاري علاج مو شط انا امرض حتى اخذ منتجات ديكسين لا بأخذ منتجات من هلا واحد اتنين بسوقها للناس اللي بحاجة لمنتجات اورغاني هاي اتنين ثلاثة لما انا اعرف هاي القيمة واطرحها على السوق واطرحها على ارض الواقع واطرحها على السوشال ميديا حالا يوجد اقبال كبير لان فيه مصدقية بالمنتج فيه مصدقية ما احترامي لكثير الناس صراحة يعني مجرد هم تبيع نقاط ما بيهم تبيع فائده المنتجه وخلص يعني بيبيع الشخص وبيحزره او مبعد يرد عليه او ما بيعطي طريقة الاستخدام او ما بيستمر معه بالتواصل بالعكس هذا غلط بينما تحطي بالي لما بدي بيع الشخص او اه سوق لشخص ضنيع التواصل انه اياه عم تستخدم المنتج صبح مساء بعد فترة اسبوع مثلا برجع بتواصل معه كيف ماشي بانتظام عم لا فيه تحسن ده حسس انه انت عم تعطي قيمة لمنتجك عم تحس انه عم بحكي مع شخص فرمان عم عم اشتري منتج من شركة تحترموها وبيحترموا بعضهم الشركة بتحترم الشريك والشركة بيحترم الشركة ومنتجاتها اعطي للنزبون نظرية حلوة اعطيه فكرة حلوة معلش بجوز اخي ما يشتري الا محبة فيك هاي كلنا احنا ما مني ادركها هي الشغلات البسيطة ما مني ادركها صح ما منيهرفها صح فخينا نشتغل عليها ما ناخد بس اللي فوق اياما الشغلات البسيطة لما تتراكم تحدث فجلة كبيرة الشغلات البسيطة فلما انا بدي اعرف كيف سوق المياة النقطة اعرف قيمة هذا المنتج ليش انا عم بيعه ليش هيك غالي لهالدرجة فلما انا عم بيع قيمة اروح لان الفطر الريشي متما بنعرف هو اول منتج بالشركة ما هو الفطر الريشي لا احتوامه من 300 عنصر غزائي الفطر الريشي مستخلص منه على هيئة شامبو مستخلص منه على هيئة صابون مستخلص منه على هيئة معجون اسنان هذا كله شبا معطيك مخالي من شيء اسمه فلورايد ولا في شيء اسمه كيمامي ولا صبغيات ولا مواد مهدرجة ولا كيمويات ولا ملونات ولا الى اخرى عم بعطيك شيء خام تماما فاقل الشيء وعفكرة عفكرة بالبداية شو ذكرت انا منتجنا غالي بعد بعد ما طرحنا كيف يتم تصويق المنتج او ايصال المنتج لعنا وبالقيم الى نحنا عم اشتريها والقيم الغذائية الداخلية مقارنة بمنتج السوق هل منتجنا غالي ولا رخيص او خينا احتيها بعد ايه الفقرة اللي بعدها هل منتج السوق بالنسبة اليك انت صار مهم بالنسبة اليك كماده ولا كغذاء او كعلاج خينا احكيها جووني بطريقات لنشوف بعض الاراء اللي بعض ما اسمعتوه الكلام بشكل تفصيلي يعني اليوم لما اخذ منتج رخيص مع التكلفة كلها هاي الموجودة عليها عم اخذها انا بمبلغ بسيط اذا ما اذا شلنا موضوع الشحن من دولة لدولة واذا شلنا موضوع التاجر اخذ ربح و الموزع اخذ ربح و الصاحب السبر مركة اخذ ربح انا بدي اخذه من الشركة نفسة ليش بأخذه بأخذه باخذه ايه ممكن بخمسة وثلاثين او او اربعين ليرة تمام؟ طب انا اذا عقبه او حاله هاي يمكن توقع اربع خمس سيرات وهلي عقبه عشر ليرات ماذا عم تغطيني انت في المنتج البألبي في المنتج البألبي عم تعطيني حتى عم باخدوا 35 ليرة فضروري جدا جدا نفهم قيمة وقوة هذا المنتج من الضروري هذا اللي نحن نكون احنا من خلاله تسويقنا وشغلنا وارباحنا وبناء فريقنا من خلاله من بناء فريق من خلال المنتجات لما نعطي المنتج لشخص ويحب يشتري دائما دخله ماء بالعمل حب الفكرة جاب معه اعضاء تاني وهكذا فهي الاصول كمان الاصول نفهم قيمة المنتج نفهم المنتج نلفز اسم المنتج صح اقل شي نفهم اربع خمس فوائد من كل منتج ضروري هذا مشروع عمرنا مشروع حياتنا يا جماعة اتبنوا هذا المشروع صح اعطوه خليكن اول اولوياتكم متخلي ديكسين اخر شي ومتعمل كل الواجباتك تخلي ديكسين اخر شي لا طول ما انت خليت ديكسين اخر شي هيكون نجاحك اخر شي هيحضوها مني انا كل ما انت سابقت الزمن او حاولت انك تلحق الزمن بمشروعك كل ما كان عندك النجاح اكبر وافضل مما كان عليه سابقة فدائما مجبورين بالتطور والاستمرار رغم الصعوبات اللي هنمر فيها اللي عنده اي سؤال يتفضل معنا تسع دقائق تنتهي ان شاء الله فقرتنا اللي عنده اي سؤال يتفضل ان شاء الله اللي عنده هايكو مميز بس قوش الساديه اسماعيل ايها الله نفس الروح نفس طريقة الشرح ما شاء الله يعني تخلي الإنسان يحس حاله صحيح عنده هيك طموح عنده صحيح شيء يقدر يقدم فيه. إن شاء الله عليك. فقط السؤال. هل تسمعني؟ فضلت فضلي نعم. طيب قال أنا صحيح أنا عندي فريق ولكن تقريباً أنا استغطبت كثير يعني مثل ما يقولوا كل يعني استغطب مئتين صحلة يبطلت عشر ومن عشر يمتها واحدة واثنين. أنا استغطبت حالياً ثلاثمائة شخص وباقي اليمنهم المسجرين ستة وعشرين ومنساعلين اثنين. فقط بأنه طريقة الاستغطاء. أنا يعني الشيش اللي عنده. شرح لهم. ما ننقص اسمع على عاطلي الشرح ويعلم ليك في عاطلي الفريقي الشرح. إنهم الدورة التدريبية. ويومياً يعني أنا بحكي معهم صباح مساء خاصة لما يكون عنا اجتماعات ويكون رقاءات. بس هم ما بيلتزموا يعني ما بعث ممكن أنا ما كان عندي طريقة أني شرح لهم يفهموا علي أكثر أو هم مع دم طموح. هذا الشيء اللي أنا بحاول أفهم الطريقة يعني أنا أو هم. لهم أني يومياً نقلهم أنه في اجتماع ضروري تحذروا. وهذا آآ شيء آآ من أجلكم يعنوا. مو من أجلي أنا. ويعطي كالفاها في كوش آآ سارية براك الله في. تمام وسط فكرتك إن شاء الله. هلأ آآ أنا بطلب منك أولاً يعادة آآ آآ يعادة التفكير بنفسك. واحد ضروري جداً. ليش؟ لما أنا اليوم عم جيب معي أعضاء ومع نحس في تطور وعم جيب من المية ويدخل معي عشرة يشتغلوا معي اثنين. هلأ هذا شيء طبيعي وروتيني بمشروعنا. تمام؟ ولكن هلأ حكي للجنية طبعاً. فأنا أرجو أنا أرجو أنه كما ذكرت سابقاً يعادة التفكير بأنفسنا صح واحد. آآ نعرف أغراض أو غرض الناس بدخولنا لهذا المشروع ليش داخلين ليش باحثين حتى يكون فيه أقل شيء في مودة بين بعض. تمام؟ وإنه أنا ندخلك على مشروع أحاض وضروري أنكم ما كتير تحسسوا العضو بالاهتمام الزايد. أنه أنه إذا تركتني أنا حتدمر. إذا تركتني أنا هأفشل. أنا هأخسر. لا لا أبداً. هذا مشروع. أنا أمعطيك حل. فمن البداية طريقة طرح العمل للعضو جديد يكون بطريقة آآآ طريقة بسيطة. ويكون تقدم فيه حل. هي إليك رسالة من وراء دعوة العمل. تمام؟ يكون فيه إليك رسالة. واحد. اثنين. بالنسبة لن نحن اليوم عم يكون مثلا داخلين من عشرة يطلعوا مع اثنين. هذا فكرة ترى عدد ممتاز. من عشرة يطلع اثنين ممتاز. هاتفكري أنا والله عائل. ولكن اللي بدي أدخل لتفكيرك فيه لا تستاجي على النتائج. ولا تستاجي على الربح. ولا تستاجي على بناء الفريق الوهمي. واحد يغنيك يعني عشرة. واحد يغنيك على المئة شخص. مثلا نحن نحكي كلمة واحد يعني واحد وصل معك للماسي وما فوق. هادا كلمة واحد. مو مجرد واحد فعال دائما معي شغال. قال له سنة. مو طالع على رتبة وكيل نجم. لا. واحد بمعنى انه واحد قوي فعلا فعلا. فلما نحكي عشرة يطلع منهم واحد. واحد هاد يعتبره من خطوط السفير الملكي. خطوط من عشرين نجم الماثل انت محتاجيتم. تمام يا اختنا الكريمة. فحاول دائما نطلع لانفسنا. ودائما نكون فيه تطوير. يعني اليوم انا مسلا حكيت مع هذول المئة شخص بهذا السلوب. بدي اغير اسلوب جديد حلائق من المئة طلعوا مئة مسلا عشرين شخص. كل ما نحن طورنا بسلوبنا بكلامنا بطريقة كلامنا وآدائنا. كل ما طورنا العدوات كل ما كان النجاح اكبر. هذا الشيء انت حكمي بنفسك وتشوفيه فعليا. كل ما انا عم بتطور من حالة محس انه فيه اقبال من ناس اكتر. بيكن بالبداية عم تحكي كلام يعني من قريبه. يعني الاساسيات الاساسيات انه بس بدي اقناع الناس. لا. ارجع وتعلمي. ارجع وتعلمي. اذا كان معلومات قليلة بطلب منك توقفي استقطاب حاليا وتعلمي. اني اليوم لما انا بديك تستقطبي ناس حقيقية. تكون انتي معلوماتك حقيقية بشكل صحيح. اليوم لما اتدخل معك الناس سيكون معك هذول المستقبل. يعني لبعد عشر سنين من الان. بعد يعني اذا الله اكرمنا وصلنا لنا ذاك الوقت. تمام? فهي غاية ببالنا. هاي غاية بديك سن. لا تحطه نجاح انا برأيي. بحكي عن نفسي انا مشان ما كون يعني متضحك عن نفسي بالاحلام. اقل من خمس سنين ما تحط انا نجاح. خمس سنين. تمام? هذا لنفسي انا. لسه قدامي طريقة وليسه حد الان ما شفت نجاح انا بنسبة لي. كساريا. ليش? حتى خلي الي باب ما يكون في عندي حجة. لو صرت نجي ماسي خلاص يا الله اروح اتراسه ونام. لا. لسه هلأ ما نجحت انا. لسه حد الان ما نجحت. فدائما تحط دائما لنا شغلات بعيدة للمدى. وارجع يطوري. وارجع يتعلم من اول جديد. الاساسيات مهمة. ليش? يقولكم دائما اتعلموا بالبداية تعليم صحيح لحتى تعلموا فرقهم بطريقة صحيحة. ليش? لان الاساسيات متى ما تخطيناها الخطوة الثانية ما عدنا جاء الخطوة الاولى. وبينما نحن رجل ب الخطوة الثانية ورجل بالخطوة الاولى. ما عرفني لا نرجع لورا ونتقدم لقدام. لا. من البداية متعلم صح. ننتقل الانتقالة الصحيحة باكملها للخطوة الثانية والثالث والرابع. لذا ما نرجع لخطوة الاولى. يعني هلأ مثلا. اذا بدي طلع هلأ اي شخص. قل له عدلي من الواحدة العشرة بالعربي. بيعرف ولا لأ. بيعرض. طب قل له بروح تعلم من اول تعد من الواحدة إلى عشرة. قال لي ما أنا متطرع عيدنا أول جديد. ليش؟ لأنهم تحافظ. تعلم. نفس الأمر تقيسوه على مشروعنا. تعلموا الأساسيات من البداية. كشان بعدين ما ترجعوه مرة ثانية. ترجعوها من باب. تطرح الفكرة على الناس. بس كتعليم شخصي ما ما ترجعوه لهم. لقد تعلمتوها. خلص. سكرتو الحد للخطوة الأولى. هيك لازم تمشوا بهذه الخطوات الصحيحة. حتى ما نخذع عنفسنا بالنجاح. يعني يا أستاذ ساري أو أستاذ نادر. ماشي معكم بكل محاضرة. بكل مؤتمر. منسجل كذا. بس ما عمل لا. النتائج اللي أنت عم تحكونا إياها. لا في نتائجه أكبر من هيك. إذا بترجعونا تحكي شوي. وبتدأقوا على التفاصيل البسيطة. هي نصيحة مني إلي. وللجميع أيضا. الله يعطيك. ركرة علي. بارك الله فيك. طريقة ما شاء الله عليك. إن شاء الله رب العلمني. ونفقنا لهيك شيء. لأنه أنا صحيح. التطوير ذاتي ما فيه. كل صراحة. يعني أنا نحن مجتمع. أنا عايش في مجتمع. ما فيه هيك أشياء يعني. مغالقين. هات. هذا أهم الشيء. ما فيه. آآ. بارك الله وزيزاك الله وخاف. وإياكم. فضلي يا استاذ نورا. استاذ نادر احنا نبعتك اكيد انت رائي المسابقة. إذا تفضل بمكانك. الله يبارك. ويحفظك كوتس ساريا ما شاء الله عنك. يعني اعطيتنا معلومات قيمة. وطبعا هذا توفيق ربنا سبحانه وتعالى لنا كفريق عالمي. آآ يعني يكون عنا أو لدينا شراكات قوية جدا بفريقنا. مع آآ قامات وخامات ما شاء الله قوية مثل آآ قامة حضرتك كوتس ساريا ما شاء الله. حبيب قلبي إن شاء الله بتسلمني إن شاء الله منشوفك سفير. انت وجميع الشركاء. آآ طبعا نحن إن شاء الله تعالى الله يبارك فيك. إحنا وصلنا للقتام إن شاء الله. وإحنا يوميا حنكون الساعة التاسعة صباحا نبدأ إن شاء الله تعالى بالقرآن الكريم. ونستمر بفقراتنا الاتيادية. وإحنا البرنامج آآ نزلنا على آآ منشور مهم من كوتش نادرة أثمان. تمام؟ هذا القروب الوحيد والحصري إلي. يلي فيكن تتابعوني دائما عليه عبنزل الأشياء المهمة فقط. التدريبية الفعاليات المؤتمرات وهكذا. طبعا كوتس ساريا حيكون معنا يومين بالأسبوع إن شاء الله تعالى. هيكون معنا بفقرات تدريبية متنوعة. شيء ببناء الفريق. شيء بالاستقطاب. شيء بالمتابعة. الخبرات الميدانية يلي عم يكتسبها من الميدان حيرجع يشاركها معنا إن شاء الله باستمرار. أليس كذلك كوتش؟ بالتأكيد إن شاء الله الله يبارك فيك. طيب بدي تشكرك وتشكري جميع إن شاء الله تعالى. غدا على موعدنا صباحا بدي نزلكم شرائكم نزلكم إرجاع. رابط جروب منشور مهم من كوتش نادر أثمان مش هم تحصلوا على الرابط بوقت ويوميا فوتوا. وفي تنويه كتير هام لحضراتكم. يلي حقيقة الآن ما بيطور نفسه شركاءه من خلال تدريباتنا الصباحية اليومية. للأسف لحيتأخر حقيقة. يلي ما بيطور نفسه شركاءه. يعني أحرص يوميا أنك تدخل معك 20 شريك أخي. تدخل يوميا معك 30 شريك. أنا وقت بدأت مع الـ DXM بالـ 2020 أول ستة أشهر كان الراعي للقاء دي بوجه له أكبر تحية الأستاذ أحمد لوتيبي كان هو اللي يعمل التدريبات. فأنا كنت حريص دائماً كون موجود ومعي أقل شي صدقاً وصل 40 شريك من شركائك. أنا ذاك يعني. هذا اللي اليوم شكل كان بوقتها أنا ذاك نواة فريق صحة ومال العالمي اللي عم تشوفوا اليوم ما شاء الله تجاوز 40 ألف عضو وعضوة حول العالم بأكتر 130 دولة. الآن أنا أحاكيكم أكتر من 320 رتبة بفريقنا حققنا مبيعات العام الماضي ما شاء الله أكتر من مليون دولار من خلال النواة الفريقية اللي بدأنا. فحرصوا دائماً تدخل معك 20-30 شريك حتى بإمكانكم تدخلوا المرشحين معكم يعني مثلاً مرشح لأنه يكون عضو أوكي دخله خليه يستمع للأفكار خليه يستمع لشرح المنتجات اللي حياخد إن شاء الله تعالى قرار الانضمام من خلال هاي التدريبات اليومية الفعالة إن شاء الله. اللي حنزل لحضراتكم رابط الجروب الآن. مين معه الرابط يسبقني فيه رابط منشور مهم من كوتش نادر عصمان. مين بيسبقني بهذا الرابط؟ مين بيسبقني؟ طبعاً أيضاً كمان اللي نشوف بقى السباقين هلأ مين بنزل الرابط؟ يلا لنشوف مين عنده رابط المنشور مهم؟ شو نزلوا لنشوف نزلوا الرابط يلا نزلوا وأنا حنزلكم كمان أيضاً التدريبات الأساسية تمام؟ تمام؟ سنزلكم التدريبات الأساسية على قناة تيليجرام أيضاً كمان كان كوتش ساريا مشارك بهذه التدريبات ل halo؟ لا، 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 لم نزلتوا رابط على المنشور اليوم؟ إنو لم نزلتوا رابط الجروب نزلتوا رابط المتينج، هلأ نزلتوا رابط الجروب على الرحل. هلأ نزلتوا رابط الجروب. أيوة، هذا هو الحصري، أنا اعتمد هذا المجتمع، هو مجتمع حصري، طبعاً هو مال когда هو مجتمع؟ هذا لح تستفادوا منه تابعوا باستمرار وأيضاً تمام برافو فتيحة شكراً لك نزلت التدريبات الأساسية تمام شايفين التليجرام هاد هي التدريبات الأساسية كل عضو دخل معنا جديد هاي تمهيدية تمام تدريبات تمهيدية لازم تدخلوا تستمعوا للتسجيلات الصوتية ومتابعتنا يومياً بهذا اللقاء الصباحي أسألوا الله يا شركاء النجاح ويا شركات النجاح التوفيق لحضراتكم جميعاً بدي أعطيكم نصائح سريعة بدقائق إن شاء الله تعالى النصيحة الأولى ما هيكون في أي إنجاز إذا ما كان في استمرار بالتعلم واستمرار في بناء الفريق والاستمرار في التطوير لنفسك ولفريقك تمام مشروع الدي اكس ان هو مشروع القائد لن بتكون قائد لح تستطيع إن شاء الله تعالى توصل لكل أهدافك اللي انت راسمها فإذا اصنع بنفسك قائد واصنع بشركاء القائد لح أعطيكم مقولة قالها أحد خبراء تسويق المتعدد المستويات سمعوها واحفظوها لن يكبر فريقك أكثر منك لن يكبر يعني مثلاً لو ممكن تقول لي أنا عدد فريقي عشرة خلاص هذا هو حجمك تمام؟ ممكن لك أنا عدد فريقي أربعين ألف طب فلان عدد فريقه نصف مليون هذا حجمي شريكي تمام؟ لن يكبر فريقك أكبر من حجمك حجمك بهي الصناعة حجم شو؟ حجم عضلاتك؟ ولا طولك ولا وزنك ولا لون عيونك ولا لون شعرك ولا لون بشرتك؟ أنت شب تتوقع شو يعني حجمك؟ مين بيكتب لي؟ مين بيكتب لي؟ شو يعني حجمك؟ عرفتوا؟ لأكل أحيانة فلترناهوا اللي احنا حجمك يا تيرى لون بشرتك ولا وزنك ولا طولك؟ آه، آه، برافو، برافو، شفتو؟ حجمك يعني معلوماتك وعقلك مهاراتك اللي اكتسبتها من خلال كم كم عدد الاشخاص اللي شرحت لهم كم عدد الاشخاص اللي شرحت لهم بحدد مهارتك وين وصلت لانه في شي اسمه فيدباك في شي اسمه تغذية عائدة انا لما بشرح لمية لح اكتشف اخطائي بس لما بشرح لشخص واحد وبتوقف للأسف انا ما استطاعت اكتشف اخطائي لما بشرح لألف لسه اكتشفت اخطاء اكتر لما بدرب ألف اكتشفت اخطاء اكتر وعدلتها واكتسبت مهارات اكتر لما بدرب شهر اكتشفت حجم اخطاء فقط بشهر واكتسبت مهارات شهر لما بدرب سنة اكتشفت حجم اخطاء واكتشفت مهارات اعلى واكتسبت فاذا لن يكبر فريقك اكبر منك كم عدد اللي شرحت لهم، كم اللي دربتهم، كم عدد المحاضرات اللي حضرتها، كم الساعات اللي اشتغلتها، هذا كل هاتو بيعمل مهارات أنا أساساً بتعجب من سؤالي بانطرح كثير، والله كثير بتعجب منه، إنه استاذ الناس مع متوافق تدخل معي أنا بعرف إنه شو الإجابة وقت بسأله كم شخص شرحت، أنا بعرف الإجابة إذا كان طبعاً شفاف وصادق بلي والله استاذ شرحت العشرة أنت مشتغلت لسه فعلياً، أنت فعلياً المفروضة دول العشرة أنت وراجع من أول محاضرة بالDXN، حكيت مع عشرة يعني كنتوا علي؟ أنت مثلاً حضرت لك محاضرة بالDXN عمرك يوم مثلاً، مثلاً، أنت وراجع على الطريق اجتمعت بعشرة عادي يعني وأثنين بالباص، واحد من رفقاتك، واحد ثاني يوم بالمعمل، عرفته؟ عن شو عم تحكي عفوان؟ لما تقول مثلاً أنه أنا هذا السؤال بسأله، لما الشخص بفتلي خاص أيام بدي يستشيرني بقول له عفوان عن شو عم تحكي أنت، ليش عم تقول أنه الناس مع متوافقة؟ ما أنت مشتغلت فعلياً أنا إمت باخد بكلامك، ممكن أعطيك بقى نصائح، لما تقولي أنا شارح أخي صار لي سنة بشرح وبيشرح يومياً إلى اثنين أو ثلاثة، ساعتها بصدق أنه أنت ناقصك، بعطيك، بس هو فعلياً المنطقي بقول الاستمرار بطرح الفكرة، الاستمرار بمتابعة الأشخاص اللي قبلوا الفكرة، الاستمرار بتدريبهم وقبل كل هذا الاستمرار بتدريب نفسك، لن يكبر فريقك كبير منك تعرفوا شوفوا أضرب لكم أمثلة، تعرفوا لما بتشوفوا أنتوا ولد كثير أخلاقه منيحة؟ ولد صالح، أخلاقه منيحة، مهزب، إذا أجد ضيف لعندك مع أهله بتلاقي كثير مهزب ومؤدب ما هو سبب تهزيبه وتأديبه؟ مين؟ مين سبب تهزيبه وتأديبه؟ مين سبب تربطه هذه الصالحة؟ الوالدين، إذا لو كانوا أهله ليس على خلق، أبو وأمه، ما بيطلع الولد على خلق، أليس كذلك؟ فإذا لن يستطيع الولد تحصيل أخلاق مثلي، إذا الأب والأم لا يمتلكون هذه الأخلاق، فإذا لن يكبر الولد أكبر من مين؟ من أمه وأبو، فهمت عليك، لن يصبح أخلاقه كبيرة أكثر من أمه وأبو، إلا ما ندر يعني بالأحوال الشازة، نفس الأمر على فكرة، لنحن لدينا أحوال الشازة بسنعاتنا، ممكن أن تكون مثلاً ضعيف ويدخل معك حداً قوي، أمر الله، لكن نحن نتحدث عن سيستم نجاح، أنت، هي اللي مطالبة أنك تكون أول ناجح بفريقك، أول مستهلك بفريقك، أول عالم بفريقك، تمام؟ فربي يحفظكم جميعاً أسأل الله التوفيق للجميع، شكراً لك وتسارة، شكراً لكل مدربي اللي شاركوا معنا الفقرة، وشكراً لألكم لحضراتكم، أتمنى بكرة صباحاً نكون كل هاتنا مجتمعين الساعة التاسعة صباحاً، نستمع للقرآن الكريم مع كل شركاتنا، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة